الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس عشر من القسم الثاني لكتاب شرح الكافية لرضيه الدين الاسترابالي مواصل القرارة تحت عنوان من شد جمعه بالواو والنون من هنا اراضون وانما فتحة الراء لان الواو والنون في مقام الالف والتاء فكأنه طيل اراضات او التنبيه على انها ليست بجمع سلامة حقيقة ويجوز اسكانراء اراضون ومنها ابون واخون وهنون وشلوبها لكونها غير وصف ولا علم وانما دون مال فوصف ومنها بنون في الدين لان قياسه ابنون وانما جمع على اصله وهو بنى على حذف الواو نسيا منسية في الجنع كما حده في الواحد ومنها قولهم بلغت مني البلغين والبرخين بضم الفاو فيهنا ولقيت منك البرحين بضم الفاو وكسرها وكذا الفتكرين كلها بنعنى الدواهي والشدارد وقولهم ليس من عفلين يجوز ان يكون شاذا من هذا الواب جعل النون معتقد الاعراب وعلم انه قد شاع الزنع بالواو والنون مع انه خلاف القياس فيما لم يأتي له تكسير من الاسم الذي يعوض من لانه تاء التأميث المفتوحة قبلها مغيرا اوائل ضعف الجنوع تنبيه على انها ليست في الحقيقة بجمع سلامة فقالوا فالنفتوح الفاو نحو سنه سنون لكسر الفاو وجاء سنون لضمها وهو قليل ولمثل هذا التنبيه كسر عين ايشين وجاء في بعض ما هو مضمون فاو الكسر مع الضم كالقلون والسنون وليس بمضطرد ان الزبين والكرين لم نسمع فيها وعما المكسور الفاو فلم نسمع فيه التغيير كالعبين واللئين والفئين والرئين ولعل ذلك لا اتجار الكثرة بين الضلة والفتحة وجاء قليلا مثل هذا الجنع لما ثبت تكسيره ايضا كالثبين والاسعابين في الثبة وربما جاء ايضا في المحذيف الفاة كريقة واليقين والده والدين وفيما قلدت لامه الفا كالابات والقناة لكن تحذف لامه نسيا منسية حتى يصيرك السنة فيقالوا أبو وقنون ولو اعتبر تلاناتها لقول القلون والقلون لكون هنا بعد حذف التاء مقصورين كالاعلون وعلى هذا قال ولكني اريد به الذوين ولو اعتبر اللام لقال الذوين كالاعلون فان ذو مفتوحا عند سيرويه هو كما مر في باب الاضافة لكنه لما خذت لامهم في المفض نسيا منسية لم يعتبرها في الجنع وعندما جاء هذا الجنع في المضاعف ايضا كأي الزين وحرمون وحكا يرث احررون لفتح الهمزة وكسرها قيل قد جاء احررح في الواحد وقيل لن يجئ ذلك ولكن زينة الهمزة في الجنع تنبيهم على كونه غير قياسي وعند رمحات جنع ما خذفت لامه اوفاؤه هذا الجنع بان هذا الجنع افضل منور كما ذكرنا لكينه خاصا بالعلماء فجدر بهذا الافضل ما لحقه من المقصان بالحذف نسيا قالوا واما حررون وإلى الزلم فلما لحقهما من الوهن بالاضغام وبعضهم يقول للمقص المتوهم وذلك ان حرف العلة قد يبضل من احد حرفي التضعيف كما في تضنيت وقد يفعل النوم في بعض هذه الجنع التي جاءت على خلاف القياس معتقب الاعراب تنبيهم على مخالفته للقياس فكأنه مكسر فجرى فيه اعراب المكسر فيدخله التنمين ولا يسقط بالاضافة قال جراني من نجل فان سنينه لابن بنا شيبا وفي ابننا مردى وقال وماذا يدي الشعراء مني وقد جاوزت حد الاربعين وقال حسان موابع النقب الاعالي جراس المشحي صامتة بريني وقال وان لنا ابا حسن عليا ابن بر ونحن له بني ويلزمه الياه اذا كما يلزم الى سنية بجمع سلامة مذكر كما مضى في باب العلم واكثر ذلك في الشعر هذا قبل العلمية وان بعدها فكين المين معتقد الاعراب شعوا في الاختيار في هذا النوع كما في الجنوع القياسية مع العلمية وحكي عن ابي عبيدة وابي زيد جعل المين مقتوين معتقد الاعراب ولعل ذلك لان القياس مقتوين بياء النسب فلما خلفت ياء النسب صار مقتوين كقلون وقوله متى كنا لأمك مقتوين الالف فيه بدلا من التنين ان كان المين معتقد الاعراب وان لا فالالف للاطلاق وحكي جميعا رجل مقتوين ورجلان مقتوين ورجال مقتوين قال ابي زيد وكذا للمرأة والمرأتين والنساء ولعل سابت جرئهم على جعل مقتوين المثنى والمفد في المذكر والمؤنس مع كينه في الاصل جمع المذكر كثرة مخالفته للجنوع وذلك من ثلاثة اوجه كونين معتقد الاعراب وحذف ياء النسب التي في الواحد وهو مقتوين وإلحاق علامة الجنع لما بقي منه مفتوح مع عدم استعماله وليستعمد يقل دواوه ألفا فطيل نقطع ولجنع على مقتوين كأعلوم لا على مقتوين وإن ما قلن إن واحده مقتوين المحدوف الياء كما قال في دويه في المخلدون والمخالبة إنه يسمى كل واحد منه مثل من نسب إليه فكأن كل منه مهلد لأن الجنع في الواحد المحدوفينه ياء النسب ويجيز أن يقال إن ياء النسب في مثل مقتوين والأشعرون والأعجمون حدث بعد ذلك من الواعي والمون وكأن الأصل مقتوين وأشعريون وأعجميون وحكى أبو زيد في مقتوين فتح الواي قبل الياء في من جعل منه معتقد الإعراب مخو مقتوين وذلك أيضا لتغييره عن صورة الجنع بالكلية لما خالف ما عليه جنع السلامة أعلم أن التركير غالب للمؤنث كما تقدم في المثنى والمجموع فيكفي كيوم بعض مذكرا نحو زيد وهمد ضاربا وزيد والهمدات ضاربون وكل العقل في بعضهم كافر نحو زيد والحميل مقضلون أشد ضبعان في الضبع التي للمؤنث والضبعان الذي للمذكر والقياس ضد آنان ولعل ذلك لكيوم ضبعان أخص منه مع أن بعض العربي يقول المذكر أيضا ضبع والعلم المركب الذي يبنى جزئه الأول للتركير إلا أن يكون جزئه الثاني نبييا كبعلبك ومع بيكرب ثمي وجمع نحو البعلبكان لأن جزئين كفلنة المعربة والتثمية والجمع للمعربات وأن الذاني واللتاني والذين والتين والتين وذاني وتاني وذين وتين ففوض مستأمثة وإن كان الثاني دولا إن للتركيب كخمسة عشر أو بغيره كسيبويه فالقيس أن يقال ذوى سيبويه ولو سيبويه وكذا ذوى خمسة عشر ولو خمسة عشر وهذا كما يقال في الجمل المسمى بها ذوى تأبط شرا ولو تأبط شرا اتفاقا ولوات شاب قرنيها ولوات شاب قرنيها لأن الجمل يجب حكايتها فلا يلحقها علامة التثمية والجمع وكذا يلظم أن يقال في المسمى والمجمع على حده المسمى بهنا إذا لم تجعل لنا هنا معتقب الإعراب نحو جاءني ذوى مسلمين وذو مسلمين لأن لا يجتمع على آخر اسم إعرابان بالحروف وخذف بثنين الأسانين وإضافة ذو ومتصرفاته ها هنا من إضافة المسمى إلى اسمه كما في لا تمره والمبرد يجيز في سيدويه السيدويهان والسيدويهون مع دماء الجزء الثاني وكذا يلظم تجويز ذلك كما في بعلبك ومع ديكيل والعلم المركب تركيبا إضافية يثنى ويجمع منه المضاث نحو عبد المناث وعبد المناث وإذا كان كله جزى تثنية المضاث والمضاث إليه معا كقولك في أبو الزيد أبو الزيدين وآباء الزيدين والاتصار على تثنية المضاث وجلبه فيها أيضا أولى وأما جمع ابن كذا وذو كذا فإن كان لعاطين قلت بن كذا وذو كذا أو أبناء كذا وأبواء كذا وإن لم يكن لعاطين سواء جاء لمعنسه بنت كذا وذات كذا نحو ابن لبون وجنى ذو عثمين وناقة ذات عثمين أو لم يأت لمعنسه ذلك نحو ابن عرث وللقعدة جنى على بنات كذا نحو بنات لبون وبنات عرث وعلى ذوات كذا نحو جنى على ذوات عثمين وذوات قعدة إلحاقا لغير العقلاء في الجنع بالمؤنف على ما يجيه وروا الأخفش بن عرث وبن نعش أيضا اعتبارا للفظ وإن كان رواعاطي قال شربت بها والدوك يدعو صباحه إذا ما بن نعش بنو فتصوبوا كأنه جعله زمعا لدي نعش وإن لم يستعمل رموان جنع المؤنف السالم قوله المؤنف ما لحق آخره ألف وكاء وشرطه إن كان سفة وله مذكر فأن يكون مذكره جنع بالوال والمين فإن لم يكن له مذكر فألا يكون مجردا كحائد وإلا جنع مطلقا قوله المؤنف أي الجنع المؤنف السالم ولا ينتقل حبه بنحو سلقاه لأن قوله قبل وهو صحيح ومكسر والصحيح للمذكر ومؤنف بيّن أن المؤنف ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيير النا وعلى هذا كان مستغنيا أيضا في حد المذكر عن قوله ليدني على أن معه أكثر منه والأولى أن يقال إنه ليس من الحد وإنما جدد له علامتين ليكون كزيادتي جنع المذكر وإنما خصت الزيادة بالألف وكاء لأنه عرب فيه وكل واحد من الحرفين قد يدل على واحد من المعنين كما في رجال وسكرى والجنالة والضاربة أوه شرطه إن كان صفة إلى آخيه ينظر إلى المؤنف إن إن يكون صفة أو لا فإن يكون صفة قال المصنف جمع مطلقة أي لا يشترق شرط وهو قوله وإن لا جمع مطلقة وليس بسبيل لأن الأسماء المؤنفة بتاء مقدرة كقدر ونار وشمس وعقرب وعين من الأسماء التي تأنيفها غير حقيقي لا يطرد فيها الجنع بالألف والتاء بل هو فيها مسموع كالسماوات والكائنات والشمالات في الرياح وذلك بخفاء هذا التأنيف لأنه ليس بحقيقي ولا ظاهر العلامة فلا يجمع إلا هذا الجنع قياسا من الأسماء المؤنفة إلا علم المؤنف وهرة كانت فيه العلامة كعزة وسلمة وخمسان أو مقدرة كهند أو لتاء التأنيف الظهرة سواء كان مذكرا حقيقيا كحمزة أو لا كورفة ومنه قولك الإكرامات والتخريجات والانطلاقات ونحوها لأنه واحد إكرامه وتخريجه بتاء الوحدة لا إكرام وتخريج وجمع المجرد أكارين وتخاريج عند اختلاف الأنواع فالإكرامات كالضغبات والقتلات والأكارين كالدريب والقطول فإذا يقاب ثلاث إكرامات وتخريجات بتدريد العز من التاء وثلاثة أكارين وتخاريج إذا قصدت ثلاثة أنواع من الإكرام أعضوا ألف التأنيف إذا لم يسمى بهم مذكر الحقيقي كالبشرى والضراء وإذا سمي بهم مذكر الحقيقي جمع بالواع والمين كما مر بكم أو ما يسح تذكيره وتأنيفه إذا لم يأتي له المكسر ولم يجز جمعه بالواع والمين كالألفات والتاءات إلى آخرها وذلك الانسداد أبواب الجروع إلا هذا ويزمع هذا الجمع أيضا مضطردا وإلا لكم مؤنثا علن غير العاقل المصدر بأضافة ابن أو ذو نحو ابن عرس وابن مطرب وذو التأدة وذو الحجة كما ذكرنا ويجنع هذا الجمع غالبا غير مطرب نوعان من الأسماء أحد ابنما إثم جنس مذكر لا يعقل إذا لم يأتي له تكسير كهمامات وسرادقات وكذا كل خماسين أصلي الحروف كسف رجلات بأن تكسيره مستكرهم كما يجيه وعند الفراء هذا القسم أيضا مضطرد وأن إذا جاء له تكسير فإنه لا يجمع هذا الجمع فلم يكونوا جوالقات لقولهم جواليق وأما بوانات مع ثموت بيل فشاذ وثاني هنا الجموع التي لا تكسر نحو رجالات وصواحبات وبيوتات فلو يقالوا أكلبات لفيدهم أكالب وإن كان المؤنس صفة فلا يخلو من أن يكون فيه علامة التأميس أو لا فإن كانت فيه جمع بالألف وقتا صواء كان صفة لمذكر الحقيقي كرجال ربعات وعلامات أو لا كباربات وحبليات ونفساوات إلا أن يكون فعلا فعلان أو فعلا أفعل فإنهما لا يجمعان بالألف وقتا حمدا على مذكريهما الذين لم يجمعا بالواء والمون لما ذكرنا وأجاز المكيسان كما لكان حمروات وسكريات كما أجاز في المذكري أحمرون وسكرانون فإن هلدت بسمية على أحدهما جاء اتفاقا كقوله صلى الله عليه وسلم لنسف الخضراوات صدقة وكذا كل فعلا أو فعلا سميت به غير مذكر حقيقي وإن لم يكن في الصفة المعنفة علامة تأنيف ظاهرة ولم تكن خماسية أصمية الحروف لم يجمع بالألف وقتا سواء كان له مذكر يشاركه في اللفظ كجريح وصبور وسائل ما يستوي مذكره ومهنفه حمدا لها على مذكراتها الممتنعة من الجنب الواء والمون أولا لكم له مذكر أفلى كحائب وطالق ومربع ومقفل فرقا بين ما جرد من التاء وبين للتاء فإن التاء فيه معنى الحدوث الذي هو معنى الفعل وسعر المؤنس يلحقه ضمير جمع المؤنس نحو يدردنا فألحق بالتاء أيضا علامة جمع المؤنس أي الألف والتاء وأن المجرد فلم يكن فيه معنى الفعل فلم يجري مجراه في لحاق علامة جمع المؤنس إياه بل جمع جمع التكسير نحو حوائب وحيب وطالق ومطافل وإن كانت سفة المؤنس المجردة من العلامة سواء اشترت فيها المذكر والمؤنس أو اختصت بالمؤنس خماسية مصرية الحروف كالرجل أو المرأة الصح صلق والمرأة الجح مريش جمعت بالألف والتاء لاستكراه تكسيرها فيقال نسوة صح صلقات وجح مريشات ويذنع أيضا هذا الجمع مطالبا صبت المذكر الذي لا يعقل سواء كان حقيقيا كالصافنات للذكور من الخيل وجمال سبحلات البخمات وسبطرات أي طوال على وجه الأرض وكذا بنات اللبون وجمال ذوات عثانين في ابن اللبون وجمال ذو عثمين أو غور حقيقية التذكير كالأيام الخاليات وكذا مسور ما لا يعقل كجميلات وخميرات وكتيبات لأن المصور فيه مع الوصف وإلا نجد على المصوف وإنما جمع المذكر في موضعين جمع المؤنث لأنهم قصدوا فيهما الفرق بين العاطل وغيره وكان غير العاطل فرع من العاطل كما أن المؤنث فرع من المذكر فألشق غير العاطل بالمؤنث وجمع جمعه وقاله شرطه إن كان سفة وله مذكر فأن يكون أي فهو أن يكون والدمير راجع إلى المبتدأ الذي هو شرطه والجملة الشرطية مع الجزاء في محل خبر المبتدأ ومعنى هذا الكلام أن المؤنث إذا كان سفة على بربين إن أن يكون له مذكر أو لا فإن لم يكن له مذكر فشرطه أن لا يكون مجردا عن التاء كحارب وإن كان له مذكر فشرطه أن يكون ذلك المذكر جمع للواء والمين فخرج بهذا القيد فعلا أفعل وفعلا فعلا وجميع الأنفلة التي يستوي مذكرها ومؤنثها كثبور وجريح وسيدات شاد ووجهي أن فعيلا قياسه لحاق التاء في المؤنث كسيدة وميتة وخرج عنه أيضا الوصف بالتاء الذي يشترك فيه المذكر والمؤنث كربعة ويفعة وعلامة ومغبارة ونحوها ولا وجوز لأنه يجمع بالألف وقتاء وتقول في ذن عبنت وضمة بنات وهو جمع لأصلها لأن الأصل بنوة كما أن بنو جمع أصل ابن أي بنو على حذف اللامي نسيا في الجمعين وكذا أخوات جمع أصل أخت أي أخوة بغير حذف اللامي وأخو جمع أخي على حذف اللامي نسيا والثلاثين المحذوث اللام المعوض عنه التاء على ثلاثة أضرب إنه مستوح الفاء ورب اللامي في جمعه بالألف وقتاء الأكثر كهنوات وسنوات وبعوات في سنة وسنة وبعر وذلك لخصة الفتحة وجاء بحذف اللامي أيضا كهنوات وهنات وجاء منه مالا يجمع جمع السلامة لا بالوا والمين ولا بالألف وقتاء السنين بجمع التكسير ولا بشتأمة وشفة وشاه وإن المكسور الفاء وترك الرد فيه أكثر كمئات ورئات لثقل الكسرة وقد جاء عبوات وإن مضمو الفاء ولم يرد فيه الرد كثبات وضبات وفرات لكون يضمي أثقل الحركات وجاء في بعض اللغات في لتنا مرد فيه المحذيث فتح الفاء حالة النصب قالوا سمعت لغاتهم وجاء فيه في الشاذ فانفروا ثباتا ولعل ذلك لأبنة وهمهم تاء الجمع عيضا من اللام كالتاء في الواحد وكالواي والمين في كل وثبين وقال أبو علي بل هي تاء الواحد والألف قبلها هي اللام المرضودة فمعنى سمعت رغتهم سمعت رغتهم قال وذلك لأن سيدويه قال إن تاء الجمع لا يفتح في مربع وفيما قال نظر إذن معنى في سمعت رغتهم وقوله فانفروا ثباتا الجمع يحكى الكوفيون في غير محدوث اللام استأثر الله وعرقاتهم بفتح التاء وكثه أشهر فإن أن يقال إنه مفض والألف للإلحاق بدرهم أو يقال إنه جمع فتح التاءه شاذا فالعرق إذن كالدوان مذكر له جمع مكثر وهو العروق جمع بالألف والتاء مثله من أحكام المجموع بالألف والتاء ويذكر شيئا من أحكام المجموع بالألف والتاء وإن كان المثنف يذكره في اسم الصرف فنقول كل ما هو على وزن فعل وهو مؤنس بكاء ظاهرة أو مقدرة كبعد وجسنه فإن كان صفة كصعبة أو مضاعفا كندة أو المطل العين كبوضة وجوزة وجد إسكان عينهم في الجمع بالألف والتاء وإن خلق هذه الأشياء وجد فتح عينه كتمرات وداعدات والتزن في جمع لجبه لجبات بفتح العين لأن في لجبه لغتين فتح العين وإسكانها والفتح أكثر فحمل الجمع على المصرد المشهور وقل لما لزمت التاء في لجبه لكونها صفة بالمؤنس ولا ملك لها يقال شاة لجبه إلى قل لبنها صارت الأسماء في لذوم التاء نحو جثمة وقفعة وأجاز المبرد إسكان عين لجبات قيسة لا سماعة وغلد الفتح في جمع ربعة لتجوز بعضهم فتح عين الواحد وقل إنهم كانت في الأصل ثم وشف به فلوحظ فيه الأصل كما يقال في جمع رأة كلبة نسوة كلبات بفتح العين ورن يقاس عليه غيره نحو ضخمات وصعبات خلافا لقطرب ويجيز إسكان ما استحق الفتح من عين فعلاك الضرورة قال بفتح العين بفتح العين إلا سميت بصعبة وأهل في الأصل اسم دخله معنى الوصف فقيل في جمعه أهلهم وأدخلوا التاء فيه فقالوا أهله قال وأهلة ود قد تمرت ودهم وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي أي وجماعة مستأخلة من الود قال فهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أدلجوا بالليل يدعون كوفرع ويقال أهلات أيضا بسكونها اعتبادا بالوصف العارض وتفتح بذير العين المعتلة كجوزات وبيضات وقال أخو ضوضات رائح متأوب رفوق بمسح من كبين سبوه وقرأ في الشواذ ثلاث عورات وإنما سكنت عين صفر وفتحت عين اسم فرقع وكانت الصفة بالسكون أليق لثقلها باقتبائها الموصوف ومشابهتها للفعل ولذلك كانت إحدى علمها للصرف وسكن المضاعف المؤتل استثقالا أي فرار من الفقر العارض بتحريك أول النسلين وتحريك الواو والياء فإن قول فنتقلب ألفا متحركهما وانفتاح ما قبلهما قلت إن الحركة عارية في الجنع ولذلك لم تقلبها هذين مع تحريكها كما لم تقلب واو خطوات خطوات المضموم ما قبلها ياء لعور الضمه وانا فؤلة بدم الزاء وسكون العين كورفة وكذا فؤل المؤمن كجن فإن كانت مضاعفة فالإسكان لازم مع الألف والتاء كغبات وإن كانت معتلة العين ولا تكون إلا بالواو كثورة فلا يجوز الإتباع إجمعا وقياس لغة هليل جواز فتحها كما فيه ضيابات وروابات لأنهم علمون بخصة الفتحة على حرف العلة وبكيم هنا عارضة لكن سيبا ويه قال لا تتحرك الواو في دولات والظاهر أنه أراد بالضم وإن كانت صحيحة العين فإن كانت صفة كحلوة فالإسكان لا غير وإن كانت إثما فإن لم تكن اللام ياء داز في العين الإسكان والفتح والإتباع سواء كان اللام واو كخطوات أو لا كغرفات والإتباع هاهنا أكثر منه في فعله وإن كان الكسر أخف وذلك لأن نحو غمط أكثر من نحو إذن وإن كانت اللام لأن لم يجز الإتباع اتفاقا للثقل وأن فتح فالمبرد مص على جوازه وليس في كلام سيدويه ما يدل عليه وأن أم فنصبؤ مهنات في الناس أكثر من إن مات وفي غيرهم بالأكس والهاء زائدة بدليل الأمومة وقيل عصليه بدليل تأمهت لكونه على وزن تفاعلت قال أمهتي خلف ولياس أبي ووزنها فعالة فحبثت اللام وأما فعله بكسر الفاء وفعل مؤنثا كهيد فإن كانت مضاعفة فلا تجمع بالألف وقت إلا بسكون العين نحو طدات وإن كانت معتلة العين ولا يكون إلا يعان إن عصمية كبيئة أو منقلبة كديمة فلا يجيز فيه الإتباع إجماعا ولا الفتح إلا على بياس لغة هذين وعيرات في جنع عير شاذ عند غير هذين hinaus وإن كانت صحيحة حيحة فالإسكان كإلجات وإن كانت نحو إن كانت اللام واو انتائل اتباع اتفاقا بالاستثقال وجاز الفتح والإسكان على مغس مبرد كرشوات ومنع الأندلسي الفتح وإن كانت اللامياء كلحية جاز الفتح والإسكان انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان من أحكام المجموعة بالألف والتا وإن كانت اللامياء كلحية جاز الفتح والإسكان وأن الإتباع فمنعه سيبويه لقلة باب فعل في الصحيح فكيف بالمعتل اللام وأجازه السرافي لعروض الكسر وقياسا على خطوات وإن صحت اللام نهو كسرة جاز الإتباع والفتح والإسكان والفراء ينع ضم العين مطلقا في المضمومة الفاء وكسرها في المكسورة الفاء صحة العين أو لا إلا فيما سمع نحو خطوات وغرفات عنوان جمع التكسير قوله جمع التكسير ما تغير بناء واحده كرجال وأفراس وجمع القلة أفعل وأفعال وأفعله وفعله والصحيح وما عدا ذلك جمع كثرة لا شك أن جمع السلامة بالواي والمون يتغير بناء واحده أوضا بسبب الزيادتين لأنك بنيته بهما بناء مستأنفة فالمفرد صار كلمة أخرى بذلك كما أن الثمانية مثلا إذا ضمنت إليها الاثنين تصير عشرة ويكون المجموع الثاني غير المجموع الأول وهذا هو التغير فقد تغير أوضا في جمع السلامة بناء واحد ولهذا قال في حد الجمع بتغير الماء فدخل فيه جمع السلامة وكذا الكلام في الجمع بالألف والتاء بيت تغير فيه أظهر لأن علامات التأنيف الثلاث تتغير فيه ولا يبقى على حاله إلا ما التاء فيه مقدرة فالأولى في حد جمع السلامة أن يقال هو الجمع الذي لن يغير مفربه إلا بإلحاق آخره علامة الجمع وجمع التكسير ما تغير بغير ذلك وأن التغير في نحو تمرات بفتح العين وفي نحو خطوات وصدرات بفتحها وإتباعها فيقدر حصول هذه التغيرات بعد سكون عيناتها لغرض وإن لم يثبت نحو تمرات ساكن العين بخلاف خطوات وصدرات كما كان حنف التاء في المجموع بالألف والتاء بعد لحاقهما لاجتماع التاءين فجميعها من باب جمع السلامة باعتبار الأصل قوله وجمع القلة أفعل إلى آخيه قالوا مطلق الجن على ضربين قلة وكثرة والمراض بالقليل من الثياثة إلى العشرة والحدان داخلان وبالكثير ما فوق العشرة قالوا وجمع القلة من المكسر أربعة أفعل وأفعال وأفعله وفعله وزاد الفراء فعله كقولهم هم أكلة رأس أي قليلون يكفيهم ويشبعهم رأس واحدة وليس بشيء إذ القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس لا من إطلاق فعله ونقل التبرزي أن منها أفعله كأصدقاء وزمع السلامة عندهم منها أيضا استداما بمشابهتها للتثنية في سلامة الواحد وليس بشيء إن مشابهة شيء لشيء لفظة لا تقتضي مشابهته له معنى أيضا ولو ثبت ما نطل أن النابرة قال لحسان لما أنشده قوله لنا الجفنات الغري المعنى بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى قللت جفانك وسيوفك لكان فيه دليل على أن المجموع عبد الألف والتاء جمع قلة وقال ابن خروف جمع السلامة مشتركان بين القلة والكثرة والظاهر أنهما لمطنق الجمع من غير مهر إلى القلة والكثرة فيصلحان لهما واستدلوا على اختصاص أنثلة التكسير الأربعة بالقلة بغلبة استعمالها في تنييز الثلاثة إلى العشرة واختيارها فيه على سائر الجموع إن وجدت وعلم أنه إذا لم يأتي للإسم إلا بناء جمع القلة كأرجل في الرجل أو إلا جمع الكثرة كرجال في رجل وكذا كل جمع تكسير للرباعي الأصلي حروفه وما لا يجمع إلا جمعه كأجاب ومصانع فهو مشترك بين القلة والكثرة وقد استعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر كقوله تعالى ثلاثة قرؤ مع وجود أقراء عنوان المصدر تعريفه قبله المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل يعني بالحدث معنا قائما بغيره سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لن يصدر كالطول والقصر والجاري في كلامهم يستعمل في أشياء يقال هذا المصدر جار على هذا الفعل أي أصل له ونأخذ اشتق منه فيقال في حمدت حمدا إن المصدر جار على فعله وفي نحوي وتبتل إليه تبتيلا إن تبتيلا ليس بجار على ناصبه ويقال اسم الفاعل جار على المضارع أي وازنه في الحركات والسكنات ويقال الصفة جارية على شيء أي ذلك الشيء صاحبها إما مبتدأ لها أو ذوحال أو موصوف أو موصول والأولى صيانة الحد عن الألفاظ المبهمة ولو قال اسم الحدث الذي يشتق منه الفعل لكان حدا تاما على مذهب بصرية فإن الفعل مشتق منه عندهم وعكس الكوفيون قال البصريون سمي مصدرا لكيومه موضع صدور الفعل وقال الكوفيون هو مفعل بمعنى المصدر محوق عدت مقعدا حسنا أي قعودا والمصدر بمعنى الفاعل أي صادر عن الفعل كالعدل بمعنى العادل واصدر الكوفيون على أصالة الفعل بعمله فيه كقعدت قعودا والعامل قبل المعمول وهو مغالطة لأنه قبله بمعنى أن الأصل في وقت العمل أن يتقدم لفظ العامل على لفظ المعمول والنزاع في أن وضعه غير مقدم على وضع الفعل فأين أحد التقدمين من الآخر وينتقد ما قالوا بنحو ضربت زيدا وبزيد ولم يضرب فإنه لا دول فيها على أن وضع العامل قبل وضع المعمول وقال البصيون كل فرع يأخذ من أصل ويساغ منه ينبغي أن يكون فيه ما في الأصل مع زيادة هي الغرب من الصغي والاشتقاق كالباد من الساج والخاتم من الفضة وهكذا حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التي هي الغرب من وضع الفعل لأنه كان يحصو في قولك لزيد ضرب مقصود نسبة الضرب إلى زيد لكنهم طلبوا بيان زمن الفعل على وجه أخصر فوضعوا الفعل الضال بجوهر حروفه على المصدر وبوزنه على الزمن وسيبويه يسمي المصدر فعلا وحدثا وحدثانا فإذا انتصل بشعله سمي مفعولا مطلقا كما مر في بابه وطوله الجاري على الفعل احتراز من العالمية والقادرية عنوان القياسي والسماعي من المصادر قوله وهو من الثلاثي سماع ومن غيره قياس تقول أخرج إخراجا واستخرج استخراجا ترتقي أبنية مصدر الثلاثي إلى ثمين وثلاثين في الأغلب كما يجيء في التصريف وأما في غير الثلاثي فيأتي قياسا كما تقول مثلا كل ما ناضيه على أفعل فمصدره على إفعال وكل ما ناضيه على فعل فمصدره على تفعيل وكل ما ناضيه على فعل فمصدره على فعل له ويجيز أيضا أن يرتكب قياس واحد لجميع الرباعي والمزيد فيه وهو أن يقال ننظر إلى الماضي ونزيد ألفا قبل الآخر فإن كان قبل الآخر في الماضي المتحركين كسرت أولهما فقلت كما تقول في أفعل فإن كان ثلاثا متحركات كسرت الأولين كان فعال وافتعال واستفعال وافعلال وافعلال إذ أصل ماضيها انفعلا وافتعلا واستفعلا وفعللا وفعللا وليس هذا بناء على أن المصدر مشتق من الفعل بل ذلك لديان كيفية مجيء المصدر قياسا لمن اتفق له سبق علم بالفعل والأشهر في مصدر فعل وفعللا وفعل وتفعل خلاف القياس المذكور وهو تفعيل وفعلله ومفاعله وتفاعل وعما فعال في مصدر فاعل كقتال فهو مخفف القياسي إذ أصله قيتال ولم يأتي في تفعل وتفاعل وما ألحط بتفعل من تفوعل وتفعيل ونحوهما إلا خلاف القياس كالتفاعل والتفاعل وتجير أحكام هذه المصادر في شرح مقدمة التصريف إن شاء الله تعالى عنوان عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام قوله ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره إذا لم يكن مفعورا مطلقا ولا يتقدم معموله عليه ولا يدمر فيه ولا يلزم ذكر الفاعل وتجوز إضافته إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول وإنهاله بالله قليل فإن كان مطلقا فالعمل للفعل وإن كان بدلا منه فوجهان قوله ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره اعلم أن معنى المصدر عرب لا بد له في الوجود من محل يقوم به وزمين ومكان ولبعض المصادر مما يقع عليه وهو المتعدي ولبعضها من الآلة كالضرب لكنه وضعه الوابع لذلك الحدث مطلقا من غير مول إلى ما يحتاج إليه في وجوده ولا يلزم أن يكون وضع الوابع لكل لفظ على أن يلزمه في اللفظ ما يقتبر معنى ذلك اللفظ معناه ألا ترى أنه وضع الألفاظ الدالة على الأعار كالحركة والسكون ولا يلزمها في اللفظ الألفاظ الدالة على محالها فنقول إذا قصد تبنيه زمان الحدث الذي هو أحد الأزمية الثلاثة معين مع ذكر بعض ما هو من لوازنه من محله الذي يقوم به أو زمانه الخاص غير الأزمية الثلاثة أو مكانه أو ما وقع عليه صيغة من هذا المصدر الذي هو موضوع لسابج الحدث صيغة إن بمجرد تغيير حركاته وسكناته كضرب في الدرب أو بتغييرهما مع الحدث كاستخرج في الاستخراج أو بتغييرهما مع الزيادة كيضرب وضرب في الدرب بحيث تدل على تلك الصيغة بنفسها على واحد من الأزمية الثلاثة المعينة وتقتبر وجوب ذكر ما قام به الحدث بعدها فتسمى تلك الصيغة فعلا مبنيا للفاعل ويسمى ما قام به الحدث فاعلا أو تقتبر وجوب ذكر أحد لوازمه الأخر من الزمان المعين كاليوم والليلة والصبح والظهر والنساء ونحو ذلك أو المكان أو ما وقع عليه أو الآلة أو غير ذلك وعلى الجلة كل ما كان عند المتكلم ذكره أهم من باقي لوازمه فتسمى تلك الصيغة فعلا مبنيا للمفعول وذلك اللازم المذكور بعدها مفعول لما لن يسمى فاعله فالمقصود من وضع الفعل ذكر شيئين أحد أزمينة الحدث الثلاثة معينة وبعض لوازمه الأخر الأهم عند المتكلم ولما أمكن التنبيه بالصيغة على أحد الأزمينة اكتفى بها ولم يمكن التنبيه بها على سائر اللوازم في الأغلب فجيء لما كان منها ذكره أهم بعدها وإن ناقوب في الأغلب لأنه أنكن في بعضها ذلك كأضرب ونضرب ولكنه لما كان الأغلب ما لم يكن فيه ذلك استمر هذا المدلول عليه بالصيغة أيضا بعدها طردا للباب فأمر أنا بعد أضرب ونحن بعد نضرب بدلالة العطف عليهما في أضرب أنا وزيت وإنما جعل لما قام به الحدث صيغة مختصة به أعني المبنية للفاعل ولمبني لباط اللوازم صيغة مشتركة بينها احتمال بمحل الحدث فإن الحدث إلى محله أحوج منه إلى غيره من سائر اللوازم ولهذا كان المبنية للفاعل أكثر استعمالا من المبنية للنفعول فرفع كل ما يرفعه الفعل دليل على كون ذكره أهم من بين لوازم الحدث سواء تقدم على سائر اللوازم في اللفظ نحو ضرب زيد عمر يوم الجمعة أمانك بالسوق أو تأخر عنها كلها أو توسطها ولو لم يكن الرفع دليلا على هذا لم يكن للرفع وجه إذا تأخر المرفوع عن المنصود نحو ضرب عمر زيد وسير يوم الجمعة فرسخان فظهر أن ما قيل إن تقديم المفعول على الفاعل وحده أو على الفعل يفيد كونه أهم ليس بشيء بل المرفوع أهم على كل حال ففائل تقديم المنصود على الفاعل وحده التوسع في الكلام فقط وفائل تقديمه على الفعل إن تخصيص المفعول بالفعل من بين ما يمكن تعلقه به كقوله تعالى بل الله سعبد أي من دون الأصنين أو كون تعلق الفعل به أو لا منه بسائر ما تعلق به نحو زيدا ضربت وعمرا وبترع فالمرفوع بالفعل لما كان ذكره أهم صارك جزء الفعل اتصل به أو انفصل فثبت بهذا التطويل أن وضع الفعل على أن يكون مصدره مسندا إلى شيء مذكور بعده لفظا بخلاف نفس المصدر فإنه ليس موضوعا على أنه منسوب إلى شيء في اللفظ وإننا وجد ذكر المرفوع بعد الفعل لأنه مقتباه كما مر والمهتبع مرتبته التقدم على مقتباه وكان حق الفعل أن لا يطلب غير المسند إليه ولا يعمل إلا فيه لأنه ليس موضوعا لطلبه كالمصدر لكنه عمر في غير المسند إليه من المفعولات التي لم تقم مقام الفاعل تبعا لاتبائه للفاعل وضعا وعمله فيه لأنه فتح له باب الطلب والعمل فصار الفعل أصلا في العمل في المسند إليه وغيره وغير الفعل من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فروعا عليه وإن دل كل واحد منها أيضا على المصدر الذي بسيبه كان الفعل يطلب الفاعل والمفعول ويعمل فيهنا وذلك لأن طلب الفعل المرفوع وضعي وطلبه للمنصوب تابع للوضعي كما بينا وأن طلب المصدر واسم الفاعل واسم المفعول لهما فليس لوضعي ولا تابع للوضعي بل هو عقلي وقد طرأ الوضع على العقلي وأزال حكمه لأن الواضع نمر إلى ما هي في الحدث لا إلى ما قام به فلم يطلب إذن في نظره لا فاعلا ولا مفعولا وكيسم الفاعل فإن لفظه في نظره دال على الفاعل فلا يطلب لفظا آخر دالا عليه وكيسم المفعول فإنه يضع دالا على المفعول فكان حق هذه الأشياء أن لا تعمل لا في الفاعل ولا في المفعول لكنها شابهة الفعل فعملت عمله ومشابهة اسم الفاعل والمفعول أقوى من مشابهة المصدر لفظا ومعنى كما مر في باب الإضافة فلزم عملهما في جميع المواضع عمل الفعل وشرط فيهما لنسب المفعول دون رفع الفاعل كما مر في باب الإضافة الحال والاستقبال لتحصل مع المشابهة اللفظية أعني الموازنة المشابهة المعنوية أيضا وإذن المسهد إليه كالفعل وجيز الإضمار فيهما كالفعل والأصل في إضمار المسهد إليه الفعل إذا طلبه له كما ذكرنا وضعي فجاز أن يتصل به غاية الاتصال وهو إضماره مستكرا ولما لم يكن المصدر المشابه له مشابهة اسم الفاعل والمفعول لا لفظا بالموازنة ولا معنى لأنه لا يقع موقعه بلا ضمينه كما يقع اسم الفاعل والمفعول بل يحتاج إلى تقدير أن لم يلازم عمل الفعل ولا يلزم مديوء المسهد إليه بعده ولا جيز الإضمار فيه وأن اشتراط الحال أو الاستقبال في نصب اسم الفاعل والمفعول دون نصب المصدر فلما مر في باب الإضافة فإذا كانت مشابهته للفعل ناقصة لفظا ومعنى كان حقه أن لا يعمل قلت إلا أنه لما كان بنفسه يطلب الفاعل والمفعول عقلا فبأذنى مشابهة لطالبهما وضع أعني الفعل يتحرك ذلك الوجد الكامل فجاز أن يطلبهما ويعمل فيهما وإن لم يكن ذلك الطلب لازم كما في اسمي الفاعل والمفعول ولا ذاك العمل واسم الفاعل والمفعول يطلبانهما لذبنهما المصدر فطلب المصدر عقلا أقوى من طلبهما وقد مر شطل صالح من هذا في باب الإضافة فليرجع إليه وأيضا لو أنزم المصدر ذكر المسند إليه بعده وأحد الأزمنة الثلاثة صار استقاق الفعل منه عبثا لأننا ذكرنا أن وضع الفعل لديان أحد الأزمنة مع ذكر المسند إليه وألم أن المصدر إنما يشابه الفعل إذا كان بتقدير حرف المصدر والفعل وذلك إذا لم يكن مفعولا مطلقا وذلك لأنه لا يصحه إذا تقديره بأن والفعل إذ ليس معنى ضربت ضربا أو ضربة أو ضربا شديدا ضربت أن ضربت وأما قولك ضربته ضرب الأمير اللصة فالمصدر العامل ليس مفعولا مطلقا في الحقيقة بل المفعول المطلق محذوف تقديره ضربا مثل ضرب الأمير اللصة وتقديره من المصدر بأن والفعل لا يتم إلا إذا كان لمعنى الحال لأن إذا دخلت على المبارع خلصته للاستقبال بخلاف ما إذا دخلت على الماضي فإنه يبقى إبقى معها على معنى المضي لكنهم قد دروه بأن دوننا وكي وإن كان في الحال أوضى نخو ضربك الآن زيبا شديدا بكونها أشهر وأكثر استعمالا فيهنا ولتقديرهم له بأن والفعل وهن بعضهم وظن أنه لا يعمل حالا لتعذر تقديره إذن بأن قوله ولا يتقدم معموله قيل لأنه عند العمل مؤول بحرف مصدري مع الفعل والحرف المصدري موصول ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة الحرف ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول كما مر في باب الموصولات قالوا وكذا لا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبي نحو أعجبني ضربك اليوم أمس زيدا على أن أمس ضرف لأعجبني لأن الفصل بين بعض الصلة وبعضها لا يجوز فقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما بمعنى صوم أياما وكذا لا يجوز حذف المصدر وإبقاء معموده لأنه يكون كحذف الموصول مع بعض الصلة وإبقاء البعض إلا أن يدل دليل قوي عليه فيكون كالمذكور كما مر في المفعول معه هذا ما قالوا وأنا لا أرى منعا من تقدم معموده عليه إذا كان ظرفا أو شبهه نحو قولك اللهم ارزقني من عديك البراءة وإليك القرار قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفه وقال فلما بلغ معه الصعي وفي نهج البلاغة وقلت عنكم نبوته ومثله في كلامهم كثير وتقدير الفعل في مثله تكلف وليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى مع أنه لا يلزم أحكامه بل لا يتقدم عليه المفعول الصريح لبعث عمله والظرف وأخوه يكفيهما رائحة الفعل حتى إنه يعمل فيهما ما هو في غاية البعد من العمل كحرف في قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بنجنون فقوله بنعمة ربك متعلق بمعنى النفي أي انتفى بنعمة الله وبحمده عنك الجنون ولا معنى لتعلقه بنجنون وكذا تقول لم أقل لك لما سلمت لأذينك بترك قيام فاللام متعلقة بالنفي لا بالقيام وكذا يعمل فيهما الدمير كما في قوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ونهو عنها بالحديث المرجم أي ما حديث عنها وكذا يجوز أن يكون العامل في الظرف أعني يوم إذن في قوله تعالى فذلك يوم إذن يوم عسير اسم الإشارة لأن المراد به النقر ويجوز أيضا الفصل بينه وبين معموله بأجنبي على هذا فلا يقدر الفعل لقوله تعالى أيام معدودات وكذا يجوز إعناله مدمرا مع قيام الدليل عليه قوله ولا يدمر فيه يعني كما يدمر في الصفة وقد ذكر معه وقد علم المصنف ترك الإدمار في المصدر بوجه قريب وهو أنه لو أدمر المفرد لأدمر المثنى والمجموع أيضا ولو أدمر فيه المثنى والمجموع لجمع له المصدر وسني وإلا وإلا التبس الضمائر المثنى والمجموع والمفرد بعضها ببعض ولو فني المصدر وجمع باعتبار الفاعل وهو مستحق لذلك باعتبار مدلوله ولم يخل أن يؤتى فيه بعلامتي التثنية وعلامتي الجمع وهو مستثقل أو تحذف إحداهما وهو مؤدن إلى اللبس ولا يلزم ذلك في اسم الفاعل والمفعول وغيرهما إذ ما يقع عليه اسم الفاعل هو ما يقع عليه مرفوع وكذا اسم المفعول والصفة المشدهة فتثنية أحدهما وجمعه تثنية الآخر وجمعه ولقائل أن يقول يجوز أن يتحمل ضمير المثنى والمجموع ولا يثنى ولا يجمع كسم الفعل والظرف قوله ولا يرزم ذكر الفاعل قد تقدم علته قال المصنف إنما ذلك لأن التزامه كان يؤدي إلى الإدمار فيه إذا كان لغائل متقدم ذكره قياسا على الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشدهة ولقائل أن ينع القياس لأداء القياس إلى الإدمار المنتمع على زعمه بخلاف الفعل وغيره قوله يجوز إذاسته إلى الفاعل وهو الأكثر لأنه محله الذي يقيم به فجعله معه كلف واحد بإضافته إليه أولى من رفعه ومن جعله مع نصعوله كلف واحد وأيضا طلبه للفاعل شديد من حيث العقل لأنه محله الذي يقيم به وعمله ضعيف لضعف مشابهته للفعل فلم يدق إلا الإضافة قالوا والإضافة إلى الفاعل جائزة في المصدر دون اسم الفاعل وسيجيء الكلام فيه في اسم الفاعل وليس أقوى أقسام المصدر في العمل المنون كناقيل بل الأقوى ما أضيف إلى الفاعل لكون الفاعل إذن كالجزء من المصدر كما يكون في الفعل فيكون عند ذلك أشد شبها بالفعل وإنما يضاف إلى المفعول إذا قامت القرينة على كونه مفعولا إن بمجيء تابع له منصوب حملا على المحل نحو أعجبني درب زيد الكريم أو لمجيء الفاعل بعده صريحا كقوله أن رسم دار مربع ومصيف لعينيك من نار الشؤون وكيف أو بقرينة معنوية نحو أعجبني أكل الخبز ويجيز أن يؤول بفعل مبني للمفعول فيرفع المفعول وذلك مع القرينة المعنوية نحو أعجبني أكل خبز أي أن أكل خبز فتجيز الإضافة إليه مع القرينة الدالة على كون مضاف إليه مرفوع المحل كما تجيء للمجعور بتابع مرفوع نحو أعجبني أكل الخبز النقي وإذا أضيف إلى الظرف جاز أن يعمل فيما بعده رفعا ونصبا نحو أعجبت من درب الوين زيد عمر قوله وإعماله اللام قليل لأن ما قل استعماله لتعذر دخول اللام على ما يقدر المصدر العامل به وهو الحرف المصدري وليس كذا اللام التي في اسمه الفاعل والمفعول لأنها نصولة داخلة على الفعل وأن اللام التي في الصفة المشبهة فلم تضعف بها لأن عملها لمشابهة اسم الفاعل كما يجيه لا لمشابهة الفعل قيل ولم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح بلى قد جاء معدا بحرف جر نحو قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا منظلم ويجوز أن يقال إن منظلم فاعل المصدر أي أن يجهر على البناء للفاعل والاستثناء متصل ويجوز أن يقال إن التقدير أن يجهر على البناء المفعول فيكون الاستثناء منقطع ويجوز أن يقال هو متصل والمضاف محذوف أي إلا جهر منظلم انتهى الشريط السادس عشر من القسم الثاني لشرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بطية على الشريط السابع عشر الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام وفي بويز والخليل جوز اعمال المصدر المعرف بالله لمطلقا نحو قوله ضعيف النكاية أعداءه يخار الفرار يراخ الأجل وقوله لقد علمت أور المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الدرب نسمعه فينبغي على هذا أن يجوز أعجبت من الدرب كزيدا على أن الكاف مفعول والمبرد منعه قال لاستفحال بسمية فيه قال وفي قوله أعداءه أي في أعدائه قال أن يكون منصولا بمصدر ميكر مقدر أي ضعيف نكاية نكاية أعداءه فينمر المصدر لقوة القرينة الدالة عليه أوه وإن كان مطلقا أي مفعول مطلقا فالعمل للفعل وإنما كان العمل للفعل المقدر لما ذكرناه من تعذل تقدير المفعول المطلق بأن نع الفعل سواء كان الفعل ظاهرا أو مدمرا جائز الإظهار وأن إن كان واجب الإظمار فيجوء الكلام عليه وهو قوله وإن كان بدلا منه فوجهان اعلم أن المفعول المطلق لا يكون بدلا من الفعل حقيقة إذ لو كان لم يقدر الفعل قبله كم مر في ذلك المفعول المطلق فلم ينتصد بل يكون بدلا من الفعل إذا فارس فعل كما مر وإن ما يقار له بدل من الفعل مجازا إذا لم يجز إظهار الفعل مكانه فكأنه بدل منه لما لم يجز أن يجمع بينه وبين الفعل أفضى كما لا يجمع بين البدل والمدل منه فإذا حدثت الفعل حدثا لازم فعند سيبويه الناسب هو المصدر لكونه كالقائم مقام الفعل نخو ضربك زيدا أيدرب زيدا ضربا فالمصدر عمل في المفعول لكونه كالفعل لا لتأوله بأمور فعل ودليم كالفعل انتناع استعمال الفعل معه وذلك بإضافته إلى الفاعل كما ذكرنا في المفعول المطلق وقال الثرافي بل العامل هو ذاك المقدر فعلى مذهبهما يجوز تقديم منصوب على المصدر لأنه إن عامل لا بتقدير أن وهو المانع من تقديم المعمول وإن غير عامل قال المسمف وإن لم يكن حذف الفعل حذفا لازم كما في ضربا زيدا إذ يجوز ادرب ضربا زيدا فالعمل للفعل لا للمصدر والظهر من كلام المحاف أن المفعول المطلق المحذف فعله لازم كان الحذف أو جائز فيه خلاف حل هو العامل أو الفعل هو العامل والأولى أن يقال العامل للفعل على كل حال إذ المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة بل هو تلقى من مقامه كما ذكرنا والتصدير ينع المصدر من العمل كما ينع اسم الفاعل والمفؤول لضعف معنى الفعل بسبب التصدير الذي لا يدخل الأفعال ومن ثم ينع الوصف ثلاثة من العمل ويجوز حمل توابئ ما أبيث إليه المصدر على اللف وهو الأرجح لقصد المشاكلة في ظاهر الإعراب وإنما يصار إلى المحل إذا تعذر الحمل على اللفظ الظاهر كما مر في باب الاستثناء وتحمل التوابع على محل المجيور أيضا خلال فلبي الجرمي في الصفة قال لأن الصفة هي الموصول في المعنى والعامل فيهما واحد قال المجعفر هذه العلة موجودة في التأكيد وعقف البيان أيضا بخلاف البدل فإنه جملة أخرى والعامل فيه غير العامل في الأول عنده وكذا في عطف النساء قال الأندلسي الظاهر من كلام سيبوي منع الحمل على موضع المجذور باسم الفاعل وبالصفة المشبه وبالمفطر فإن جاء ما يهم على المحل أضمروا له ناصبا أو رافعا إنا فعلا أو موى من جنس ذلك المضاف ويجوز مثل هذا الإبنار لقوة القرينة الدالة وهذا الذي ذكره في بويه هو الحق لأنه إنما يترك الظاهر إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر من حيث كونه إعرابا والظاهر حركة دماء كما في يا زيب الظريفة أو إذا تعذر الحمل على الظاهر كان مر فقوله حتى تهجر في الرياح وهاجه طلب المعقب حقه المظلوم إنما ارتفع المظلوم فيه لكيونه فائل حقه أي غلبه المظلوم بالحق ويعمل اسم المصدر عمر المصدر وهو شيئا أحدهما ما دل على معم المصدر مزيدا في أوله من كالمقتل والمستخرج والثاني اسم العين مستعمر بمعنى المصدر كقوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتماعة أي إعطائك والعطاء في الأصل اسم لما يؤطى ويستعمر المصدر بمعنى اسم الفاعل نخو ماء غور أي ظائر وبمعنى اسم مفعول كقوله دار لسعد إذه من هواك فيستغي فيه المذكر والمؤنس والمسمى والمجموع اعتبارا للأصل ويجوز تثنيته وجمعه أيضا ويجوز أن يكون محذوث المباث أي ماء ظوهور ومن ذوات هواك وفي التقبير الأول مبالغة كأن ذال حدث تجسن من الحدث لكمال اتصافه به رموان المشتقات اسم الفاعل تعريفه وصيغه المختلفة قوله اسم الفاعل مشتق من فعل لمن قام به معنى الحدوث وصيغته من الفلاسي المجرد على فاعل ومن غير ثلاثي على صيغة المدارع مني مضممة وكسر ما قبل الآخر قوله مشتق من فعل المستر وذلك على ما تقدم ان السبويه سم المستر فعلا وحدث وحدثنا والدير على انه لم يرد بالفعل نحو ضرب ويضرب وان كان مذهل السرافي ان اسم الفاعل واسم مفعول مشتقان من الفعل والفعل مشتق من المستر ان الضمير في قوله لمن قام به راجع الى الفعل والقائم هو المستر والحدث قوله لمن قام به الاولى يقول لمن قام به وذلك لما ذكرناه امي مجذول امره يذكى بلفظه ما ولعله قصر التغليب ويخرج لقوله لمن قام به اسم المفعول والآلة والمبع والزمان ويدخل فيه صفة مشبهة ولا يشمر جميع اسماء الفاعلين نحو زيد مقابل عمر وانا مقترب من فلان ومبتعل عنه ومجتمع معه فان هذه الاحداث نسبة بين الفاعل والمفعول لا تقوم باحدهما معينة دون الاخر قوله بمعنى الحديث يقلب صفة مشبهة لان وضعها على الاطلاق لا الحديث ولا الاستمرار وان قصد به الحديث ردت الى صورة اسم الفاعل فتقول في حسن حاسن الان او غدع قال تعالى في ريق لما قصد به الحديث وبائق به صدوك وهذا مقرب في كل صفة مشبهة ويخرج بهذا القلب ايضا ما هو على وزن فاعل اذا لم يكن بنعنى الحدوث نخو فرس ضامع وشازب ومقوه وعبره ان يقال ان قصد الاستمرار فيها عائد ويضعها على الحدوث كما في قولك الله عالم وكائن ابدا وزيد صائم من نهار وطائم من الليل قوله الثلاثين المجرد اي غير المزيد فيه نخو اخرج واستخرج قال المسمث وبه سمي البلفظ الفاعل الذي هو وزن اسم الفاعل الثلاثي لكثرة الثلاثي فجعلوا اصل الباب له فلم يقول اسم المفعل ولا المستفعل وفي وفي ما قال نظر لانه ليس القصد بقولهم اسم الفاعل اسم الصيغة الآتية على وزن اسم الفاعل ولا المستفعل بل المراد اسم ما فعل الشيء ولم يأتي المفعل ولا المفعل ولا المتفاعل بمعنى الذي فعل الشيء حتى يقال اسم المفعل بل لو قالوا انهم اطلقوا اسم الفاعل على من لم يفعل كالمنكسر والمتبحرج والجاهل والضامر لان الاغرب فينا بنية لهذه الصورة ان يفعل فعلا كالقائم والقاعد والمخرج والمستخرج لكان شيئا قوله ومن غير الثلاثي يشمل الثلاثي ذا الزوادة والرباعي المجرد والملحق بالرباعي والمتشاعبة الرباعي بكون الجميع بوزن مضارعه المضمين للفاعل مين مضمين في نوضع حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر وإن يكن في المضارع مكسورا كمتب يحرج ومتبارب وربما كسر مين نفعل اتباعا للعين أو تدم عينه اتباعا للمين قال في منت منت ومنت وربما الصغن عن نفعل بفاعل نحو عشب فهو عاشد وأورس فهو وارس وألفع فهو يافع ومنه قوله تعالى وأرسم الرياح لواطح على بعض التأويلات وقلص وقلص وقلصتون عن نفعل بكسر العين بنفعل بفتحها في نحو أسهب فهو مسهب وأحصن فهو محصن وألفج أي أفلس فهو مفج قالوا وقد جاء فاعل بمعنى نفعول نحو ناء دافق أي ناء مرفوق وعيشة الرابية أي مربية والأولى أن يكون على النسب كنادل وناشد إذ لا يلزم أن يكون فاعل الذي بمعنى النسب مما لا فعل له كنادل بل يجوز أولا كونه مما جاء منه فعل فيشترك النسب وصن فاعل في اللفظ وكذا قيل يكون اسم فاعل بوزن المفعول كقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي آتيا والأولى أنه من أتية الأمر أي فعلته فيمعنى أنه كان وعده مفعول كما في الآية الأخرى عنوان عمل اسم الفاعل وشرطه قوله ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو ما فإن كان بالنسب وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائي وإن كان معمول آخر فبفعل مقدر نحو زيب معطي عمر دراهما أمسي فإن دخلت اللام مثل مررت بالدار بأبوه زيبا أمسي استوى الجميع إنما اشترط فيه الحال أو الاستقبال للعمل في المفعول لا في الفاعل كما ذكرنا في ذلك الإضافة أنه لا يحتاج في الرفع إلى شرق زمان وإنما اشترط أحد الزمانين لتثنى مشابهته للفعل لفظا ومعنى لأنه إذا كان بمعنى الماضي شابهه معنى لا لفظا لأنه لا يوازنه مستمرا وقد ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج بالرفع إلى شرق زمان وقد ذكرنا بناك كثيرا من أحكام المحتاج إليه هذا هنا فليرجع إليه قوله والاعتماد على صاحبه إذن أن نسمي الفاعل والمفعول مع مشابهته ما للفعل لفظا ومعنى لا يجوز أن يعمل في الفاعل والمفعول ابتداء كالفعل لأن طلبهما لهما والعمل فيهما على خلاف وضعهما لأنهما يدعى على ما ذكرنا من الذات المتصفة بالمصدر إما قائما بها كما في اسم فاعل أو واقعا عليها كما في اسم مفعول والذات التي حالها كذا لا تقضي إلى فاعلا ولا مفعولا فاشترط للعمل إما تقويها بذكر ما وضع محتاجين إليه وهو ما يخصصهما وذلك لأنهما وضع لذات المبهمة متصفة بالحدث الذي اشتقى منه مذكور قبلهما ما يخصفهما كرجل بارب أو مضروب بخلاف الآلة والمبع والزمان كالمضرب والمضرب فإنها ودعت بالذات المبهمة المتصفة بحدثها غير المختصة بما يؤينها قبله وإن يقوعهما بعد حرف هو بالفعل أولى كحرف الاستفهام والنفي ويغني بصاحبه المبتدأ إن في الحال نحو زيد ضارب أخواه أو في الأصل نحو كان زيد ضاربا أخواه وظمنتك ضاربا أخواك وإن زيدا ذاهب غلاماه والموصوف نحو جاءني رجل ضارب زيدا وفي الحال وفي الحال وفي الحال نحو جاءني زيد راكبا جملا قال المصنف إن نشترك الاعتماد على صاحبه لأنه في أصل وضع وصف فإذا فإذا أظهرت صاحبه قبله تقوى وستظهر به لبقائه على أصل وضعه فيقبر حين إذن على العمل وقال ابن مالك وهو حال كونه الخبر للمتدأ أو حال أيضا مأكلب على الموصوف لكنه مقدر وفيه تكلف ولا فيه ما في الحال فإن نجيء الحال جامدا موصوف بالمشتق كقوله تعالى إن أنزلناه قرآن عربي قليل وهو الذي يسمى بالحال الموطئة قوله أو الهمزه أو ما هذا هو الثاني والأولى كما قال جزولي حرف الاستفهام أو حرف النفي ليشمل نحو هل ضارب الزيدان ولا ضارب أخواك ولا مضروب أبواك ولا ضارب زيدا وإن قائم أبواك وقد يقول النفي غير ظاهر بل هو مؤول به نحو إن ما قائم الزيدان أي ما قائم إلا الزيدان ويقدر الاستفهام أيضا نحو قائم الزيدان أم قاعدان والأخفش أجيز عمره من غير اعتماد على شيء من الأشياء المذكورة نحو قائم الزيدان كما مر في باب الابتداء قوله وإن كان للماضي وجبت الإضافة معنا يعني يجب أن يضاف إلى ما يجيء بعده مما يكون في المعنى نفعولا نحو ضارب زيد أمسي وتكون إضافته معنوية هذا إن جاء بعده ذلك وإلا جاز أن لا يضاف نحو هذا ضارب أمسي ويرفع مع قوله الماضي كما تكرر ذكره ولا ينصب إلا الظرف أو الزار والمذرور نحو زيد ضارب أمسي للسوت لأنه يكفيه ما رائحة الفعل فيعمل فيه اتفاق وأجد الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي مطلقا كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال سواء وتنسك لدواز نحو زيد معطي عمر أمسي درهمة وظام زيد أمسي كريمة قال تعالى وجاعل الليل سكنا قال الثرافي إن الأبود هاهنا أن يقال إنما نصب اسم الفاعل والمفعول الثاني ضرورة حيث لم يمكن الإضافة إليه لأنه أدوث إلى المفعول الأول فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل قال ولا يجوج الإعمال من دون نسل هذه الضرورة ولهذا لم يوجد عاملا في المفعول الأول في موضع من المواضع مع كثرة دوره في الكلام وقال أبو علي وجماعة معه بل هو منصوب بفعل مذبور عليه باسم الفاعل كأنه لما قال نوعطي زيد قيل لما أعطى قال درهما أي أعطاه درهما كقوله في الفاعل لينك يزود ضارع لخصومة سيتخلص بهذا التأويل من الاضطرار إلى إعمال إسم الفاعل بمعنى الماضي قال الأندلسي ربا على الفارسي لا يستقيم ذلك في مثل هذا ضارع زيد أمس قائمة لذين حذف أحد مفعول الضان والفارسي أن يرتكب جواز ذلك مع القديمة وإن كان قليلا كما يجيء في أفعال قلوب ويضعف مذهب السرافي قولهم هذا ضارب زيد أمس وعمرا إذبت ضرارها هنا إلى نسب عمرا لأن حمل التابع على إعراب المتبوع الذهر أولى ورسل ذلك الكسائي في قوله تعالى وكيبذ باسط من زراعيه لأنه حكاية الحال الماضية قال الأندلسي معنى حكاية الحال أن تقدر السكة كأنك موجود في ذلك الزمان أو تقدر ذلك الزمان كأنك موجود من الآن ولن يؤمن به أن اللفظ الذي في ذلك الزمان نحكي من الآن على ما تلثر به كما في قوله دعنا من تمرتان بل مقصود بحكاية الحال حكاية النعام الكائن حين إذن للألفاظ قال جر الله ومن ما قال معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي واطع في حال التكلم كما في قوله تعالى فلن تقتلون عن بياء الله من قبل وإنما يفعل هذا في الفعل الماضي المستضر كأنك تحضره للمخاطب وتصوره له ليتعدب منه تقول رأيت الأسد فآخذ السيفة فأقتله فإذا تقرر أنه لا يعمل بمعنى الماضي ثبت أن يكون إضافته معنوية يتعرف إذا أضيف إلى المعرفة نخو مررت بزيد ضارب كأمس وأمس مفاعل بمعنى الاستمرار فقد تقدم شرحه في باب الإضافة قوله فإن دخل اللهم استوى الجميع أي عني بنعم الماضي والحال والاستقبال وقال أبو علي في كتاب الشعر وابو الماني إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان معضيا نخو الضارب زيدا أمس عمر ولم يوجد في كلامهم عاملا إلا ومعناه الماني ولعل ذلك لأن المذرب من اللام لم يكن يعمل بمعنى الماضي فتوصل إلى إعماله بمعناه باللام وإن لم يكن مع اللام اسم اسماعيل حقلقة بل هو فعل في صورة بسم كما قد تكرر ذكره ونقل ابن الدحان ذلك أيضا عن سيبويه ولن يصر يحسب سيبويه بذلك بل قال أبوار بزيدا بمعنى ضرب ويحتمل تفسيره بذلك أي أنه إذا عمل المعنى الماضي فالأولى جواز عمله لمعنى الحال والاستقبال إذ كان مع التجريد يعمل بمعناهما وزيز المدرد وغيره عمله بمعنى الماضي والحال والاستقبال واصبل بقوله فبدت والهم تغشان طوارقه من خوف رحلة بين الظائمين غدا ويحتمل ويحتمل انتصاب غدا برحلة قريبين وبالضائمين ولسلال بالمحتمل ضعيف مع أن كلامنا فيما ينفر مفعولا به والظرف يكفيه رائحة الفعل وإنما عمل ذلان مطلقا لكونه في الحقيقة فعلا وقال الأخفش إنما نصب ذلان بمعنى الماضي تشبيه للمنصور المفعول لا لأنه مفعول به كما في زود الحسن الوجه وضعف ما قال ظاهر ونطلع عن المازني أن انتصاب المنصور بعده بفعل مقدر وإنما ارتكم ذلك لأن اللام عنده ليس بموصول كمرة الموصولات فليس ذلان في الحقيقة عنده فعلا وأعلم أنه يجوز لإسم فاعل والمصدر المتعدين إلى المفعول به بأنفسهما أي عن ذا باللام نحو أنا ضارب لزيد وأعجبني ضربك لزيد وذلك يضعفهما لفائيتهما للفعل كما يبيه أن يعمد الفعل باللام إذا تقدم عليه المنصوب كقوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون وقولك لزيد ضابت واختصوص واختصوص الله لذلك من بين حروف الجر لإفادته تخصيص المناسب لتعلق الفعل بالمفعول وعندما كان من نحو علم وعرف ودري وجهل بالباء لا غير نحو أمعال به لجواز زيادتها مع أفعالها أيضا كما يجيه عنوان صيغ مبالغة اسم الفاعل أوزانها وعملها قوله ونعوب عنه للمبالغة كضراب وضروب ومضراب وعليم وحذر مثله والمثنى والمجموع مثله أبنية المبالغة العاملة اتفاقا من البصريين ثلاثة وهذه الثلاثة مما حول إليها أسماء الفاعلين التي من الثلاثي عند قصر المبالغة قال سياد رزان رشخوا مقدما على الحرب خواضا إليه الكتائب وفي كلامهم إنه لمن حار بوائكها أي ثمانها وقال ضريبا بنصر السوف سوق ثمانها إذا عد مزادا فإنك عاقب وردنا وردنا بني فعال ونفعال وفعول من أفعل نحو حساس ودراك من أحسى وأدرك وقال شم النهاوين أبوان بذيوري مخاميس العشيات لا خور ولا قزني جمع مهوان من أهانا قال في بويه فاعل إذا خود إلى فعيل أو فعل عمل أيضا وأنشد حتى شآها كليل موهر عمل بات اضطراب وبات الليل من يمني فكليل إذا لغة كال يعني البرق وشآها أي ساقها والدمير للأطن ومنع ذلك غير في بويه وقالوا إن موهنا ظرف لشآها لأن كليل لازم ولو كان لكليل أيضا فلا السدار فيه لأنه ظرف يكفيه رائحة الفعل واعتبر له بأن كليل بمعنى مكمل فنوذن مفعوله على المجاز كما يقال أتعبت يومك ففعيل إذن مبالغة مفعيل قلت لا السدار بالمختمل ولا سينا إذا كان بعيدا واسدل سداره على عمل فعل بقوله حضر أمورا ما تخاف وآمن ما ليس منجيه من الأقدار ومنعه غيره وقال إن البيت مسنوع يروى عن اللاحطي أن في بويه سألني عن شاهد في تعدي فعل فعملت له هذا البيت أما إذا لم يكن فعيل وفعل مما حول إليه إثم الفاعل كمريف وكريم وطب وفط فلا خلاف أنهما لون صد إذ كلامنا في أبنية مبالغة لا في السفات المشدهة وقد ذاء فعيل مبالغة كقوله تعالى أعذاب أليم على رأي وقوله أمن ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحاب خجوع وأن الفاعل بمعنى المفاعل كالجريس والحليس فليس بالمبالغة فلا يعمل اتفاقا وعند الكوفيين لا يعمل شيء من أبنية المبالغة لفوات الصيرة التي بها شاب نصم الفاعل الفعل وإن جاء بعدها منصوب فهو عندهم بفعل المقدر وقال البسريس إنما تعمل مع فوات الشبه اللفظي لجبر المبالغة في المعنى ذلك النقصان وعند فإنها فروع باسم الفاعل المشابه الفعل فلا تقصر عن السفة المشبهة في مشابهة اسم الفاعل ومن ثم لم يشترب فيها معنى الحال والاستقبال كما لم يشترب ذلك في السفة المشبهة وقال ابن بابشاذ لا تعمل بمعنى الماضي كاسم الفاعل والأبيات المنشدة ظاهرة في كونه للإطلاق المفيد للاستمار ويعمل مثل المبالغة ومجموعها فحيحا كان أو مكسرا قال ثم زادوا أنهم في قومهم ظفر ذنبهم غير فخر وتقديم منفوض ابنية مبالغة عليها جائز كما في اسم الفاعل ومنعه الفراء لضعفها وهذا دليل على أن العمل لها عنده قوله المثنى والمجموع مثله أن يعملان عن اسم الفاعل أن المثنى وجمع السلامة فواهرة لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد قال ممن حمل به وهم عواطب حبك النطاط فشب غير مهبري وموان حذف النوم من اسم فائل المجموع قوله ويجوذ حذف النوم مع العمل والتعريف تخفيفا يعني بالتعريف دخول اللام وبالعمل النف كقوله الحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم ورائهم يطف وذلك لأن اللهم موصول وقد طارت الثلة بنسب المفعول فجاء التخفيف بحدف كما حدثت في الموصول في قوله ألم كريب إن عن مي لذا قتل الملوك وفكك الأغلال وقال وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي وأم الحدثمون مع الجر كبار بوزيد فللإضافة انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان عمل اسم الفاعل وشرطه ويشترط في عمل اسمه الفاعل والمفعول أن لا يكون مصغرين ولا موصوفين لأن التصغير والوصف يخرجانه عن تأويله بالفعل ولم تخرجهما التثنية والجمع وجوز بعضهم عمل المصغر والوصف قياسا على المثنى والمجموع وليس بشيء لما ذكرنا وأما قولهم أنا مرتحل فسوير فارسخا فإنما جاز لكون المعمور ظرفا ويكفيه رائحة الفعل واعلم أنه قد جاء في الشذول فاصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله عنه بظرف قال وكرار خلف المحجرين جواده إذا لم يحاني دون أنثى حليلها أي كرار جواده وقد شل أيضا الفصل بالمفعول نحو معطي درهم عمر كما جاء في المصدر في نحو قوله تعالى قتل أولادهم شركائهم فإن عطفت على المجرور باسم الفاعل فإن كان بمعنى الماضي نحو هذا ضارب زيد أمس وعمر فالمختار جر معطوف حملا على اللفظ والنصب جائز لكن بإضمار فعل يفسره لفظ اسم الفاعل وإن لم يعمل ولذلك ضعف ولا يكون ذلك المقدر إلا ماضيا ليوافق المفسر إلا أن يكون هناك ما يدم على خلافه نحو هذا ضارب زيد أمس وعمرا غدا وإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز النصب والجر والحمل على اللفظ أولى ويبقى هنا الخلاف في أن نصب حملا على المحل أو بعامل مقدر فإن كان بعامل مقدر كما هو مذهب سيبويه فتقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل ليوافق المقدر الظاهر أنشد سيبويه هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي عنوان اسم المفعول تعريفه وعمله وصيغه قوله اسم المفعول مشتق من فعل لمن وقع عليه وصيغته من الثياثي على مفعول كمضروب ومن غيره على صيغة المضارع دمين مضمومة وفتح ما قبل الآخر كمخرج ومستخرج وأمره في العمل والاشتراط كأمر الفاعل مثل زيد معطي غلامه درحما قوله وقع عليه يعني جرى عليه أو جرى مجرى المرفوع عليه ليدخل فيه نحو أو جدت بربا فهو موجد وعلمت عدم خروجك فهو معلوم وثم اسم المفعول مع أن اسم المفعول في الحقيقة هو المصدر إذ المراد المفعول به الضرب أي أو قعته عليه لكنه هذف حرف الجر فصار الضمير مرفوعا فالستر لأن الجر والمجرور كان مفعول ما لم يسن فاعله وكان قياسه أن يكون على زنة مضارعه كما في اسم الفاعل فيقال ضرب يضرب فهو مضرب لكنهم لما أداهم حذف الهمزة في باب أفعل إلى مفعل قصدوا تغيير أحدهما للفرق فغير الثلاثي لما ثبت التغيير في أخيه وهو اسم الفاعل لأنه وإن كان في مطلق الحركات والسكنات كمضارعه لكن ليس الزيادة في موضع الزيادة في الفاعل ولا الحركات في أكثيها كحركاته نحو ينصر فهو ناصر ويحمد فهو حامد وأم اسم الفاعل من أفعل فهو كمضارعه في موضع الزيادة وفي عين الحركات فغيروه بجواية الواو ففتحوا المين لأن لا يتوالى ضمتاني بعدهما واو وهو مستثقل قليل كمغرود وممول وأصفور فبقي اسم المفعول من الثلاثي بعد التغيير كالجاري على الفعل لأن ضمة المين مقدرة والواو في حكم الحرف الناشئ من الاتباع كقوله وأنني حيثما يدني الهوى بصري من حيث ما سلك أدنو فأنظور وفغته من جميع الثلاثي على وزن مفعول ومن غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل منه إلا في فتح ما قبل الآخر لأنه كذلك في مضارعه الذي يعمل عمله أعني المضارع المبني للمفعول وقد شذ أضعفت الشيء فهو مضعوف أي جعلته مضاعفة قوله وأمره في العمل والاشتراق كاسم الفاعل يعني أن حاله في عمله عمل فعله أي المضارع المبني للمفعول كحال اسم الفاعل في عمله عمل فعله الذي هو المضارع المبني للمفعول الفاعل وحاله في اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على صاحبه أو حرفه الاستفهام والنفي كحال اسم الفاعل فلا وجه لإعادته فلا يحتاج في عمل الرفع إلى شرق زمان كما تبين في باب الإضافة وليس في كلام المتقدمين ما يدل على اشتراط الحال أو استقبال في اسم المفعول لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده صرحوا باشتراط ذلك فيه كما في اسم الفاعل ويمن اسم المفعول من الفعل المتعدي مطلقا فإن كان متعديا إلى واحد فاسم المفعول يطلق على ذلك الواحد نحو ضربت زيدا فهو مضروب وإذا تعدى إلى اثنين ليس لمبتدأ وخبر فهو يطلق على كل واحد منهما نحو أعطيت زيدا درهما فكل واحد من زيد والدرهم معطى وكذلك نحو أقرأت زيدا الكتاب وإن كان في الأصل مبتدأ وخبرا فاسم المفعول في الحقيقة واطع على مضمون الجملة أعني مصفر الخبر مضافا إلى المبتدأ فالمعلم في قولك علمت زيدا قائمة قيام زيد وكذا في قولك جعلت زيدا غنيا المجعول غنى زيد ويصح أن يقال للمفعول الأول هنا مفعول لكن لا مطلقا بل بقيد الخبر فيقال في علمت زيدا قائمة زيد معلوم على صفة القيام وفي جعلت زيدا غنيا زيد مجعول على صفة الغنى وإن كان متعديا إلى ثلاثة وقع اسم المفعول على كل واحد من الأول ومن مضمون الثاني والثالث أعني مصدر الثالث مضافا إلى الثاني ففي قولك أعلمتك زيدا منطلقا المخاطب معلم وانطلاق زيد أيضا معلم فثبت بهذا التقرير أن المفعول به إما أن يكون واحدا أو اثنين أولهما غير ثانيهما فضربت زيدا متعد إلى واحد وكذا أعلمت زيدا قائما في الحقيقة وأعطيت زيدا ذرهما متعد إلى مفعولين أولهما غير الثاني وكذا أعلمتك زيدا منطلقا في الحقيقة لكنهم لما كان ما هو المفعول حقيقة مضمون جملة ابتدائية نصبوهما معا وسموا الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانيا وفي نهو أعلمتك زيدا فاضلا سموهما ثانيا وثالثا وإنما نصبوهما معا لأن ما هو المفعول في الحقيقة مضمونهما معا لا مضمون أحدهما وإن وإن كان الفعل لازما فإن لم يتعد بحرف الجر لن يجز بناء اسم المفعول منه كما لم يجز بناء الفعل المبني للمفعول منه إذ المسند لا بد له من المسند إليه فلا يقال المذهوب كما لا يقال ذهبا وإن تعد إلى المجرور جاز بناء اسم المفعول مسندا إلى ذلك الجاغ والمجرور نخو سرت إلى البلد فهو مسير إليه وعدلت عن الطريق فهو معدول عنه وكذا في متعد حلف منه ما هو المفعول به وعدي بحرف الجر نحو رميت عن القوس فهو مرمي عنها والمرمي هو السهم ومنه قولهم اسم المفعول أي اسم المفعول به والمفعول هو المصدر كما ذكرنا وإن أسند اللازم إلى الظرف فلا يطلق عليه إلا مع الحرف نحو سرت اليوم فرسخة فاليوم مسير فيه وكذا الفرسخ وإن أسند إلى المصدر فلا يطلق اسم المفعول عليه فلا تقول في ضرب ضرب شديد إن الضرب الشديد مضروب ثم إن اسم المفعول إن أدوث إلى ما هو مفعوله سواء كان مفعول ما لم يسم فاعله كمؤدب الخدام أو لا نحو زيد معطى درهم أي معطى درهم غلامه فإضافته غير حقيقية لأنه مضاف إلى معموله وإن لم يضف إلى معموله فإضافته حقيقية سواء كان المضاف إليه فاعلا من حيث المعنى نحو زيد مضروب عمر أو لا كقولنا الحسين رضي الله عنه قتيل الطف أخذ الله قاتله عموان الصفة المشبهة تعريفها قوله الصفة المشبهة مشتق من فعل اللازم لمن قام به على معنى الثبوت قوله من فعل أي مصدر قوله لازم يخرج اسم الفاعل والمفعول المتعديين قوله لمن قام به يخرج اسم المفعول اللازم المعدى بحرف الجر كمعدول عنه واسم الزمان والمكان والآلة قوله على معنى الثبوت أي لاستمرار واللزوم يخرج اسم الفاعل اللازم كقائم وقاعد فإنه مشتق من لازم لمن قام به لكن على معنى الحدوث ويخرج عنه نحو ضامر وشازب وطالق وإن كان بمعنى الثبوت لأنه في الأصل للحدوث وذلك لأن صيغة الفاعل موضوعة للحدوث والحدوث فيها أغلب ولهذا اطرد تحويل الصفة المشبه إلى فاعل كحاسم وبائق عند قصد النص على الحدوث والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست أيضا موضوعة بالاستمرار في جميع الأزمنة لأن الحدوث والاستمرار قيبان في الصفة ولا دليل فيها عليهما فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو خسن سواء كان في بعض الأزمنة أو في جميع الأزمنة ولا دليل في اللفظ على أحد القيبين فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن لكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة لأنك حكمت بثبوته فلابد من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قليلة على تخصيصه لبعضها كما تقول كان هذا حسناً فقبح أو سيصير حسناً أو هو الآن حسن فقط فظهوره في الاستمرار ليس وضعياً على ما ذكرنا بل بدليل العقل وظهوره في استمرار عقلاً هو الذي غره حتى قال مشتق لمن قام به على معنى الثبوت عنوان صيغ الصفة المشبهة وعملها قوله وصيغتها مخالفة لصيغة الفاعل على حسب السماع كحسن وصعب وشديد وتعمل عمل فعلها صيغ الصفة المشبهة ليست بقياسية كاسم الفاعل واسم المفعول ويجيء في مقدمة التصريف إن شاء الله تعالى وقد جاءت في الألوان والعيوب الظاهرة قياسية كأسود وأديب وأدعج وأعور على وزن أفعل وإنما عملت الصفة المشبهة وإن لم توازن صيغها الفعل ولا كانت للحال والاستقبال واسم الفاعل يعمل لمشابهته الفعل لفظاً ومعنى كما مر لأنها شابهت اسم الفاعل لأن الصفة ما قام به الحدث المشتق هو منه فهو بمعنى ذو مضافاً إلى مصدره فحسن بمعنى ذو حسن كما أن اسم الفاعل ومنه ما حول عنها أعني حاسناً كذلك محلاً للحدث المشتق هو منه فضارب بمعنى ذو ضرب لا فرق بينهما إلا من حيث الحدوث في أحدهما وضعا والإطلاق في الآخر كما ذكرنا وقيل عملت لمشابهتها اسم الفاعل بكونها تثنى وتجمع وتؤنث كما أن اسم الفاعل صفة تثنى وتجمع وتؤنث ومن ثم لم يعمل أفعل التفضيل لأن أصل استعماله أن يكون معه من وما دان معه من لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولم يقصدوا أن تثنيتها وجمعها وتأنيفها كتثنية اسم الفاعل وجمعه وتأنيفه سواء لأنه لا يضطرد ذلك في الألوان والعيوب لأن كما تقول أبيضون وأبيضة كما تقول ضاربون وضاربة مع عمل أفعل فعلاء عمل سائر الصفات المشبهة فإن قيل المشابهة التي ذكرتها أنت حاصلة في أفعل التفضيل لأنه يشابه اسم الفاعل المبني من باب المغالبة نحو طاولته فطلته فأنا طائل أي ذو طول أي ذو غلبة عليه بالطول فأطول منك بمعنى طائل المبني من باب المغالبة إلا في معنى الحدوث كما ذكرت في سائر الصفات المشبهة قلت أول ما يقال إن باب المغالبة ليس بقياس مضطرد من جميع الثلاثي الذي يبنى منه أفعل التفضيل ثم إن الذي ورد منه ليس بمعنى أفعل التفضيل إذ لو كان لوجب جواز تعد الأفعل إلى المفعول بنفسه أو باللام كاسم الفاعل من باب المغالبة لأن جميعه متعد فكان ينبغي أن يجوز أنا أطول القوم أو أنا أطول للقوم كما تقول أنا طائر للقوم وأنا طائر للقوم نحو أنا ضارب زيدا وأنا ضارب لزيد ولا يتعدى أفعل التفضيل إلى مفعوله المغلوب إلا بمن الابتدائية بخلاف اسم الفاعل من باب المغالبة فعلمنا أنه ليس بمعناه وإن لزم منه معنى الغلبة على مفعوله كما في باب المغالبة فليس معنى أطول من القوم ذو طول أو ذو غلبة بالطول بل معناه آخذ في الزيادة في الطول من مبدأ القوم بعد مشاركته إياهم فيه ومخالف التعديه لتعد اسم الفاعل من المغالبة دليل مباينة معناه لمعناه وقال المصنف لم يعمل لأن المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إنما كانت تعمل لما أمكن تقديرها بفعل منها يفيد فائدتها فتعمل عمل ذلك الفعل وليس لأفعل التفضيل فعل يفيد فائدته ويقوم مقامه فإن قيل فعل المغالبة يفيد فائدته فالجواب ما مر وقومه ويعمل عمل فعلها يعني من غور شرق زمان من الأزمية الثلاثة لأنها موضوعة على معنى الإطلاق وأما الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة فلا بد منه لما قلنا في اسم الفاعل بل هو أولى لضعفها هنوان صور استعمال الصفة المشبهة قوله وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام ومجرده ومعمولها مضاف أو باللام أو مجردا عنها فهذه ستة والمعمول في كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية والنسب على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة والجر على الإضافة وتفصيلها حسن وجهه ثلاثة وكذلك حسن الوجه وحسن وجه والحسن وجهه الحسن الوجه الحسن وجه اثنان منها ممتنعان الحسن وجهه والحسن وجه واختره في حسن وجهه والبواق ما كان فيه ضمير واحد أحسن وما فيه ضميران حسن وما لا ضمير فيه قبيح ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهي كالفعل وإلا ففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع وأسماء الفاعلين والمفعولين غير المتعدين مثل الصفة في ذلك اعلم أن الصفة المشبهة إما أن تكون باللام أو مجرية عنها وهذه قسمة حاصرة وإنما لم يقسمها بحسب إعرابها في نفسها لأن ذلك من أحكام إعراب الصفات وقد تقدم ذلك في باب النعت والكلامها هنا في عملها لا في إيرادها في نفسها ثم معمولها المذكور بعدها إما أن يكون مضافا أو مع اللام أو مجردا عنهما وهذه أيضا قسمة حاصرة صارت ستة أقسام الصفة باللام مع الثلاثة من أقسام المعمول والصفة مجردة مع تلك الثلاثة ثم المعمول في كل واحد من هذه الأقسام الستة إما مرفوع أو منصوب أو مجرور صارت ثمانية عشر لأن الستة صارت مضروبة في الثلاثة وتفصيلها بالتمثيل حسن وجهه ووجهه ووجهه برفع المعمول ونصبه وخفضه حسن وجه كذلك حسن وجه كذلك فهذه تسعة مع تدر بالصفة عن اللام وكذلك الحسن وجهه والحسن الوجه والحسن وجه اثنتان من هذه المسائل الثماني عشرة ممتنعتان باتفاق إحداهما الصفة باللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه وكذا إذا كان المعمول مضافا إلى المضاف إلى الضمير نحو الحسن وجه غلامه والحسن وجه غلام أخيه وذلك لأنها لم تفض الإضافة فيها خفة والمطلوب من الإضافة اللفظية وإننا قلنا بعدم حصور الخفة لأن الخفة تحصل في إضافة الصفة المشبهة إما بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أو مما أضيف إليه الفاعل والستاره في الصفة كالحسن الوجه والحسن وجه الغلام والحسن وجه أبو الغلام وإما بحذف التنوين من الصفة كحسن وجهه وإما بهما معا كحسن الوجه ولم يحصل بإضافة الحسن إلى وجهه أحدهما إذ التنوين لم يكن في الصفة بسرد اللام حتى يحدث والدمير في وجهه باقل لم يحدث وأما في المثنى والمجموع نخو الحسن وجهيهما والحسن وجوههم فالتخفيف حاصل في الصفة فيجوز عند السبويه لكن على قبح كما في حسن وجهه على ما يجيء من الخلاف والثانية من الممتنعتين أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام والضمير نحو الحسن وجه أو وجه ولام وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من وجهه لأن هذه الإضافة وإن كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيف لكنها فرع الإضافة المحضة فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف إليه معا ها هنا بخلاف المحضة فلا أقل من أن لا تكون على ضد ما هي عليه وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه ومسألة منها مختلف فيها وهي الصفة مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف نخو حسن وجهه فسيبويه وجميع البصريين يجوزونها على قبح في ضرورة الشعر فقط والكوفيون يجوزونها بلا قبح في الساعة وليس استقباحها لأجل اجتماع الضميرين فإن ذلك زيادة على القدر المحتاج إليه وليست بقبيحة كما في رجل ضارب إياه بل لكونهم شرعوا في الإضافة لقصد التخفيث فتقتضي الحكمة أن يبلغ أقصى ما يمكنين ويبخ أن يقتصر على أهون التخفيفين أعني حذف التنوين ولا يتعرض لأعظمهما مع الإمكان وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة والذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شيء من التخفيث على الجملة وهو حذف التنوين ومنعها ابن باب شاذ مستدلا بنسج العنكبوت وهو أنه إضافة الشيء إلى نفسه فإن أراد فإن أراد به أنه أضيف حسن إلى وجه وهو هو في المعنى فذلك إنما منعه من منع في الإضافة المحضة وكان ينبغي على ما قال أن لا تضاف الصفة إلى ما هو فاعلها في المعنى أصلا وهو معلوم استحاله مع أن نذكر بعد هذا أنهم لما قصدوا إضافة الصفة إلى مرفوعها جعلوه في صورة المفعول الذي هو أجنبي من ناصبه ثم أضيفت إليه حتى لا يستنكر في الظاهر وإن أراد أنه أضيف حسن إلى وجه المضاف إلى ضمير راجع إلى صاحب حسن فكأنك أضفت حسنا إلى ضمير نفسه وذلك لا يجوز فليس بشيء لأن ذلك لو امتنع لم تنع في المحضة أيضا وقد قيل فيها واحد أمه وعبد بطنه وصدر بلده وطيب مصره ونحو ذلك وأنشب السبويه للسدلال على مجيئها في الشعر قول الشماخ أقامت على ربعهما جارتا صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما وقال المبرد بل الضمير في مصطلاهما للأعالي إذ هو جمع في معنى المثنى إذ هو الجارتين وليس من الجارتين إلا أعليان وإنما جمع بما حولهما كقوله متى ما تلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطار فالألف في تستطار راجع إلى روانف لأنه بمعنى رانفتين فكأنه قال جونتا مصطل الأعالي فليس فيه إلا ضمير واحد وهو المستكن في جونتا فهو كقولك زيد حسن الغلام قبيح فعله أي فعل الغلام ويعني بمصطل الأعالي ما تحت الأعالي وهو الموضع الذي أصابه الدخان أكثر فأصل الحجر أبيض وأعلاه كميت وما بينهما جون أي أسود وما ذهب إليه المبرد تكلف والظاهر مع سيبويه ومن المسائل المذكورة مسألتان أخريان قبيحتان عند النحاء استحسنهما المصنف وهما اللتان اجتمع في كل منهما ضميران وهما الحسن وجهه وحسن وجهه بنسب المعمول فيهما ووجه استقباحهما أن النسب في معمول الصفة المشبهة إذا كان معرفة إنما جاز مع كونه في المعنى فاعلا ليبرز في صورة المفعول فلا تستقبح الإضافة إليه إذا قصد التخفيف وذلك لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها قبيحة في الظاهر لأن الصفة الرافعة للظاهر هي المرفوع بها في المعنى كما في قولك زيد ضارب غلامه عمرا فالضارب هو غلامه فكان كإضافة الشيء إلى نفسه التي هي مستقبحة في المحضة وهي أصل لغير المحضة فجعل المرفوع في صورة المفعول لأن الصفة الناصبة غير المنصوب بها في المعنى ألا ترى أن الضارب غير عمر في المثال المذكور فإذا أضيفت إليه بعد نصبه كانت كإضافة الشيء إلى الأجنبي فنصب معمول الصفة إذن لأجل توطئة الجر فلما كان الحسن وجهه بالجر ممتنعا كان القياس امتناع نصبه أيضا وكما لم يجز حسن وجهه بالجر إلا في الشعر كان القياس امتناع حسن وجهه بالنصب أيضا إلا في الشعر إلا هو تمهيد للجر وليس مقصودا بذاته لكنهم جوزوهما على قبح في الساعة ليظهر النصب فيما كان فاعلا سواء جزت الإضافة أو لا غالت الظهور فيتبين في المجرور أنه كان قبله منصوبا قال أنعتها إني من نعاتها كون الذرى وادقة سرعتها ثم أعلم أن أصل هذه المسائل كلها مسألتان الحسن وجهه وحسن وجهه برفع المعمول فيهما فهما حسنتان كثيرة الاستعمال وإنما كانتا أصلين لأن الوجه فاعل في المعنى فالأصل ارتفاعه بالصفة وإذا ارتفع بها فلابد من الضمير في متعلق الصفة إذ ليس في الصفة ثم بكل واحدة منهما فرعان حسناني في القياس كثيرا استعمال الحسن وجها وحسن وجها على التمييز والحسن الوجه وحسن الوجه بالجر على الإضافة أما حسن انتصاب المعمولين في القياس فلأنك قصدت المبالغة في وصف الوجه بالحسن فنصدت وجها على التمييز ليحصل له الحسن إجمالا وتفصيلا ويكون أيضا أوقع في النفس للإبهام أورا ثم التفسير ثانيا كما مر في باب التمييز في نحو تصدب زيد عرقا فحصل التخفيف اللقوي بحذف الضمير واستتاره في الصفة والمبالغة المعنوية انتهى الشريط السابع عشر من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الاستراباذي وله بقية على الشريط الثامن عشر الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثامن عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل التراءة تحت عنوان صور استعمال الصفة المشبهة وأن حسن جرار الوجه مع اللام فيه فلأن في حسن الوجه تخفيفين أحدهما في الصفة والآخر في معمودها وفي الحسن الوجه تخفيفا واحدا في المعمول وفيهما معا تعريف الوجه باللام هي أخف من الضمير مراعاة لأصله في التعريف وهذه فائدة لفظية وأن من حيث المعنى ففيهما الإبهام ثم التفسير وإن لم يكن الوجه منصوبا على التمييز كما في الأولين والدليل على انتقال الضمير فيهما إلى الصفة قولك هند حسنة الوجه والزيدان حسن الوجهين والزيدون حسن الوجوه ولا تأتي هذه العلامات في الصفة إلا وفيها ضمائر مستكرة إلا في الندرة نحو قام رجل قاعدون غلمانه وإنما جاز إسناد الصفة إلى ضمير المسبب بعد إسنادها إلى السبب لكونها في النفظ جارية على المسبب خبرا أو نعتا أو حالا وفي المعنى دالة على صفة له في نفسه سواء كانت هي الصفة المذكورة كما في زيد حسن الوجه فإنه حسن بخسن وجهه أو لا نحو زيد غليظ الشفتين أي قبيح فإن لم تجر في اللفظ على المسبب نحو زيد وجهه حسن أو جرت لكنها لم تدل على صفة له في ذاته لم يجز استكنان الضمير فيها فيطبخ زيد أسود فرس غلامي الأخ وزيد أبيض الثور وزيد أصغر غلاما لأنه لا معنى للجميع إلا أنه صاحب ساب متصف بالوصف المذكور فيطبخ أن يجعل صفة سببه كصفة نفسه فيضمر فيها ضمير نفسه إذ لم تدل صفة سابه على صفة نفسه فإن طيلا أليس تدل الصفة في نحو زيد أبيض ثوره على صفة له في ذاته وهي كونه صاحب ثور كذا قلت معنى كونه صاحبه مفهوم من كون الثور سابا بزيد لا من صفة السبب وإنما حسن جبان الكلب لأنه كناية عن كرمه أي هو كريم قال الحزن بابا والعقور كلبا فعليك العبرة بما ذكرت ومسألة لا قبيحة ولا في غاية الحسن وهي حسن وجه بالجر إذ كل ما ذكرنا في حسن الوجه حاصل فيها إلا مطابقة المعمول لأصله في التعريف أعني وجهه وأربع مسائل قبيحة قبحا لا ينتهي إلى منعها في حال الساعة وتخصيصها بقرورة الشعر وهي الحسن وجه وحسن وجه والحسن الوجه وحسن الوجه برفع المعمول في جميعها والأوليان أقبح من الأخرين لعدم موافقة المعمول فيهما لأصله في التعريف ووجه قبح الأربع خلو الصفة من عائد إلى الموصوف وحذف الجار مع المجرور قليل قبيح أي وجه منه والوجه منه وقال أبو علي الوجه ووجه بدلان من الضمير المستكن في الصفة قاله في قوله تعالى مفتحة لهم الأبواب وهذا غسل الدم بالدم لأن بدل البعض وبدل اجتمال لا يخلوان من ضمير المبدل منه في الأغلب وقال الكوفيون اللام في الوجه بدل من الضمير كما في قوله لحافي لحاف الضيف والبرد برده فالوجه باق على الفاعلية كما كان في الأصل وقد تقدم أن إبدال الآلان من الضمير فيما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين ومسألتان فيهما وجه حسن لكن قل استعمالهما لاستنكار في الظاهر وهما الحسن الوجه وحسن الوجه بنصب الوجه فيهما أن وجه حسنهما فلكون النصب توطئة للجر وهو حسن كما مر وأما استنكار ظاهرهما فلنصب ما هو فاعل حقيقة لا على التمييز وعند الكوفيين نصب المعرف في مثله على التمييز لتجوزهم تعريف المميز كما مر في ذابه وثلاث مسائل قبيحة لا تجوز إلا في ضرورة الشعر عند البصريين جائزة في الساعة بلا قبح عند الكوفيين وهي الحسن وجهه وحسن وجهه بنصب وجهه فيهما وحسن وجهه بجر وجهه كما مر ومسألتان باطلتان اتفاق الحسن وجهه والحسن وجه بجر المعمول فيهما كما تقدم والمجموع ثمانية عشرة مسألة ولنا ان نعلو استقباح المسائل الثلاث القبيحة الممنوعة في الساعة بعلة واحدة فنقول لما استكن دمير المسبب في صفة السبب لما ذكرنا من الامرين اعني جريها على المسبب واستلزامها الصفة له في نفسه فصارت بذلك صفة السبب وهي كصفة المسبب فصار السبب كالفضلة وذلك لمجيئه بعد الفاعل اي الضمير المستجن فنصب تشبيها بالمفعول في نحو الضارب زيدا او جر بالاضافة لزوال المانع من الاضافة الى السبب لان المانع منها انما كان رفعه كما ذكرنا فلما استثر ضمير المسبب في الصفة استقبح مجيئه في الساب ايضا لانه انما كان محتاجا اليه في السبب ليتبين كونه سابا واضمار الضمير في الصفة دال على انه السبب لانك لم تبنره فيها الا لدلالة صفة سابه على صفة نفسه كما تقدم فاغنى الضمير في الصفة عن الضمير في السبب فلو اتي به فيه كان قبيحا وليس اسم الفاعل في نحو زيد ضارب غلامه كذا لان الضمير في ضارب ليس لدلالة صفة سابه على صفة نفسه وانضم هذا القبح في الحسن وجهه بجر المعمول الى عدم حصول التخفيه في الاضافة اللفظية فتأكد امتناعه قوله والنصب على التشبيه بالمفعود في المعرفة وعلى التمييز في النكرة هذا عند البصريين وقال الكوفيون بل هو على التمييز في الجميع وقال بعض النحاة على التشبيه بالمفعول في الجميع والاولى التفصيل قوله ما كان فيه ضمير واحد احسن وما فيه ضميران حسن وقد ذكرنا ما عليه قوله ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها لما كان في معرفة الحسن والاحسن والقبيح عنده على ما ذكرنا مبنية على الضمير لما كان ذلك مفهد قاعية يتبين بها الضمير والضميران والتجرد عن الضمير فقال الضمير اما ان يكون في الصفة او في معمولها فان كان في المعمول فهو ظاهر لبروزه نحو وجهه او الوجه منه وان كان في الصفة فذلك اذا لم ترفع ظاهرا فتؤنث لتأنيف الضمير وتثنى وتجمع لتثنيته وجمعه فان رفعت ظاهرا فهي كالفعل تؤنث لتأنيف الفاعل وتفرد عند افراد الفاعل وتثنيته وجمعه كما ذكرنا في ذاب النعت ثم اعلم ان حكم المعمول اذا كان معرفا باللام حكمه اذا كان مضافا الى المعرف بها او الى المضاف اليه بالغا ما بلغ نحو مررت برجل حسن الوجه وحسن وجه الغلام وحسن وجه ابي الغلام وكذا لو زدت وكذا حكم المعمول المضاف الى المضمر حكم المضاف الى المضاف الى المضمر وهلما جرى نحو مررت برجل حسن وجهه وحسن وجه غلامه وحسن وجه ابي غلامه وكذا لو زدت وكذا ان كان فيه ضمير ولم يكن مضافا اليه كقوله رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندام ضدت المتجرد وبرجل حسن وجه يسونه وكذا المجرد عن اللام والاضافة الى الضمير حكم المضاف الى المجرد عنهما بالغا ما بلغ فحكم نحو مررت برجل حسن وجه حكم برجل حسن وجه غلام وحسن وجه ابي غلام وكذا لو زدت قوله واسم الفائل والمفعول غير المتعديين الى اخره يعني باسم المفعول غير المتعدي اسم المفعول من الفعل المتعدي الى واحد فقط كمضروب الغلام واسم المفعول من الفعل المتعدي الى اثنين وهو المتعدي الى واحد نحو زيد معطا غلامه درهما ومن المتعدي الى ثلاثة هو المتعدي الى اثنين نحو زيد معلم اخوه عمرا كريما تقول في اسم المفعول اللازم زيد خارج الغلام وشامخ النسب وفي اسم المفعول اللام مضروب الغلام ومؤدب الخدام سواء كان بمعنى الماضي او بمعنى المضارع او للاستمرار او للاطلاق فان رفعهما للمسند اليه لا يحتاج الى شرق زمان كما مر في باب الاضافة فاذا جاز في معمولهم الرفع جاز النصب والجر ايضا لانهما فرعاه كما مر فيجيء في كل واحد منهما الثماني عشرة مسألة وكذا يجوز انتقال الضمير اليهما من المعمول ثم نصب المعمول او جره اذا كان يحصل لصاحبهما المتقدم وصف باتصاف مرفوعهما بمضمونهما كما قلنا في الصفة المشبهة سواء فلا يجوز زيد قائم ابا ولا قائم ابن العم بجر المعمول ولا مبروب مملوك اخ ولا مشروب ماء الاخ هذا واما اذا كان متعديلني نحو زيد ضارب غلامه عمرا ومعطن اخوه درهما او معطن عمر ثوبه فان حذفت المفعول لم يجز نصب الفاعل وجره اتفاقا لان لا يشتبه بالمفعول بخلاف الصفة المشبهة واسمي الفاعل والمفعول اللازمين فانه لا مفعول لها حتى يشتبه المنصوب والمجرور به وان ذكرت المفعول منصوبا بعد الفاعل فان امن التباس المنصوب او المجرور بالمفعول لم ينتنع عند ابي علي نصب الفاعل او جره اجراءا له مجرى حسن الوجه ومنعه غيره وقد يجري بعض الاسماء الجامدة مدر الصفات المشبهة نحو فلان شمس الوجه اي حسن الوجه فتجيء فيه المسائل المذكورة وهو قليل قيل لا تعمل الصفة المشبهة في الاجنبي كما يعمل اسم الفاعل والمفعول بل تعمل في السبب فقط وليس اطلاقهم هذا القول بوجه بل تعمل في غير السبب اذا كان في معمول اخر لها ضمير صاحبها نحو برجل طيب في داره نومك وكذا اذا اعتمدت على حرف الاستفهام او النفي نحو احسن الزيدان وما قبيح الزيدون فانه لا صاحب لها هاهنا حتى تعمل في سببه وانه نحو ما زيد قائم الجارية ولا حسن وجهها بجر الوجه او ولا حسنا وجهها برفع وجهها فان وجهها وان لم يكن سابا لزيد الا انه ساب للجارية التي هي سابه فجاز خلو الصفة المعطوفة ومتعلقها المرفوع عن الضمير الراجع الى صاحبها لان الضمير الذي اضيف وجه اليه راجع الى جاريته التي هي مضافة الى ضمير الموصوف فكأنه قيل ما زيد حسنا وجه جاريته فهو حمد على المعنى كقولك مررت برجل حسنة جاريته لا قبيحة وبرجل غلاماه لا قاعدين ومن هذا الباب عند المبرد جونة مصطلاهما كما مر لان اصله جون مصطلاهما اي مصطلأ الاعالي اي مصطلأ اعاليهما فلما قصد الاضافة حذف الضمير الذي اضيف اليه اعالي واستتر في جون فصار جونة وادخل اللام في اعالي ليتعرف باللام كما كان متعرفا بالاضافة ثم اقام موضع الاعالي ضميرا راجعا اليه لتقدم ذكره وجعله مثنى لكون الاعالي هاهنا في معنى الاعليين فليس عنده اذا من باب حسن وجهه بالاضافة لانك لا تحذف الضمير هاهنا من وجهه كما حذفت من اعاليهما عنوان افعل التفضيل واحكامه تعريفه قوله اسم التفضيل مشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره وهو افعل ينتقض بنحو فاضل وزائد وغالب ولو احترز عن مثله بان قال مشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره فيه اي في الفعل المشتق منه لان تقض بنحو طائل اي زائد في الطول على غيره وشبهه من اسم الفاعل المبني من داب المغالبة والاولى ان يقال هو المبني على افعل لزيادة صاحبه على غيره في الفعل اي في الفعل المشتق هو منه فيدخل فيه خير وشر لكونهما في الاصل اخير واشر فخففا بالحذر لكثرة الاستعمال وقد يستعملان على القياس عنوان شروط صوغ افعل التفضيل وحكم ما لم يستوفي الشروط قوله وشرطه ان يبنى من ثلاثي مجرب ليمكن البناء وليس بلون ولا عيب لان منهما افعل لغيره نحو زيد افضل الناس فان قفد غيره توصل اليه باشد ونحوه مثل هو اشد استخراجا وبياضا وعما وقياسه للفاعل وقد جاء للمفعول نحو اعذر والوم واشغل واشهر سرت افعل التفضيل ان يبنى من ثلاثي مجرد جاء منه فعل تام غير لازم للنفي متصرف قابل معناه للكثرة فقول ما جاء منه فعل احتراز من ايبا وارجل من اليد والرجل فانه لم يثبت وقولهم احنك الشاتين اي اكلهما من الحنكي واول شاذ وكذا قولهم ابل من حنيف الحناتمي لم يستعمل منه فعل على ما قال سيبويه وقال الجوهري ابلى يأبلوا ابالة شكس يشكس شكاسة اذا قام بمصلحة الابل وهو افرس من غيره من الفروسية ولم يستعمل منها فعل ايضا وقولنا تام احتراز من الافعال الناقصة ككان وصار فانه لا يقال اكوا واصير كما قيل ولعل ذلك لكين مدلول الناقصة الزمان دون الحدث كما توهم بعضهم والافعال موضوع للتفضيل في الحدث والحق انها دالة على الحدث ايضا كما سيجيء في بابها فلا منع وان لن يسمع ان يقال هو اكوا منك منطلقا وهو اصير منك غنيا اي اشد انتقالا الى الغناء وقولنا غير لازم للنفي احتراز عن نحو ما نبس بكلمة فانه لا يقال هو انبس منك لان لا يصير مستعملا في الاثبات فان قيل لا انبس قلت ليس لا انبس للنفي الحدث الذي هو التكلم ونبس موضوع له بل هو لنفي الفضل في التكلم وقولنا متصرف احتراز عن نحو نعمة وبئسة وليسة اذ لا يقال انعم وابأس واليس وقولنا قابل معناه للكثرة احتراز عن نحو غربت الشمس وطلعت فانه لا يقال الشمس اليوم اغرب منها امس ولا اطلع ويصح ان يحترز به عن بعض العيوب الظاهرة كالعور والعمى وقوله ثلاثي احترازا عن الرباعي نحو دحرج قوله مجرد احتراز عن ثلاثي دي زائد نحو اخرج وعلما وانقطع واستخرج ونحويها قوله ليمكن اي لو لم يكن ثلاثيا بل كان رباعيا نحو دحرج او لم يكن مجردا بل كان ذا زائد كالثخرج واخرج لم يمكن بناء افعل منه اما ان اردت بناءه من غير حذف شيء منه فواضح الاستحالة لان افعل ثلاثي مزيد فيه الهمزة للتفضيل وانا ان اردت البناء مع حذف حرف او حرفين فانه يلتبس المعنى اذ لو قلت دحرج ادحر لم يعلم انه من تركيب دحرج وكذا لو قلت في اخرج اخرج بحذف الهمزة لالتبس باخرج من الخروج وكذا في غيره من المتشاعبة وهذا كله بناء على انه لا صيغة للتفضيل الا افعل وانما اقتصر عليه اختصارا قوله قوله سواد سواد او بمعنى الزائد في السواد وهذا التعليل انما يتم الى بيين ان افعل الصفة مقدم بناؤه على افعل التفضيل وهو كذلك لان ما يدل على مطلق ثبوت الصفة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الاخر في الصفة والاولى موافقة الوضع لما هو بالطبع وينبغي ان يقال من الالوان والعيوب الظاهرة فان الباطنة يبنى منها افعل التفضيل نحو فلان ابلد من فلان واجهل منه واحمق وارعن واهوج واخرق والد واشكس واعياء واعجم وانوك مع ان بعضها يجيء منه افعل لغير التفضيل ايضا كاحمق وحمقاء وارعن ورعناء واهوج وهوجاء واخرق وخرقاء واعجم وعجماء وانوك ونوكاء فلا يطيد ايضا تعليله بان منهما افعل لغيره فالاولى ان يقال لا يبنى افعل التفضيل من الالوان والعيوب الظاهرة دون الباطنة لان غالب الالوان ان تأتي افعالها على فعل وفعل كبيض وسود وحمار وصفار فحمل كل ما جاء من الثلاثي عليهما وان العيوب المحسوسة فليس الغالب فيها المزيد فيه لكن بعضها المزيد فيه اكثر استعمالا فيه من غيره كهولا وهورا فانهما اكثر استعمالا من حول وعورا ولذلك لم يقلب واوهما حملا على حول وعورا وما لم يجئ منه افعل ونفعل كالبخر والفقم والعرج والعمى لم يبنى منها لكون بعضها منا لا يقبل الزيادة والنقصان كالعمى والبواقع محمولة على القسمين المذكورين في الامتناع واجاز الكوفيون بناء افعل التفضيل من لفظي السواد والبياض قالوا لانهما اصلى الالوان قال ابيض من اخت بني اباضي وقال ابعد بعدت بياضا لا بياض له لانت اسود في عيني من الظلم وهما عند البصريين شاذان قوله فان قصد غيره يعني قصد التفضيل من نعام الاشياء التي تعذر بناء افعل التفضيل من الفاظها وهي ذن زيادة والرباعي والالوان والعيوب الظاهرة بني افعل من فعل يصح بناء افعل منه في خصن او كثرة او غير ذلك على حسب غرضك الذي تقصله ثم يؤتى بمصادر تلك الافعال التي انتنع بناء افعل منها فتنصب على التنييز لتحقيق معنى التنييز عن النسبة فيها نحو اقبح عورا واشد بياضا واسرع انطلاقا واكثر بحرجة ونحو ذلك وهو عند السبويه قياسا من باب افعل مع كونه ذا زيادة ويؤيده كثرة السماع كقولهم هو اعطاهم للدينار واولاهم للمعروف وانت اكرم لي من فلان وهو كثير ومجوزه قلة التغيير لانك تحذف منه الهمزة وترده الى ثلاثي ثم تبني منه افعل التفضيل فتخلف همزة التفضيل همزة الافعال وهو عند غيره سماعي مع كثرته ونقل عن المبرد والاخفش جواز بناء افعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه كم فعل واستفعل ونحوهنا قياسا وليس بوجه لعدم السماع وبعف التوجيه فيه بخلاف افعل قومه وقياسه للفاعل يعني قياسه ان يكون لتفضيل الفاعل على غيره في الفعل كاضرب اي ضارب اكثر ضربا من سائر الضاربين ولا يقال اضرب بمعنى مضروب اكثر مضروبية من سائر المضروبين وانما كان القياس في الفاعل دون المفعول لانهم لو جعلوه مشتركا بين الفاعل والمفعول لكثر الاستباه للقراده وان سائر الالفاظ المشتركة فاغتفر فيها الاستباه لقلتها لكونها سماعية فارادوا جعله في احدهما اظهر دون الاخر فجعلوه في الفاعل قياسا لكونه اكثر من المفعول اذ لا مفعول الا وله فاعل في الاغلب ولا ينعكس وانما قلنا في الاغلب احترازا من نحو مجنون ومذهوت فلو جعلوه حقيقة في المفعول لبقي اسم الفاعل مع انه اكثر عريا عما يطلب فيه من معنى التفضل الا بالقرينة لعدم اللفظ الدال على حقيقة حقيقة وقد استعملوه في المفعول ايضا على غير قياس نحو اعذر واشهر والوم واشغل اي اكثر معذورية ومشهورية وملومية ومشغولية عنوان اوجه استعمال افعال التفضيل ومعنى كل وجه قوله ويستعمل على احد ثلاثة اوجه مضافا او بمن او معرفا باللام فاذا اضيف فله معنيان احدهما وهو الاكثر ان يقصد به الزيادة على من اضيف اليه ويشترط ان يكون منهم نحو زيد افضل الناس ولا يجوز يوسف احسن اخوته لخروجه عنهم باضافتهم اليه والثاني ان يقصد زيادة مطلقة ويضاف التوضيح فيجوز يوسف احسن اخوته ويجوز في الاول الافراد والمطابقة لمن هو له واما الثاني والمعرف باللام فلابد فيهما من المطابقة والذي بمن مفرد مذكر لا غير فلا يجوز زيد افضل من عمر ولا زيد افضل الا ان يعلم اعلم انه يلزم استعمال افعال التفضيل مع احد الثلاثة المذكورة فلا يخلو عن الجميع ولا يبتمع منها اثنان الا نادرا وانما لم يخلو عن الجميع لان وضعه الاهم لتفضيل الشيء على غيره ومع من والاضافة ذكر المفضل عليه ظاهرا ومع اللام هو في حكم المذكور ظاهرا لانه شار باللام الى معين مذكور قبل لفظا او حكما كما ذكرنا في اللام العهدية في بابها فتكون اللام اشارة الى افعال المذكور معه المفضل عليه كما اذا طلب شخص هو افضل من زيد فقلت عمر الافضل اي ذلك الافضل اي الشخص الذي قلنا انه افضل من زيد فعلى هذا لا يجوز ان تكون في افعال التفضيل في موضع من المواضع الا الى الاهد لان لا يعرى عن ذكر المفضل عليه رأسا فلو خلى عن الثلاثة خلى عن ذكر المفضل عليه فلا يتم فهم المقصود الاهم من وضعه واذا علن المفضول جاز حفظه غالبا ان كان افعل خبرا كما يقال لك انت اسن ام انا فتجيب بقولك انا اسن ومنه قولنا الله اكبر وقوله ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه اعز وعطوله وقوله ستعلم اينا للموت ادنى اذا دانيت للأسل الحرارة ويجوز ان يقال في مثل هذه المواضع ان المحذوف هو المضاف اليه اي اكبر كل شيء واعز بعامة ولم يعود منه التنوين لكون افعل غير منصرف فاستبشع ذلك وانا نحو جوار فقد ذكرنا قصدهم بتعويض التنوين فيه ويجوز ان يقال ان من مع مجروره محذوف اي اكبر من كل شيء ويقل الحذف في غير الخبر نحو جاءني رجل افضل في جواب من قال ما جاءك رجل افضل من زيد كأنه لما كان حذف الخبر اكثر من حذف الوصف والحال كان حذف بعضه ايضا اكثر وانما لم يجتمع من الثلاثة المذكورة شيئان لان كل واحد منهما يغني عن الاخر في افادة ذكر المفضول كما ذكرنا ولا فائدة في ذكر واحد منهما الا ذاك فكان ذكر الاخر لو ذكر احدهما لغوى واما قوله ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزة للكاثر فقيل من فيه ليست التفقيلية بل التبعيد اي لست من بينهم بالاكثر حصى وهذا كما تقول مثلا اريد شخصا من قريش افضل من عيسى عليه السلام فيقال محمد عليه الصلاة والسلام الافضل من قريش اي افضل من عيسى من بين قريش ويجوز ان يحكم بزيادة اللام ومن تفضيلية كما في قوله ولذتمها الهدن والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين انتهى الوجه الاول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان اوجه استعمال افعال التفضيل ويجوز على ما قيل ان يقدر افعال اخر عاريا من اللام يتعلق به من اي لست بالاكثر اكثر منهم حصى والخير خيرا منه ولا منع افعال 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 مفضل 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 افعال 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 المقصود افعال 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 اي هي متجاوزة من فرط صدقها عن الكذب ويجب ان تلي من التفضيلية افعال التفضيل لانها من تمام معناه او تلي معموله قال فانا رأينا العرض احوج ساعة الى الصون من ريط ملاء مسحم وقد يفصل بينهما بلو وفعلها نحو قولك هي احسن لو انصفت من الشمس وقد تتقدم عليه في الشعر كقوله واستنزل الزباء قسرا وهي من عقاب لوح الجو اعلى منتمى ويلزم ذلك اذا كان المفضول اسم استفهام نحو ممن اعلم زيد او مضافا الى اسم استفهام نحو قولك من غلام ايهم اكرم انت قوله فان اضيف فله معنيان احدهما هو الاكثر ان يقصد به الزيادة على من اضيف اليه وانما كان هذا اكثر لان وضع افعل لتفضيل الشيء على غيره فالاولى ذكر المفضول وليس قوله على من اضيف اليه بمرضي لانه مفضل على من سواه من جملة ما اضيف اليه وليس مفضلا على كل من اضيف اليه وكيف ذلك وهو من تلك الجملة فيلزم تفضيل الشيء على نفسه وقول المصنف في دفع هذه الشبهة ان زيدا لم يذكر في الناس في قولك زيد افضل الناس لغرض التفضيل عليه معهم بل لغرض التشريك معهم في اصل الفضل ليس بشيء لانه لا يحتاج لحصول هذا الغرض اي التشريك في اصل الفضل الى واسطة لان لفظ افعل يكفي في هذا لما ذكر المصنف بعينه بعد هذا وهو قوله لأفعل جهتان ثبوت اصل المعنى والزيادة فيه الزيادة فرع ثبوت اصله ولا يحصل الفرع الا بعد الاصل فنقول لفظ افعل يدل على اتصاف صاحبه باصل الفعل فلا يحتاج لاجله الى شيء اخر والاولى في تعليل دخوله في جملة المضاف اليه ما مر في باب الاضافة فليرجع اليه وقوله بعد هذا في الشرح ان لأفعل جهتين الى اخر الكلام مضى الكلام فيه في باب الحال على الكمال قوله والثاني اي يقصد زيادة مطلقة اي يقصد تفضيله على كل من سواه مطلقا لا على المضاف اليه وحده وانما تضيفه الى شيء لمجرد التخصيص والتوضيح كما تضيف سائر الصفات نحو مصارع مصر وحسن القوم مما لا تفضيل فيه فلا يشترط كونه بعض المضاف اليه فيجوز ان تضيفه الى جماعة هو احدهم كقولك نبينا صلى الله عليه وسلم افضل قريش اي افضل الناس من بين قريش وان تضيفه الى جماعة من جنسه ليس داخلا فيهم كقولك يوسف احسن اخوته فان يوسف لا يدخل في جملة اخوة يوسف ولا يكون بعضهم بدليل انك لو سئلت عن عد اخوة يوسف لم يجز لك عده فيهم بلى يدخل لو قلت احسن الاخوة او احسن بني يعقوب عليه السلام وان تضيفه الى غير جماعة نحو فلان اعلم بغداد اي اعلم ممن سواه وهو مختص ببغداد لانها من شأه او مسكله وان قدرت المضاف اي اعلم اهل بغداد فهو مضاف الى جماعة يجوز ان يدخل فيهم قوله ويجوز في الاول الافراد يعني اول معني المضاف اعلم ان الاصل في افعل التفضيل ان يذكر معه مقتضاه وضعه وهو من التفضيلية لانه بصوقه على هذه الصيغة المفيدة بهذا المعنى تعدى الى المفعول بمن الابتدائية كما ذكرنا فافعل التفضيل يتميز عما يشاركه في هذه الصيغة من الوصف كاحمر والاسم كافكل في بدء النظر بمن التفضيلية فصارت كأنها من تمام الكلمة فلهذا لا يفصل بينهما الا بمعمول افعل وذلك ايضا قليل فما دام معه من لا يطابق به صاحبه تثنية وجمع وتأنيث بل يلزم في الاحوال صيغة المفرد المذكر نحو زيد او الزيدان او الزيدون او هند او الهندان او الهندات افضل من كذا اذ لو ثني وجنع وانث لكانك تثنية الاسم وجمعه وتأنيثه قبل كماله فاذا اضفته واردت تفضيل صاحبه على من سواه من اجزاء المضاف اليه كانك افعل المصاحب لمن في لزومه صيغة واحدة وذلك لكونه مثله في كون المفضول مذكورا بعده مجرورا ولسيما ان افعل المصاحب لمن مضارع باب المنادى ولا فرق بينهما من حيث المعنى الا من حيث ان المجرور بمن مفضول بجميع اجزائه والمجرور بالاضافة جميع اجزائه مفضولة الا صاحب افعل الداخل فيه معها ولا فرق بينهما لفظا الا بذكر من في احدهما دون الاخر فجاز اجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب لمن وجاز ايضا تثنيته وجمعه وتأنيثه لفوات لفظة من المانعة من التصرف وقال ابن الدهان وابن السراج وابن يعيش يجب اجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب لمن ولا تجوز مطابقته لصاحبه لانه مثله في ذكر المفضول بعده ومذهب الجنهور ما ذكرنا اولا واما اذا قصدت بالمضاف المعنى الثاني فلا يشابه المصاحب لمن اذ لم يذكر بعده المفضول وكذا ذلام لا يشابه المصاحب لمن لعدم ذكر المفضول بعده صريحا فجاز التصرف فيهما تثنية وجمعا وتأنيثا فوجب مطابقتهما لصاحبهما وقيل انما لم يتصرف في الذي بمن لمشابهته لفظا ومعنى لأفعل التعجب الفعلي غير المتصرف اما لفظا فظاهر واما معنا فلانه لا يتعجب من شيء الا وهو مفضل فلهذا يبنيان من اصل واحد كما يجيء في افعل التعجب وأما ذو اللام والمضاف بالمعنى الثاني فلما لم يكن فيهما علامة التفضيل اي من ولا كان معهما المفضول ضعف معنى التفضيل فيهما فلم يشابها افعل التعجب الفعلي مشابهة تامة ودخلهم اللام والاضافة اللتان من علامات الاسماء فترجح جانب الاسمية فلم يمتنع من التصرف وان المضاف بالمعنى الاول فجاز التصرف فيه نظرا الى الاضافة التي هي من خواص الاسماء وإلى تجرده عن علم التفضيل وجاز الافراد ايضا مع التذكير لانه وان تجرد عنه لكنه لم يتجرد عن المفضول الذي كان مصاحبا له اي لعلم التفضيل واعلم انه يجوز استعمال افعل عاريا عن اللام والاضافة ومن مجردا عن معنى التفضيل مؤولا باسم الفاعل او الصفة المشبهة قياسا عند المبرد سماعا عند غيره وهو الاصح قال قبحتموا يا الازيد النفر الام قوم اصغرا واكبرا اي صغيرا وكبيرا وقال الاخر ملوك عظام من ملوك اعاظم اي عظام وتقول الاحسن والافضل بمعنى الحسن والفاضل قيل ومنه قوله تعالى وهو اهون عليه اذ ليس شيء عليه تعالى اهون من شيء وما كان بهذا المعنى فلزومه صيغة افعل اكثر من المطابقة اجراء له مجرى الاغلب الذي هو الاصل اي افعل التفضيل مع من اما اول فمذهب البصريين انه افعل ثم اختلفوا على ثلاثة اقوال جمهورهم على انه من تركيب وول كذلك ولم يستعمل هذا التركيب الا في اول ومتصرفاته وقال بعضهم اصله او من والا اي نجا لان النجاة في السبق وقيل اصله او وال من الى اي رجع لان كل شيء يرجع الى اوله فهو افعل بمعنى المفعول كاشهر واحمد فقلبت في الوجهين الهمزة واو قلبا شاذا وقال الكوفيون هو فوعل من وألا فقلبت الهمزة الى موضع الفاء وقال بعضهم فوعل من تركيب وول فقلبت الواو الاولى همزة وتصريفه كتصريف افعال التفضيل واستعماله بمن مبطل لكونه فوعل وانا قولهم اولة واولتان فمن كلام العوام وليس بصحيح وانما لزم قلب واو اولى همزة على مذهب جمهور البصريين كما لزم في نحو اواصل على ما يجيء في التصريف وعند من قال هو من وألا اصل اولى وؤلا قلبت الواو همزة كما في اجوه ثم قلبت الهمزة الثانية الساكنة نتواوا كما في اوم ولهذا رجع الى اصل الهمزة في قراءة قالون عاد لولا لانه حجفت الاولى وحركت لام التعريف بحركتها فزال الاتماع الهمزتين فاول كاسبق معنى وتصريف واستعمالا تقول في تصريفه الاول الاولان الاولون الاوائل الاولى الاوليان الاوليات الاول وتقول في الاستعمال زيد اول من غيره وهو الاول ولما لم يكن لفظ اول مشتقا من شيء مستعمل على القول الصحيح لا مما استعمل منه اسم كاحنك خفي فيه معنى الوصفية اذ هي انما تظهر باعتبار المشتق منه واتصاف ذلك المشتق به كاعلم ايذ علم اكثر من غيره واحنك ايذ حنك اشد من حنك غيره وانما تظهر وصفية اول بسبب تأويله بالمشتق وهو اسبق فصار مثل مررت برجل اسد اي فلا جرم لم تعتبر وصفيته الا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرا نحو يوما اول او ذكر من التفضيلية بعده ظاهرة اذ هي دليل على ان افعل ليس اسمن صريحا كافكل وايدع فان خلى منهما معا ولم يكن مع اللان والاضافة دخل فيه التنوين مع الجر لخفاء وصفيته كما مر وذلك قوله كقول علي رضي الله عنه احمده اولا بادئا ويقال ما تركت له اولا ولا اخرا ويجوز حذف المضاف اليه من اول وبناؤه على الضم اذا كان مؤولا بظروف الزمان نحو قوله لعمر كما ادري واني لأوجل على اينا تعد المنية اول اي اول اوقات عدوها ويقال ما لقيته مذ عام اول برفع اول سفه لعام اي عام اول من هذا العام وبعض العرب يقول مذ عام اول بفتح اول وهو قليل حكس بويه عن الخليل انهم جعلوه ظرفا كأنه قيل مذ عام قبل عامك وفي تأويل اول بقبل اشكال لان اول الشيء اسبق اجزائه فمعنى اول عامك اسبق اجزائه اما من الليالي او الايام او الاوقات ومعنى قبل عامك الزمان الذي يتقدم جميع اجزائه ولو كان بمعنى قبل ذلك لكان محذوف المضاف اليه فوجر بناؤه على الضم ويجوز ان يكون اول هاهنا بمعنى اول من عامك ويكون الظرف صفة لعام اي عام كائن في زمان اسبق من عامك جعل للزمان زمان توسعا ولا يبعد ان يقال انه جر صفة المرفوع على توهم الجر في الموصوف لانما بعد مذ قد يجر فيكون كقوله ولا ناعب الا ببين غرابها وقوله تعالى فأصدق وأكم من الصالحين فعلى هذا يكون اول مجرورا لا منصوبا وتقول اذا لم تر زيدا يوما قبل امس ما رأيته مذ اول من امس فان لم تره يومين قبل امس قلت ما رأيته مذ اول من اول من امس ولا يتجاوز ذلك وان اخر فقد امحى عنه معنى التفضيل بالكلية كما ذكرنا في باب ما لا ينصرف فلا يستعمل لا مع من ولا مع الاضافة بل يستعمل اما مجردا من اللام او مع اللام ولما لم يكن معنا من مقدرا مع المجرد طابق ما هو له تذكيرا وتأنيثا وافرادا وتثنية وجمعا وقد تجرد الدنيا والجل عن اللام والاضافة اذا كانت الدنيا بمعنى العاجلة والجل بمعنى الخطة العظيمة قال في سعي دنيا طالما قد مدتي وقال وان دعوت الى جل ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا وانما جد ذلك للمحاء معنى التفضيل منهما واما حسنا في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا في من قرأ بالالف وسوء في قوله ولا يجزون من حسن بسوء ولا يجزون من غلظ بنيني فليس بتأنيث احسن واسوأ بل مصدران كالرجع والبشرى عنوان عمل افعل التفضيل ومسألة الكحل قوله ولا يعمل في مظهر الا اذا كان لشيء وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الاول على نفسه باعتبار غيره منفيا نحو ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيت لانه بمعنى حسن مع انهم لو رفعوا لفصلوا بينه وبين معموله باجنبي وهو الكحل ولك ان تقول احسن في عينه الكحل من عين زيت فان قدمت ذكر العين قلت ما رأيت كعين زيت احسن فيها الكحل مثل قوله مررت على وادي السباع ولا ارى كوادي السباع حين يظلم واديا اقل به ركب اتوه تأية واخوف الا ما وقى الله ساريا اعلم ان مشابهة افعل التفضيل للفعل ضعيفة وكذا الاسم الفاعل ايضا كما تقدم في الصفة المشبهة فلا يرفع الاسم الظاهر في الاعرف الاشهر الا بشروط كما يجي وحكى وحكى يونس عن ناس من العرب رفعه بالاعتبار تلك الشروط نحو مررت برجل افضل منه ابوه وبرجل خير منه عمله وليس ذلك بمشهور وبرفع المستر الذي هو فاعله لان مثل هذا العمل لا يحتاج الى قوة العامل وام المفعول به فكلهم متفقون على انه لا ينصبه بل ان فعل الناصب له قال الله تعالى وهو اعلم من يضل عن سبيله وقراءة وهو اعلم من يضل عن سبيله اي اعلم من كل واحد يعلم من يضل وكذا قوله اكر واخمى للحقيقة منهم واضرب منا بالسيوف القوانس ولا ينصب شبه المفعول به كالحسن الوجه اما لانه لا ينصب المفعول به فلا ينصب شبهه وان لان نصب ذلك في الصفة فرع الرفع كما مر وهو توطئة للاضافة الى ما كان مرتفع به وهو لا يرفع الظاهر الا بالشروط التي تجيء وان رفع ذلك لا يضاف اليه هذا ويتعدى افعل التفضيل الى المفعول به الذي كان للفعل قبل بلا يفعل التفضيل باللام نحو اضرب منك لزيد وذلك لضعف مشابهته للفعل واسم الفاعل واذا جاز لك ان تدع اسم الفاعل والمصدر باللام اذا تعدى الى المفعول نحو ضربي لزيد شديد وانا ضارب لزيد مع قوتهما وجب عليك ذلك في الافعل لضعفه وان كان المفعول به لفعل يفحم منه معنى العلم او الجهل تعدى اليه افعل المصوغ منه بالباء نحو انا اعلم به وكذا ادرى واعرف واجهل وذلك لان افعالها ربما زيدت في مفعولها الباء نحو علمت به وجهلت به وكذا اسم الفاعل والمصدر نحو انا عالم به وجاهل به وان كان المفعول به يتعدى اليه الفعل بحرف الجر تعدى اليه الافعل بذلك الحرف ايضا نحو انا امر منك بزيد وارمى منك بالنشاب ويتعدى الى اول مفعول بابك سوت وعلمت باللام ويبقى ثانيهما في البابين منصوبا نحو انا اكسى منك لعمر الثياب واعلم منك لزيد منطلق وكان القياس ان يتعدى الى الثاني ايضا باللام الا ان الفعل لا يتعدى بحرف جر متماثلين لفظا ومعنى الى شيئين من نوع واحد كمفعول بهما او زمانين او مكانين فان لم يكون من نوع واحد كقولك درت في البلد في يوم الجمعة جازا وقولك اقمت في العراق في بغداد او في رمضان في الخامس منه بدل الجزء من الكل واستغني عن الضمير لشهرة الجزئية فان اختلف معناي الحرفين نحو مررت بزيد بعمر اي مع عمر او لفظاهما نحو سرت من البصرة الى الكوفة جاز وانتصاب ثانيهما المذكور عند الكوفيين بافعل نصبه بنفسه للاضطرار اليه وعند البصريين بفعل مدلول عليه بافعل فيكون ثاني مفعولي افعل والفعل مع مفعوله الاول محذوفين اي انا اكسى منك لعمر اكسوه الثياب وانا اعلم منك لزيد اعلمه منطلقا ولا يجوز اظهار المفعول المحذوف لأفعل بوجه لا منصوبا ولا مع اللام اما مع اللام فلما ذكرنا وانا منصوبا فلانه لا ينصب المفعول كما مر وقال صاحب المغني لا يجوز حذف احد المفعولين دون الاخر في باب اعلنت فالاولى ان يقال هو اشد منك علما زيدا منطلقا او علما بان زيدا منطلق قلت اخسر من هذا كله وابعد من التكلف اعلم منك بانطلاق زيد وان كان الفعل يفحو منه الحب او البغض تعدى الى ما هو الفاعل في المعنى اي المحب او المبغض بإله نحو هو احب الي واشهى الي واعجب الي وهو ابغض اليك وامقت اليك واكره اليك لان افعالها تتعدى الى المحب والمبغض بإله ايضا كقوله تعالى حبب اليكم الايمان وكره اليكم الكفر وهذه كلها بمعنى المفعول كاحمد واشهر واجن وقد مر انه غير قياسي ويتعدى الى المفعول من اي فعل كان بمن كما تقدم وهذا هو المفعول الحاصل لأفعل بصوقه على هذه الصيغة وينصب افعل التفضيل الظرف لاكتفائه برائحة الفعل والحال لمشابهته له نحو زيد احسن منك اليوم راكبا والتمييز نحو احسن منك وجها لانه ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل ايضا نحو راقود خلا قوله الا اذا كان لشيء الى اخره هذه شروط رفع افعل التفضيل لفاعله الظاهر كما رفع احسن الكحل في قولك ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد فيعمل اذا الرفع قياسا مستمرا بلا ضعف قوله لشيء هو رجلا في المثال المذكور وذلك لانه صفته قوله وهو اي افعل في المعنى لمسبب اي لمتعلق لذلك الشيء والاظهر في اصطلاحهم اي قال في المتعلق السبب للمسبب واحسن في مثالنا لمتعلق الرجل وهو الكحل فان الاحسن في الحقيقة هو الكحل للرجل قوله مفضل صفة لمسبب اي ذلك المتعلق الذي هو الكحل اذا اعتبرت الاول اي صاحب الفعل وهو رجلا في مثالنا مفضل قوله على نفسه الضمير للمسبب اي هو اذا اعتبرت الاول مفضل واذا اعتبرت غير ذلك الاول وهو في مثال النازيد يكون مفضلا عليه قوله منفيا صفة مصدر محذوف اي مفضل تفضيلا منفيا اي لم يكن ذلك المتعلق باعتبار الاول فاضلا وباعتبار الثاني مفضولا بل هو باعتبار الثاني فاضل وباعتبار الاول مفضول او حاله باعتبار الاول مساوية لحاله أنه باعتبار الثاني فاضل وباعتبار الأول مفضول فالكحل الذي في عين زيد يفضل الكحل الذي في عين جميع الرجال وإنما قلت جميع الرجال مع أن لفظ رجلا في المثال المذكور مفرد لأنه نكرة في سياق النفي فتكون عامة إن قيل كيف يتعلق قوله باعتبار الأول وباعتبار غيره بقوله مفضل وقد اتفق النحات على أنه لا يتعدى الفعل وشبهه بحرفين متماثلين إلى اسمين من نوع واحد كما مر قلت باعتبار الأول وباعتبار الثاني حالان الأول من الضمير المرفوع في مفضل والثاني من قوله نفسه أي ملتبسا باعتبار الأول أو مقترنا به كما تقول فضلت زيدا راكبا على عمر راجلا ومعنى قوله باعتبار الأول أي بالنظر إليه يقال اعتبرت الشيء أي نظرت إليه وراعيت حاله قوله لأنه بمعنى حسن قال المصنف إنما لم يعمل أفعل لأنه لم يكن له فعل من تركيبه بمعناه حتى يعمل عمل ذلك الفعل كما كان لإسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر وأحسنها هنا بمعنى حسن إذ المعنى ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنا مثل حسنه في عين زيت فعمل أفعل لأن له في هذا المكان فعلا بمعناه قلت هذه العلة التي أوردها تطرد في جميع أفعل التفضيل فيلزمه إذن جواز رفعه للظاهر مضطردا وذلك لأن معنى مررت برجل أحسن منه أبوه أي حسن أبوه أكثر من حسنه كما أن معنى أحسن في عينه الكحل منه في عين زيت حسن الكحل في عينه مثل حسنه في عين زيت قوله مع أنهم لو رفعوا إلى آخره هذا تعليل سيبويه وهو أن أفعل إنما عملها هنا مع ضعف مشابهته لإسم الفاعل للاضطرار إلى العمل لأنه لو لم يعمل لزم رفعه بالابتداء ويكون الكحل مبتدأا كما في قولك مررت برجل أحسن منه أبوه ولا يجوز ذلك لأن قولك منه بعد الكحل متعلق بأحسن فتكون قد فصلت بين العامل الضعيف ومعموله بأجنبي ولا يجوز ذلك بلى قد يجوز في العامل القوي نحو زيدا كان عمر ضاربا وأعني ها هنا بالأجنبي ما لا يكون من جملة معمولات ذلك العامل لالذي لا تعلق له بذلك العامل بوجه كيف والكحل مبتدأ وأحسن خبره فله تعلق به من هذا الوجه انتهى الشريط الثامن عشر من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط التاسع عشر الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط التاسع عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي مواصل اقتراءة تحت عنوان عمل أفعل التفضيل ومسألة الكحل وعند الكسائي والفراء ليس الفصل بأجنبي لأنه ابتدأ معمول عندهما للخبر كما ذكرنا في أول الكتاب فإن قلت قدم منه على الكحل حتى لا يلزم الفصل بين العامل والمعمول عند سيبويه بأجنبي قلت يبقى الضمور في منه راجعا إلى غير مذكور وتعليل سيبويه يبقرر مع كون الكلام مثبتا أيضا نحو مررت برجل أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ونقل الرماني جواز ذلك في المثبت والسماع لم يثبت إلا في النفي ولا منع أن يستعمل ذلك فيما يفيد النفي وإن لم يكن سريحا فيه نحو قل لما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل قوله ولك أن تقول إلى آخره يعني أن لك في مثل هذا المثال المغبوط بالضوابط المذكورة وجه أخصر من الأول وهو أن تحدث المفضول المجرور بمن وحرف الجر الداخل على الاسم الذي ذكرنا أنه غير الأول فتقول بدل قولك منه في عين زيد من عين زيد وهو على حذف المضاف أي من كحل عين زيد لأنه يفضل الكحل على الكحل لا الكحل على العين ومن التفضولية تدخل على المفضول قوله وإن قدمت ذكر العين إلى آخره أي لك عبارة ثالثة أخصر من الثانية وهي أن تقدم الاسم الذي قلنا إنه غير الأول على أفعال التفضيل داخل عليه آلة التشبيه وتحدث من بعد السبب المرفوع من المفضول وغيره فتقول ما رأيتك عين زيد أحسن فيها الكحل وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت أفعال بالابتداء لأنها فرع الأولى ولأن من التفضيلية مع مجرورها مقدرة ها هنا أيضا بعد السياد المرفوع وقولك أحسن في هذه العبارة بدل من قولك كعين زيد أي عينا أحسن فيها الكحل وذلك أن معنى ما رأيتك عين زيد أي عين كعين زيد ولا زائدة عليها ومعنى ما رأيت أحسن منها أي أحسن منها ولا مثلها فحدث المعطوف في الموضعين اعتمادا على وضوح المعنى فقولك ما رأيتك عين زيد أي رأيت كل عين أنقص من عين زيد وقولك ما رأيت أحسن من عين زيد أي رأيت كل عين أنقص من عين زيد في الحسن فهذا بدل الكل من الكل أتي به للبيان لأن الأول مبهم لأنك ذكرت أن العيون أنقص من عين زيد ولم تذكر أن المقصان في أي شيء ولا يجوز أن يكون أحسن فيها الكحل صفة لقولك كعين زيد لأنه يكون في المعنى ما رأيت مثل عين زيد في حسن الكحل فيها زائدة عليها في حسن الكحل فيها وكيف يكون مثل الشيء في الوصف زائدا عليه في ذلك الوصف في حالة واحدة وإننا استغليت في هذه العبارة عمنا بعد المرفوع لدلالة قولك كعين زيد عليه لأن معناه كما قلنا إن كل عين دونها في حسن الكحل فيها وهذا هو المستفاد بعينه من قولك أحسن في عينها الكحل منه في عين زيد وقوله كوادي السباء حين يظلم وادية انتصب وادية على أنه مسعول لأرى وقوله كوادي السباء حال منه لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصبت على الحالية ويجوز أن يكون عطف ديام لقوله كوادي السباء والكاف اسمية ويجوز أن يكون تنيزا كقولك عندي مثل زيد رجلا ويجوز أن يكون مصوفا بأقل بدلا من كوادي السباء كما كان أحسن في عينه الكحل بدلا من كعين زيد والتقدير أقل به ركب منهم بوادي السباء وأخوف به ركب منهم بوادي السباء قوله ولا أرى الواو اعتراضية قوله حين يظلم غرف لمعنى الكاف أي وادي يشبه وادي السباء وقت إغلامه ومن في قوله ما وقى الله مصدرية على حدف مضاف أي وقت وقاية الله للسارين وهو ظرف لأخوف وهو لمعنى المفعول مثل أشهر وأحمد وقوله تأية أي تثبتا وتوقفا وهو تفعله من تركيب أي تحيا يقال تأية أي تثبت وهو منصوب على التمييز من أقل كما في قولك زيد أحسن منك ثوبا فيكون في المعنى فاعلا مضافا إلى المرفوع بأفعل أي أحسن ثوبه وأقل تأية ولو عبرت بالعبارة الأولى قلت ولا أرى واديا أقل به ركب منهم بوادي السباء كقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله فيه الصوم منه في عشر بالحجة ولو عبرت بالعبارة الثانية قلت ولا أرى واديا أقل به ركب تأية من والسباء تم قسم الأسماء والحمد لله رب العالمين عنوان قسم الأفعال الفعل معناه خواصه قوله الفعل ما دل على معنى في نفسه مقتلن بأحد الأزمنة الثلاثة ومن خواصه دخول قد والسيم وسوف والجواز والحق تائف علت وتاء التأنيث الساكنة قوله في نفسه يخرج الحرف وقوله مقتلن بأحد الأزمنة الثلاثة أي الماضي والحال والاستقبال يخرج الاسم وكل اعتراض ورد على طرد حد الاسم أي على قولنا كل اسم فهو مقتلن أعمل اعتراض بباد الغبوط واسم الفاعل العامل فهو وارد على عكس حد الفعل أعني على قولنا كل فعل فهو مقتلن وما ورد على عكس حد الاسم أعني على قولنا كل غير مقتلن فهو اسم من الاعتراض بالمبارع والأفعال غير متصرفة كعسى وشبه فهو وارد على طرد حد الفعل أعني على قولنا كل فعل فهو مقتلن والجواب عن الاعتراضات كما تقدم في حد الاسم وإننا اختص قد بالفعل لأنه موضوع لتحقيق الفعل مع التقريب والتوقع في الماضي ومع التقليد في المبارع وأما الصين وسوفة فسناهنا سيبويه حرفي التنفيس ومعناه تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التبويق في الحال يقال نفسه الخناق أي وسعته وسوف أكثر تنفيزا من السين ويخفف سوفة بحلف الفاء فيقال سيفعل وقد يقال سيء بقلب الواو رواء وقد تحدث الواو وتسكن لفاء التي كانت تحريقها للساكنين نحو سف أفعل وقال إن السين منقوس من سوفة دلالة بتقنير الحروف على تقرير الفعل وإن مختص بالفعل لكونهما موضوعين للدلالة على تأخير الفعل من الحال إلى الاستقبال واختص الجوازن بالأفعال لأنه لا جزم في الأسماء كما ذكرنا أنهم وصوا الأسماء لأصالتها في الإعراب الحركات الثلاث ونقص الفعل لفرأيته على الأسماء في الإعراب ما لا يكون من عمله وهو الجر فلما نقص الجر لن يحرك بشيء بدل الجر فبقي مجزوما أي ساكنا ولولا كراهة الخروج من إجماع المحاه لحسن الدعاء كون المبارع المسمى مجزوما مبنيا على السكون لأن عمل ما سمي جازما لم يظهر فيه لا لفظا ولا تقديرا وذلك لأن أصل كل كلمة اسما كانت أو فعلا أو حرفا أن تكون ساكنة الآخر ومن ثم لتقلب العلة للبناء على السكون وإنما سمي العامل عاملا لكونه غير آخر الكلمة عما هو أصله إلى حالة أخرى لفظا أو تقديرا ثم نقول إن نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي نجني كغزو وخشى ورمي وإنما حرف الآخر ليكون فرقا بين المعرب المقدر إعرابه وبين المبني وذلك لأنك تحذف في الفعل محل الإعراب إذا كان حرفا يوهن سكونه أنه لاستفقال الحركة عليه لا للبناء أي حرف العلة ليكون تنبيها على أنه كما ليس فيه بظاهر ليس بمقدر أيضا لزوال محل الإعراب أي الحرف الأخير بلا علة بخلاف يا شدي ولا فتا فإنك أبقيت حرف الإعراب ليكون مقدرا فيه فيقيل لا نسلم أن العامل إنما يكون عاملا لتغيير آخر الكلمة عما هو أصله بل إنما يكون عاملا لتغييره عن حالة إلى أخرى سواء كانت الحالة الأولى أصلا لآخر الكلمة أي السكون أو حالة إعرابية حاصلة لها قبل دخول العامل فنحن إنما سمينا الجازم عاملا لأقله آخر المبارع من الرفع الذي هو معمول وقوعه موقع الاسم أو تجرده من العوامل إلى السكون وذلك لأن عامل الرفع في المبارع مقدم على عامل النصب والجزم إذا عامل الرفع هو التجرد عنهما أو الحاصل عند التجرد عنهما وهو وقوعه موقع الاسم فيكون الجازم طارئا على الرافع قلنا ليس زوال الرفع أثرا للجازم ومنسوبا إليه بل هو منسوب إلى زوال عامل الرفع أي الوقوع أو التجرد على ما قول إن عدة العدم عدم العلة فإن قول فيكون زوال الرفع أثرا لزوال عامل الرفع وزوال عامل الرفع أثر للجازم وأثر الأثر أثر فزوال الرفع أي من جزام أثر للجازم قلنا زوال عامل الرفع قد يكون أثرا للناصب أيضا فيلزم أن يكون الناصب جازنا وأقصى ما يمكن في تنشية كلام المحاه أن يقال إن الناصب يزيل الرفع إلى بدل وهو النصب والجازم يزيله لا إلى بدل فلم يسم الناصب جازما لأن تعريفه بأثره الوجودي أولى من تعريفه بأثره العدمي ولما لم يكن الجازم أثر موجودي أعرفوه بالعدمي فسمي جازما إلا أنه لا يلزم على هذا أن يكون الناصب في نحو لن يضرب ولم يضرب ولم تضرب جازما لإزالة أثر الرفع لا إلى بدل وليختر ما نذهب الكثائي وهو أن ارتفاع المضارع بحروف المضارعة فيكون الجازم الطارئ مسقطا للرفع الثابت لا إلى زوال الرافع لأن عامل الرفع ثابت مع الجازم فكيف ينسب زوال الرفع إلى زوال عامله لم يرد الاعتراض المذكور قوله ولحوق تائفالت يعني به اتصاله بضمير الرفع البارز وإن نختص بالفعل لأن الاسم يستحق مثناه ومجموعه جمع السلامة الألف والواو فلو لحقه دمير الرفع البارز لاجتمع في المثنى ألفان وفي الجمع واوان فإن لم يحدث أحدهما استسطل وينحذف التبس قوله وتاء التأليف الساكنة لأنه سكنت للفرق بينها وبين التاء اللاحقة للاسم وكانت أولى بالسكون من التاء الاسمية لخفة الاسم وثقة للفعل عنوان الفعل الماضي تعريفه وبناؤه قوله الماضي ما دل على زمان قبل زمانك ندميرا على الفتح مع غير الضمير المرفوع المتحرك والواو قوله ما دل أي فعل دل حتى لا ينتقد بأمس ونحوه وإنما لم يحتجئ التصريح بلفظ الفعل لأنه في قسم الأفعال قوله قبل زمانك أي قبل زمان تلفظك به لا على وجه الحكاية وقولنا لا على وجه الحكاية ليدخل فيه نحو خرجت في قولك اليوم يقول زيد بعد غد خرجت أنسي فخرجت ماضي وإن لم يدل هنا على زمان قبل زمان تلفظك به لأنك حاكم وزيد يتلفظ به لا على وجه الحكاية فيدل على زمان قبل زمان تلفظه به ويخرج عنه أيضا نحو أخرج في قولك اليوم قال زيد أول من أمس أخرج غدا فإنه دال على زمان تلفظ الحاك به وأكثر ما يستعمل في الإنساء الليقاعي من أمثلة الفعل هو الماضي نحو بيعت واشتريت والفرق بين بيعت الإنشائي وأبيع المقصود به الحال أن قولك أبيع لا بد له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج فإن حصلت المطابقة المقصودة فالكلام صدق وإن لا فهو كذب فلهذا قيل إن الخبر محتمل للصدق والكذب فالصدق محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه والكذب محتمله ولا دلالة لللفظ عليه وأما بيعت الإنشائي فإنه لا خارج له تقصد مطابقته بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ وهذا اللفظ موجد له فلهذا قيل إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب وذلك لأن معنى الصدق مطابقة الكلام للخارج والكذب عدم مطابقته له فإذا رميكم هناك خارج فكيف تكون المطابقة وعدمها واعلم أن الماضي ينصرف إلى الاستقبال بالإنشاء الطلبي إما دعاء نحو رحمك الله وإما أمرا كقول علي رضي الله عنه في النهج أجزأ مرء قرمه وآسى أخاه بنفسه وينصرف إليه أيضا بالإخبار عن الأمور المستقبلة مع قصد القطع لوقوعها كقوله تعالى ونادى أصحاب جنة أصحاب النار واثيق الذين والإنة في الموضعين أنه من حيث إرادة المتكلم لوقوع الفعل قطعا كأنه وقع ومضى ثم هو يخبر عنه وينصرف إليه أيضا إذا كان منفي بلا أو إن في جواب القسم نحو والله لا فعلت أو إن فعلت فلا يلزم تكير لا كما يلزم في الماضي الباقي على معناه قال حسب المحبين في الدنيا أعذابهم والله لا عذبتهم بعدها سقروا أي لا تعذبهم وينقلب إليه أيضا بدخول إن الشرقية وما يتضمن معناها وبدخول ما النائبة عن الظرف المضاف نحو ما ذر شارق ومدانة السماوات لتضمنها معنى إن أي إن دامت قليلا أو كثيرا وقد يبقى معها على المضين كقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ويحتمل المضين والاستقبال بعد هنزة التسوية نحو سواء علي أقمت أمقعت وبعد كلما وحيثما لأن في الثياهة رائحة الشرط وكذا بعد حرف التحبوب إذا كان للطلب لا للتقريع كما يجيء في بابه وكذا إذا كان صلة لموصول عام هو مبتدأ أو صفة لمكرة عامة كذلك نحو الذي أتاني فله درهم أو كل رجل أتاني فله درهم لأن فيهما رائحة الشرط كما ذكرنا في باب المبتدأ قوله مبني على الفتح أما بنائه فعلى الأصل كما ذكرنا في أول الكتاب وأما بنائه على الحركة فلمشابهته رسم بوقوعه موطعه نحو برجل ضاب أي ضارب فالمبارع لما شابهه المشابهة التامة استحق الإعراب وهو لمشابهته مشابهة ناقصة استحق البناء على الحركة وأيضا لوقوعه موطع المبارع في المواقع المذكورة قبله وخص بالفتح لثقة للفعل الأفضاء إذ لا ثمد فعلا ثلاثيا ساكن الوسط بالأصالة ومعنى بدلالته على المصدر والزمان وبطلب المرفوع دائما والمنصوب كثيرا فيتصل به ضمير مرفوع متحرك سكن آخره كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة وإنما كان الضمير المرفوع المتصل كجزء الكلمة لأن الضمير المتصل هو كالجزء مما قبله كما نر في داب المغمرات ولا سيما إذا كان فاعلا وهم لا يجمعون في كلمة واحدة بين أربع حركات على الولاء ولهذا قالوا أصلوا هدبد وأولبط هدابد وأولابط قوله الضمير المرفوع احترز به عن المنصوب نحو ضربك وضربنا فإنه لا يسكن قوله المتحرك احتراز من المرفوع الساكن نحو ضربا فإنه لا يسكن معه لعدم توالي أربعة المتحركات وإذا اتصل به الواو اندم آخره لمجانسة الواو غلوان الفعل المضارع تعريفه وجه مشابهته للاسم شرط إعرابه قوله المضارع ما أشبه الاسم بأحد حروف مأيت لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالسين فالهمزة للمتكل المفرد والنون له مع غيره والت للمخاطب مطلقة وللمؤنس وللمؤنستين غيبة وليأول الغائب غيرهما وحرف المضارع مضموم في الرباعي مفتوح فيما سواه ولا يعرض من الفعل غيره إذا لم يتصل به نون تأكيد ولا نون جمع مؤنس قوله ما أشبه الاسمين أي الفعل الذي أشبه الاسمين وإنما أعرف المضارع بمشابهته للاسم لأنه لم يسمى مضارعا إلا لهذا ومعنى المضارعة في اللغة المشابهة مشتقة من الضرع كأن كلا الشبيهين ارتضع من ضرع واحد فهما أخوان رضاع يقال تضارع السخلان إذا أخذ كل واحد منهما بحلمة من الضرع وتقابل في الرضاع قوله بأحد حريف نأيت ليس بيان بوجه المضارعة بل بيانه هو قوله لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالصين والباء هنا للثوبية إذ زيادة هذه الحروف على أول الماضي مع تغيير بعض حركاته سيب محصر لجهة مشابهة المضارع للإسن وتلك الجهة وقوعه مشتركا كما ذكرنا فالباء فيه كما في قولك بزيد صرت كقارون في الثروة قوله بأحد حروف نأيت يخرج الماضي قوله لوقوعه مشتركا بيانا لوجه مشابهة المضارع لمطلق اسم وأن مشابهته باسم الفاعل خاصة فبالموازنة وصلاحيته للحال والاستقبال فلذلك عمل عمله كما تقدم قوله لوقوعه مشتركا أي هو حقيقة في الحال والاستقبال وقال بعضهم هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وهو أقوى لأنه إذا خرى من القرائم لن يحمل إلا على الحال ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينه وهذا شأن الحقيقة والمجاز وأيضا من المناسب أن يكون للحال صيرة خاصة كما لأخوه وقيل هو حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال لخفاء الحال حتى اختلف العلماء فيه فقال الحكماء إن الحال ليس بزمان موجود بل هو فصل بين الزمانين ولو كان زمان لكانت تنسيف تثليثيا وليس بشيء لأن الحال عند النحا غير الآن المختلف في كونه زمانا بل هو ما على جنبتي الآن من الزمان مع الآن سواء كان الآن زمانا أيضا أو الحد المشترك بين الزمانين وليس ثم تقول إن يصلي في قولك زوج يصلي حال مع أن بعض صلاته الماضم وبعضها باقي فجعل الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحال وقيل إن المبارع يشبه الاسم بدخول لام الابتداء نحو إن زيدا لا يخرج كما تقول إن زيدا لخارج ولا يقال إن زيدا لخرجا فإن هذه اللام الداخلة في حيز إن أصلها أن تدخل في المبتداء ثم تأخرت عن الابتداء لدخول إن فهي تدخل على الاسم أو على ما أشبه الاسم مراعاة لأصلها وهو المبتداء وأن قولهم إن زيدا لا في الدار فلقيام الظرف مقام حاصل كما يجيء في باب إن وعند الكوفيين لا مبتداء الداخلة على المبارع مخصصة له بالحال كما أن السين تخصصه بالاستقبال فلا يكون دخولها وجه آخر للمشابهة بل كالسين في التخصيص فلذلك لا يجوزون إن زيدا سوف يخرج للتناقض والبصريين يجوزون ذلك لأن اللهم عندهم باقية على إفاة التوكيد فقط كما كانت تفيده لما دخلت على المبتدأ قوله لوقوعه المشترك وتخصيصه بالسين يعني أن الاسم يكون مبهما نحو رجل ثم يختص بواحد بسواب حرف نحو الرجل وكذا المضارع مبهن لسلاحيته للحال والاستقبال ثم يختص بأحده ما بالسين والفعل المضارع مغرب للمشابهة المذكورة عند البصريين لا لأذل توارد المعاني المختلف عليه وقال الكوفيون أعرب الفعل المضارع بالأصالة لا للمشابهة وذلك لأنه قد تتوارد عليه أيضا المعاني المختلفة بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه فيحتاج إلى إعرابه ليتبين ذلك الحرف المشترك فيعين المضارع تبعا لتعينه وذلك نحو قولك لا تبعب رفعه مخلص لكون لا النفي دون النهي وجزمه دليل على كونها للنهي ونحو قولك لا تأكل السمك وتشرب الوبن نسب تشرب دليل على كون الواو للصرف وجزمه دليل على كونها للعطف ونحو ذلك ما بالله حاجة فيظلمك نسب يظلم دليل على كون الفائل السابية ورفعه على كون للعطف ونحو ليدرب جزمه دليل على كون لام للأمر ونسب لام كي أو لام الجهود ويتغير المعنى بكل واحد من الإعرابات المذكورة ثم طرد الحكم فيما لا يلتبس فيه معنى بمعنى نحو يدرب زيد ولي يدرب زيد ولم يدرب زيد كما طرد الإعراب في اسم فيما لم يلتلس فيه الفاعل بالمفعول نحو أكل الخبز زيد سواء كانت المواضع المتلسة في اسم أو في الفعل أكثر من غير المتلسة أو أقل مساوية لها فإنها قد يطرج في الأكثر الحكم الذي ثبتت علته في الأقل كحذفهم الواو في تعد ونعد وآعد لحذفهم لها في يعد وكذا حلف الهمزة في يكرم ونكرم وتكرم لحذفهم لها في أكرم قوله فالهمزة للمتكلم المفادة تبيين لمعاني حروف المضارعة ليعلم أنها لا تكون المضارعة إلا باعتبار معانيها وإنه في أول أكرمت أيضا الهمزة وليست للمتكلم لثبوتها مع الغائد والمخاطب فلا يكون الفعل بسيبها مضارعة فالهمزة للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا والنوم للمتكلم مع غيره سواء كان مذكرين أو مؤنثين أو مختلفين وكذا يصلح للجمع بالاعتبارات الثلاثة ويقول الواحد المعظم أيضا نفعل وفعلنا وهو مجاز عند الجمع لعدهم المعظم كالجماعة ولم يجئ للواحد الغائب والمخاطب المعظمين فعلوا وفعلتم في الكلام القديم المتد به وإنما هو استعمار المولدين والتاؤل المخاطب مذكعا كان أو مؤنثا مفردا كان أو مسمى أو مجموعة وللمؤنث الغائب وللمؤنستين أيضا والياء الغائب غيرهما أي غير المؤنث والمؤنستين فيكون لأربعة أي لواحد المذكر ومسناه وجمعه ولجمع المؤنث قوله وحرف المضارعة مضمون في الرباعي سواء كانت حروفه أصلية كي يبحرج أو فيه زائدة كي يكرم وأصله يؤكرم ويقطع ويقاتل وأصل الأفعال ثلاثي وارباعي فتحت حروف المضارعة في الثلاثي لأن الفتح لخفته هو الأصل فكان بالثلاثي الأصل أو لا أو لأن الرباعي أقل فاحتمل الأفقل الذي هو الضم وترك الكسر لأن الياء من حروف المضارعة يستثقل عليها وكسر حروف المضارعة إلا الياء نغة غير الحجازيين إذا كان الماضي مكسور العين كما يجيء في التصريف ويكسرون الياء أيضا إذا كانت بعدها الياء أخرى فلما ضموا في الرباعي الأصلي حروفه حمل عليه الرباعي المزيد فيه كيفاعل ويفعل ويفعل وبقي غير الرباعي على أصل الفتح لخفته وأن أهراق يهريق وأستاع يستيع فرباعي زند فيه الحرفان على غير القياس كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى قوله ولا يغرب من الفعل غيره قد تقدم علته قوله إذا لم يتصل به من التوكيد اعلم أنه اختره في المضارع المتصل به نون التوكيد فقال جنهورهم إنه مبني لتركبه مع النون وفيروته معها كالكلمة الواحدة ولا إعراب في الوسط وأما النون فحرف ولا حظ له في الإعراب فبقي الجزآن مبنيين فإن قيل فلم امتزجا فهل أعربت الكلمة على النون كما يغرب لسم المؤنث على التاء لما ركبا أو هل أؤلوه على هذا الانتزاج على ما قبل النون كما أغرب اسم مع انتزاجه بالتنمين على ما قبله قلت إما لأن الاسم أصلا في الإعراب والفعل فرع عليه فروعي إعراب الاسم بقدر ما أنكن دون الفعل ولسيما والنون من خواص الأفعال فترجح جانب الفعلية وبعفت مشابهة الاسم وهذا على نفس البصريين وإما لأن علة إعراب الفعل ليست ظاهرة ظهور علة إعراب الاسم وأكثر الأفعال المبنية فيرجع إلى البناء لأدنى ساب وهذا على نظر الكوفيين انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان الفعل المضارع وللعرب داع آخر إلى ترك إعراب ما قبل النون كما أعرب الاسم على ما قبل التنوين فرجح لذلك الداعي موجب البناء مع ضعفه وهو اشتغال ما قبل النون المؤكدة بالحركة المجتلبة للفرق بين المفرد المذكر والمجموع المذكر والواحد المؤنث ففتحوا في الأول وضموا في الثاني وكسروا في الثالث لأجل الفرق ولما كان أصل اسم الإعراب لم يبنوه مركبا مع التنوين بناء الفعل مع النون وأيضا لم يكن للتنوين معه انتزاج قوي ألا ترى إلى سقوطه في الوقف وفي الإضافة ومع اللام ولضعف الانتزاج لم يعرب على التنوين كما أعرب على تاء التأنيث وقال بعضهم جميع ما اتصل به النونات من المضارع باق على إعرابه كما أن اسم مع التنوين معرب لكن لما اشتغل حرف الإعراب بالحركة المجتلبة قبل إعراب الكلمة لأجل الفرق صار الإعراب مقدرا كما في نحو غلاني على مذهب المصنف وقال وقال بعضهم المضارع مع النونين مبني للتركيب إلا إذا أسل إلى الألف نحو هل تضربان أو الواو نحو هل تضربون أو الياء نحو هل تضربين لأن الضمائر البارزة تمنع التركيب لفصلها بينهما والمحذوف للساكنين في حكم الثابت فنحو يضربنا وتضربنا كيخشونا وتخشينا فالمصند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب مقدر الإعراب لاشتغال محله بحركة الفرق فإن طيل فإذا كانت معربة فلما لم تعوض أمم من الحركة كما عوض في نحو يضربان ويضربون وتضرمين لما اشتغل محل الإعراب أي لام الكلمة بالحركات المناسبة للحروف التي هي ضمائر قلت كراهة لاجتماع النونات وإنما لم يدر الإعراب عند هؤلاء على نون التوكيد كما دار على ياء النسب وتاء التأنيث لمشابهتها للتنوين والإعراب قبل التنوين لا عليه ولتشابههما تقلب ألفا في نحو لنسفعا قوله ولا نون جمع اختلف فيه أيضا فالجمهور على أن الفعل مبني للحاقها قال سيبوي إن يضربنا شابها ضربنا يعني أنه لما سكن آخره وإن لم يجتمع فيه أربعة متحركات حملا على ضربنا جاز بناءه أيضا حملا عليه وإذا وإذا جاز لك تشبيه الفعل بالاسم وإخراجه عن أصله من البناء فالأولى في الفعل المشابه للفعل أن يرد إلى أصله من البناء مع أن هناك داعيا إلى بنائه وهو إلزامهم لمحل الإعراب الإسكان لمشابهته نحو ضربنا وقال بعضهم هو معرب لضعف علة البناء مقدر الإعراب لإلزامهم محله السكون ولم يعوض النون من الإعراب خوفا من اجتماع النونين عنوان أوجه الإعراب في الفعل المضالع قوله وإعرابه رفع ونصب وجزم فالصحيخ المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة والسكون والمتصل به ذلك بالنون وحذفها نحو يضربان ويدربون وتضربين والمعتلب الواي والياء بالضمة تقديرا والفتحة لفظا والحذف والمعتلب الألف بالضمة والفتحة تقديرا والحذف قوله وإعرابه رفع ونصب وجزم قد مضى علة اختصاصه بالجزم قوله فالصحيخ المجرد إلى آخره تفصيل لأنواع الأفعال باعتبار الإعراب لأن الإعراب يختلف في أنواعها كما اختلف في أنواع الأسماء فنحى نحو تبيينه في الأسماء وبينها هنا اللفظي والتقديري في كل واحد من تلك الأنواع لسهولة أمره بخلاف الأسماء فإنه بين هناك التقديري ولم يبين اللفظي لعدم انحصاره قوله في الصحيح احتراز عن المعتل نحو يغزو ويرمي ويخشى فإنه ليس بالدمة رفعا والسكون جزما قوله المجرد عن ضمير بارز احتراز عن الملتبس بالضمير البارز المرفوع ثم بين أن ذلك الضمير لا يكون في المبارع إلا في المثنى والمجموع والمخاطب المؤنث نحو يضربان ويضربون وتضربين وإنما احترز عن هذه الأمثلة الخمسة لأنها لا تكون بالضمة والفتحة والسكون بل بالنون وحذفها كما يجيء وإنما قيد الضمير البارز لأنه لو قال المجرد عن الضمير وسكت لوجب ما أحد لوجب أن لا يكون بالضمة والفتحة والسكون وإنما قيد الضمير البارز بالمرفوع لأنه لو سكت على قوله المجرد عن ضمير البارز لوجب أن لا يكون المتصل بالضمير البارز المنصوب نحو يضربك بالضمة والفتحة والسكون قوله والمتصل به ذلك أي المضارع المتصل به ذلك الضمير البارز المرفوع وهو الألف والواو والياء في الأنفلة الخمسة يرتفع بالنون وينتصب وينجزم بحذفها وإنما أعرب هذا بالنون لأنه لما اشتغل محل الإعراب وهو اللام بالضمة لتناسب الواو وبالفتحة لتناسب الألف وبالكسرة لتناسب الياء لم يكن دوران الإعراب عليه ولم يكن فيه علة البناء حتى ينتمع الإعراب بالكلية فجعل النون بدل الرفع لمشابهته في الغنة للواو وإنما خص هذا الإبدال بالفعل اللاحق به الواو والألف والياء دون نحو يدعو ويرمي ويخشى والقاضي وغلامي وإن كان الإعراب في جميعها مقدرا لمانع من كونها معربة ليكون الفعل اللاحق به ذلك الضمير كاسم المثنى والمجموع بالواو والنون وذلك لكون ألف يضربان مشابه لألف ضاربان وواو يضربون مشابه لواو ضاربون وإن كان بينهما فرق من حيث إما اللاحق للإسم حرف وحمل الواو في تفعالين على أخويه الألف والواو في لحاق النون بهما وإنما جازوا يقوع علامة رفع الفعل بعد فاعله أعني الواو والياء والألف لأن الضمير المرفوع المتصل كالجزء وخاصة إذا كان على حرف ولسيما إذا كانت تلك الحروف من حروف المد والنين فالكلمة معها كمنصور ومسكين وعمار وسقوط النون في الجزم ظاهر لكونه علامة الرفع وكذا في النصب لأن علامة الرفع لا تكون في حالة النصب إلا أن الرفع في الواحد زال مع الناصب وجاء في موضعه الفتح وفي الأنثلة الخمسة زال الرفع لا إلى بدل كما كان البدل في الأسماء الستة لأن حروف العلة يبدل بعضها ببعض في الإعراب لكونها متولدة من حركات الإعراب القائم بعضها ما قام بعض فصار النصب في الأنثلة الخمسة إلا في صورة الجزم وتحذف هذه النونات الخمس مع نين التوكيد أما عندما قال الفعل معهما نبني فظاهر وأما عندما قال بإعراب الفعل معهما فالاجتماع النونات فيكون الإعراب مقدرا كما في قاض وتكسر النون بعد الألف غالبة لأن الساكن إذا حرك فالكسر أو لا وقرأ في الشواذ تعدانني وتفتح بعد الواو والياء حملا على نون الجمع في الاسم وندر حذفها لا بالأشياء المذكورة نظمى ونثرى قال أبيت أسري وتبيتي تدركي جندك بالعنبر والمسك الذكي قوله والمعتل بالواو والياء بالضمة تقطيرا استثقلت الضمة على الواو والياء بعد الضمة والكسرة ولم تستثقل الفتحة بعده ما لخفتها وربما يظهر في الضرورة الرفع في الواو والياء كما يظهر في الاسم جر الياء ورفعها قال ما إن رأيت ولا أرى في مدتي كجواري يلعبن في الصحراء ويقدر لأجل الضرورة كثيرا نسب الياء والواو نحو قوله فما سودتني عامر عن وراسة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي وكذا في الاسم قال كأن أيديهم بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق ويقدر أيضا في السعة كثيرا كقولهم في المثل أعطي قوس باريها وكذا يقدر في الضرورة رفع الحرف الصحيح وجره قال فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي وإنما جاز حذف الواو والياء والألف في الجزم لأن الجازم عندهم يحذف الرفع في الآخر والرفع في المعتل محذوف للاستثقال قبل دخول الجازم فلما دخل لن يجد في آخر الكلمة إلا حرف العلة المشأدفة للحركة فحذفه وقد لا تحذف الأحرف الثلاثة في الضرورة قال إن العجوز غضبت فطلقي ولا ترباها ولا تملقي وقال ألم يأتيك والأنباء تنوي بما لاقت لبون بني زياد فيقدر أنها كانت متحركة فحذفت حركتها للجزم أو يقال إن الحروف حذفت للجزم والحروف الموجودة الآن للإشباع كما في قوله وإنني حيثما يدني الحوى بصري من حيثما سلكوا أدنوا فأنظوروا وقوله ينباع من جفر غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المقدمي وربما جاء نحو لم يأتي في الساعة عنوان رفع المضارع وعامله وما يخلصه للحال أو الاستقبال قوله ويرتفع إذا تجرد عن الناصد والجازم نحو يقوم زيد هذا وإن لم يصرح بأن عامل الرفع هو التجرد عن العوامل كما هو مذهب الفراء كالإيماء إلى ذلك المذهب ولعل اختيار الفراء لهذا حتى يسلم من الاعتراضات الواردة على مذهب البصريين وهو أن ارتفاعه بوقوعه موقع اسم سواء وقع موقع اسم مرفوع كما في زيد يضرب أي ضارب أو مجرور أو منصوب نحو مررت برجل يضرب ورأيت رجلا يضرب وإنما ارتفع بوقوعه موقع الاسم لأنه يكون إذن كالاسم فأعطي أسبق إعراب الاسم وأقواه وهو الرفع وتلك الاعتراضات مثل أن يرتفع في مواضع لا يقع فيها الاسم كما في الصلة نحو الذي يضرب وفي نحو سيقوم وسوف يقوم وفي خبر كاد نحو كاد زيد يقوم وفي نحو يقوم الزيدان ويمكن الجواب عن نحو الذي يضرب ونحو يقوم الزيدان بأن يقال هو واقع موقعه لأنك تقول الذي ضارب هو على أن ضارب خبر مبتدأ مقدم عليه وكذا قائمان الزيدان ويكفين وقوعه موقع الاسم وإن كان الإعراب معه تقديره اسمى غير الإعراب مع تقديره فعلا وعنه سيقوم بأن سيقوم مع السين واقع موقع قائم لا يقوم وحده والسين صار كأحد أجزاء الكلمة وعنه كاد زيد يقوم بأن أصله صلاحية وقوعه موقع الاسم كما في قوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر وإنما عدل عن ذلك الأصل لما يجيء في بابه وقال الكسائي عامل الرفع فيه حروف مضارعة لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بخدوثها إذ أصل المضارع إما الماضي وإما المصدر ولم يكن فيهما هذا الرفع بل حدث مع حدوث هذه الحروف فإحالته عليها أولى من إحالته على المعنوي الخفي كما هو مذهب البصريين والفراء وإنما عزلها عامل النصب والجزم لضعفها وصيرورتها كجزء الكلمة فيعزلها الطارئ المنفصل ويتعين المضارع للحالية بالآن وآنفة وما في معناهما من الظروف الدالة على الحال وبلا نبتداء عند الكوفيين كما مر وقال بعضهم يتعين له بنفيه بليس نخو ليس زيد يقوم وبما نخو ما يقوم زيد أو ما زيد يقوم وبإن نخو إما يقوم زيد عند المبرد وقال أبو علي أم لمطلق النفي وما لنفي الحال وقد مضى الكلام على ما في بابها وسيجيء الكلام على ليس في بابه ويتخلص للإستقبال بظرف مستقبل نحو أضرب غدا ونحوه وبإسناده إلى متوقع كتقوم القيامه وباقتضائه طلب الفعل وذلك في الأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي والإشفاق لأن طلب الحاصل محال وبكونه وعدا كقولك واعدا أكرمك وأحسن إليك وبنوني التأكيد ولا من القسم إلى الثلاثة التوكيد وهو إنما يلوق بما لم يحصل نحو والله لأضرب على ضعف ولا أضربن وأن الحاصل في الحال فإنه وإن كان محتملا للتأكيد وذلك بأن تخبر المخاطب أن الحاصل في الحال متصف بالتأكيد لكن لما كان موجودا وأن كان للمخاطب في الأغلب أن يطلع على ضعفه وقوته لم يؤكد وإذا كان القسم بماء فهو للحال لظهور ما في الحالية كما مضى في بابها وينصرف إلى الاستقبال بكل ناصب أو جاز فلذا كانت إذن الناصبة علامة للاستقبال وإذا ارتفع المبارع بعدها فهو للحال وينصرف إليه أيضا بلوء المصدرية نحو قوله تعالى ودوا لو تبهن وكذا بكل أدى شرط وإن لم تعمل إلا لو فإنها موضوعة للشرط في الماضي ويجب كون الجزاء مستقبلا لأنه لازم الشرط الذي هو مستقبل ولازم الشيء واقع في زمانه ويتخلص أيضا بحرف التنفيس قال سيبويه ومن تبعه وبلا إن نفي أيضا وقال ابن مارك بل يبقى على صلاحيته للحال وليس ببعيد لقوله تعالى ولا أقول لكم عندي خزائم الله وينصرف المضارع إلى المضيء بلم ولما الجازمة وقال بعضهم هما يدخلان على لفظ الماضي فيقلبانه إلى لفظ المضارع فيقلبانه إلى لفظ المضارع ويبقى المعنى على ما كان والأول أولى لأن قلب المعنى أظهر وأكثر في كلامهم وينصرف أيضا إلى المضيء بلو غالبا وبإذ وربما فإنهما موضوعان للماضي عنوان نصب الفعل المضارع الأدوات الناصبة استعمالات أن قوله وينصب بأن ولن وإذن وكي وبأن مقدرة بعد حتى ولان كي ولان الجهود والفاء والواو وأو مثل أريد أن تحسن إلي وأن تصوم والتي تقع بعد العلم مخفصة من الثقيلة وليست هذه مثل علمت أن سيقوم وأن لا يقوم والتي تقع بعد الظن فيها الوجهان ولن معناها نفي المستقبل مثل فلن أبرح وإذن إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها وكان الفعل مستقبلا مثل إذن تدخل الجنة وإذا وقعت بعد الواو والفاء فوجهان وكي مثل أسلمت كي أدخل الجنة ومعناها السببية ذكر النواسب جملة ثم ذكر منها ما يعمل مضمرا ثم أخذ يفصل وهو قوله فأن مثل أريد أن تحسن إلي إلى آخره قوله والتي تقع بعد العلم مخفصة من الثقيلة اعلم أن أن الثقيلة يصح وقوعها في كل موضع تكون فيه مع اسمها وخبرها في موضع المفرد سواء كان معمول الفعل أو لا نحو عندي أنك قائم ولولا أنك قائم سواء كان معمول فعل التحقيق نحو عرفت أنك خارج وعلمت أنك داخل أو معمول فعل الشك نحو شككت في أنك مسلم وقال سيبويه إنه يبعف أن يقال أرجو أو أطمع أو أخشى أو أخاف أنك تفعل وقال جرى الله إن الفعل الذي يدخل على أنه مفتوحة مشدية كانت أو مخففة يجب أن يشاكلها في التحقيق وفيه نظر لقوله وددت وما تغمي المدادة أنني بما في ضمير الحاجبية عالم وفي نهج البلاغة وددت أن أخي فلانا كان حاضرا وكذا في تعليم المصنف للمنع من ذلك بقوله لو قلت أتمنى أنك تقوم لكانك المتضاد قال لأن التمني يدل على توقع القيام وأن تدل على ثبوت خبرها وتحققه وذلك لأن لا نسلم أن أن دال على ثبوت خبره وتحققه بل على أن خبره مبالغ فيه مؤكد فيصح أن يثبت هذا المؤكد نحو قولك تحقق أنك قائم وأن ينفى نحو قولك لن يثبت أن زيدا قائم وأنا شاك كن في أنه قائم ولو ولو كان ولو كان بين معنى التمني ومعنى أن تنافيا أو كالتنافي لم يجز ليت أنك قائم رجعنا إلى المقصود فنقول إذا خففت أن المشددة تقاصرت خطاها فلا تقع مجرورة الموضع كالمشددة لا تقول عذبت من أن ستخرج ولا تقع إلا بعد فعل التحقيق كالعلم وما يؤدي معناه كالتبين والتيقن والانكشاف والظهور والنظر الفكري والإيحاء والنداء ونحو ذلك أو بعد فعل الظن بتأويل أن يكون ظنا غالبا متأخيا بالعلم فلا تقول أعجبني أن ستخرج ولا وذدت أن ستخرج أو رجعت أن ستخرج كما تقول ذلك في المثقلة وذلك أنها بعيد تخفيف شابهت لفظا ومعنا أن المصدرية أما لفظا فظاهر وأما معنا فلكونهما حرفي المصدر فأوليد الفرق بينهما فألزم قبل المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدي مؤداه أو ما يجري مجراه من الظن الغالب ليكون مؤذنا من أور الأمر أنها مخففة لأن التحقيق بأن المخففة الذي فائدته التحقيق أنسب وأولى فلهذا لم يجئ بعد فعل التحقيق الصرف عن المصدرية وأن بعد فعل الظن وما يؤدي معنى العلم فتجيء المصدرية والمشددة والمخففة ولم يقنعوا بهذا لأن الأولوية لا تفيد الوجوب فنظروا فإن دخلت المخففة على الإسمية كقوله في فتية كسيو في الهند قد علموا أنها لكم كل من يحفى وينتعلوا أو الفعلية الشرطية كقوله تعالى أن إذا سمعتم وأن لو استقاموا لم يحتاجوا إلى فرق آخر إذا المصدرية تلزم الفعلية المؤولة مع هذه المصدر فلا يحتمل أن تدخل على الإسمية والشرطية وإن دخلت على الفعلية الصرفة فإن كان ذلك الفعل غير المتصرف كقوله تعالى أن لم ينبأ أي لم يعلم إلى قوله وأن ليس للإنسان وقوله أولم ينظروا أن يتفكروا إلى قوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم لم يحتاجوا أيضا إلى فرق آخر لأن أن المصدرية لا تدخل على الأفعال غير المتصرفة لأنها تكون مع الفعل بعدها بتأويل المصدر ولا مصدر لغير المتصرف وإن كان ذلك الفعل متصرفا واجب أن تفصل المخففة من الفعل إما بالسين نحو علم أن سيكون أو سوف يكون أو قد نحو ليعلم أن قد أبلغ أو بحرف نفين نحو علمت أن لم يقم وليقوم ولا يقوم وما قام وما يقوم وذلك لأن المصدرية لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء من الحروف المذكورة لكونها مع الفعل بتأويل المصدر معنا وعامله في المضارع لفظا فلا يفصل بينها وبين الفعل وكذا لا يفصل بين لو وكي المصدريتين والفعل كما يجيء بلى قد تفصل لا بين المصدرية والفعل لأنها لكثرة داورانها في الكلام تدخل في مواضع لا تدخلها أخواتها نحو قولك جئت بلا مال فإذا اتفق وقوع لا بعد المخففة فإن كانت المخففة بعد العلم لم تلتبس بالمصدرية لما قدمنا أن المصدرية لا تقع بعد فعل العلم وإن كانت بعد الظن جاز أن تكون مخففة ومصدرية كما في قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة قرأ بالرفع والنصب فالرفع على أن الحسبان ظن غالب فلا التباس بينهما على هذا إلا في مثل هذا الموضع ويسمي النحاة الحروف التي بعد أن المخففة حروف التعويض لأنها كالعوض من إحدى موني أن وكما جاز أي أول الظن بالظن الغالب القريب من العلم فتقع بعده المخففة وذلك كثير وكذلك قد يشب خوف أو الرجاء ويقوى حتى يرحق باليقين فتقع بعدهما أيضا المخففة كقوله ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما ميت أن لا أذوقها جوز بعضهم أن يؤول العلم بالظن مجازا فيقال علمت أن يخرج زيد بالنصب أي ظننت وجوز الفراء وابن الأنباري وقوع المصدرية بعد فعل علم غير مؤول فيجوز أن يكون قوله فلما رأى أن ثمر الله ما له وأثل موجودا وسدم فاقرة من هذا ويجوز أن تكون مخففة من غير عوض كما حكى المبرد عن البغى بذه علمت أن تخرج بالرفع بلا عوض وذلك شاذ فنقول إن أن التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي مؤداه ولا ما يؤدي معنى القول ولا بعد الظن فهي مصدرية لا غير سواء كانت بعد فعل الترقب كحسبت وطمعت ورجوت وأردت أو بعد غيره من الأفعال كقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه وأعجبني أن قمت وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أو لا بعد فعل كقوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وأن تقوم خير من أن تقعد وقد تجيء المصدرية ولا تنصب المضارع كقوله أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعر أحدا وفي حرف مجاهد لمن أراد أن يتم الرضاعة وذلك إما للحمل على المصدرية أو على المخففة والتي بعد الظن إن كان بعدها غير لا من حروف العوض فمخففة لا غير وكذا إن كان بعدها لا داخلة على غير الفعل نحو ظننت ألا مال عندك وإن كان بعدها لا داخلة على الفعل احتملت المخففة والمصدرية قوله والتي بعد العلم مخففة لا غير وكذا التي بعدما يؤدي معنى العلم إن لم يكن فيه معنى القول كأمر ونزل وأوحى ونادى فإن فيها معنى أعلم وقال معا فنقول إن وليها فعل غير متصرف كناديته أن ليس عندنا شيء فهي مفسرة أو مخففة وإن وليها فعل متصرف من غير حرف عوض احتملت أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة ولا تحتمل المخففة لعدم العوض وذلك قوله تعالى ونودي أن بورك من في النار بمعنى أي بورك أو بمعنى بالمباركة ولو قلنا إن بورك بمعنى الدعاء فهي مفسرة لا غير وكذا في نحو أمرته أن قم وذلك لأن سرة المخففة كما لا تكون أمرا ولا نهيا ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب إجماعا فكذا صلة المصدرية أيضا على الأصح كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل وأجلسي بوره كون صلة المصدرية ذلك على أن يكون معنى أمرته أن قم أي أمرته بأن قم أي بالقيام وقال أبو علي في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله يجوز أن تكون مصدرية فتكون بدرا من ماء أو من الهاء في به أو خبر مبتدأ محذوف أي هو أن يعبدوا وأن تكون مفسرة وفي حكمه ناديته أن يزيد أم لأن الفصل بالنذاء كلا فصل وكأن الفعل ولي أن وإذا وليت ما فيه معنى القول ووليها فعل متصرف مصدر بلا جاز كونها مخففة ومفسرة ومصدرية نحو قولك أمرته أن لا يفعل وأوحي إليك أن لا تفعل فإن كانت مخففة فلا للنفي ولا وجوز أن تكون للنهي لأن المخففة كالمثقلة لا تدخل على الطلبية فيرتفع الفعل وإن كانت مفسرة جاز كون لا للنفي أو للنهي فيرتفع الفعل أو ينجزم وإن كانت مصدرية انتصب الفعل أي أمرته بأن لا يفعل ولا يجوز أن تكون لا نهيا فينجزم الفعل إلا عند أبي علي كما تقدم انتهي انتهى الشريط التاسع عشر من كتاب شرح الكافية وله بطية على الشريط العشرين الوجه الأول يبدأ حادم هذا هو الشريط العشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية برغوية الدين الاسترابادي نواصل القراءة تحت نواصد المضارع فإن وليت أن نافيه معنى القول ووليها فعل متصرف مصدر بغير لا من حروف العبض نحو أوخي إليك أن ستفعل فمخصفة أو مفسرة وكذا قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لأن الفصل بالنداء كلا فصل وإن وليت ما فيه معنى القول ولم يليها الفعل الصرف بل وليها اسمية نحو ما ديته أن زيد في الدار فهي أيضا مفسرة أو مخصفة ولا يجوز كونها مصدرية لوجود دخولها على الفعل وكذا إن وليتها الشرطية كقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم وقوله تعالى أوحي إلي إلى قوله وأن لو استقاموا وأجاز الأخفش أن تنصب أن الزائدة وجوز الكوفيون كون أن شرطية بمعنى إن المكسورة كما ذكرني في قولك أن أنت منطلق انطلقت وقالوا وقالوا في قوله تعالى وَلَا رَبَّيْهُ وَكَدَا جَابِرًا لَا أَنْ يُلَاقِي أَنْ يَنْ 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 جَوَدٍ في إذن ويغلب في ظني أن أصله إذ حدثت الجملة المضاف إليها وعود منها التنميم لما قصد جعله صالحا لجميع الأزمينة الثلاثة بعدما كان مختصا بالماضي وذلك أنهم أرادوا الإشارة إلى زمان فعل مذكور فقصدوا إلى لفظ إذ الذي هو بمعنى مطلق الوقت لخفة لفظه وجردوه عن الماضي وجعلوه صالحا للأزمينة الثلاثة وحذفوا منه الجملة المضاف هو إليها لأنهما قصدوا أن يشيروا به إلى زمان الفعل المذكور بل ذلك الفعل السابق على الجملة المضاف إليها كما يقول لك شخص مثلا أنا أزورك فتقول إذن أكرمك أي إذ تزورني أكرمك أي وقت زيارتك لي أكرمك وعود التنميم من المضاف إليه لأنه يبع في الأصل لازم الإضافة فهو ككل وبعض إلا أنهما مغربان وإذ نبني فإذا على ما تقرر صالح للماضي كقوله إذن لقام بمصر معشر خشون عند الحفيظة إن ذو ليسة لانا وللمستقبل نحو إن جئتني إذن أكرمك وللحال نحو إذن أظنك كاذبا وإذن ذا هنا هو إذ في نحو قولك حينئذ ويومئذ إلا أنه كسر ذاله في نحو حينئذ ليكون في سورة ما أضيف إليه الظرف المقدم وإذا لم يكن قد له ظرف في سورة المضاف فتسرب نادر كقوله نهيتك عن طلابك إن عمر بعاطبة وأنت إذن صحيح والوجه فتحه ليكون في سورة ظرف منصوب لأن معناه الظرف والغالب في المبني على الفتح تضمن معنى الشرط وهو المعني بقول سيبويه إذن جزاء وإنما ضمن معنى الجزاء لكونه كإذن وحيثن في حجف الجلة المضاف إليها فإن الظرف الواجب إضافته إلى الجلة يقطع عن الإضافة لتضمنه معنى الشرط وذلك لأن كلمات الشرط مبهمة والإضافة توجد في المضاف تخصيصا لكن لما كانت الجلة المضاف إليها إذ ثابتة من حيث المعنى ومدر منها التميين في اللفظ بخلاف إذن وحيثن لم يجزم إذن ما هو جوابه نحو إذن أكرمك كما جزمت إذن وحيثن وإنما قلنا بكون الغالب في إذن تدمن معنى الشرط ولم نقل بوجوده فيه كما أطلق النحاة لأنه لا معنى للشرط في قوله تعالى فعلتها إذن وأنا نضالين وإذا كان للشرط جاز أن يكون للشرط في الماضي نحو لو جئتني إذن لأكرمتك وفي المستقبل نحو إذن أكرمك بنسبة فعل وإذا كان بمعنى الشرط في الماضي جاز إجراؤه مجرى لو في إدخال اللهم في جوابه كقوله تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة أي لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك وكذا قوله إذن لقام لمسر معشر خشم وليس اللهم جواب القسم المقدر كما قال بعضهم وإذا كان بمعنى الشرط في المستقبل جاء دخول الفاء في جزائه كما في جزائهم قال ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سيطي إلي يدي إذن فعاقبني ربي معاقبة قرت بذنعين من يأتيك بالحسد أي إن أتيت بشيء فلا رفعت ثم قد يستعمل بعد لو وإن توكيدا له لأن إذن مع تنمينه الذي هو عرب من الفعل بنعنى حرفي الشرط المذكورين مع فعل الشرط نحو لو زرتني إذن أكرمتك وإن جئتني إذن أزرك فكأنك كررت كلمتي الشرط مع الشرطين للتوكيد ثم كان يبوذ تأخر كلمة الشرط مع الشرط عن ما هو جزائه معنى نحو أكرمك إن أكرمتني وأكرمتك أو أكرمتني جاز تأخر إذن الذي هو بكلمة الشرط مع الشرط عن جزائه نحو أكرمك إذن وكذا يتوسط إذن بين جزء ما هو جزائه معنى تقول أنا إلى الخارج وإن كان نحو ذلك لا يبوذ في كلمة الشرط إلا برورة قال هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشا يلقى هذيب كما يجيء ذلك لضعف عن الشرط في إذن وكذا تقول والله إذن لأخرجن كما تقول والله إن كان كذا لأخرجن ولما كان إذن إشارة إلى زمان الفعل المتقبل يجب تقديم ذلك إن في كلام المتكلم بإذن نحو قولك إن جئتني إذن أكرمك قال تعالى وإن كادوا لاستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا وإما في كلام المتكلم آخر كقولك إذن أكرمك وأنا إذن أكرمك في جواب من قال أنا أزورك ثم أعلم أن إذن إذا وليه المبارع احتمل أن يكون للشرط في المستقبل كإن وأن يكون للحال فلا يتبنى معنى الجزاء كما تقول لمن يحدثك بحديث إذن أظنك كاذبا فإنه لا معنى للجزاء فهنا إذ الشرط والجزاء إما في المستقبل أو في الماضي كما مر في باب الظروف المدنية ولا ندخل للجزاء في الحال فيكون إذن مع الحال كما قلنا في قوله تعالى فعلتها إذن وأنا من الضالين فلن احتمرت إذن التي يليه المبارع معنى الجزاء فالمبارع بمعنى الاستقبال واحتمرت معنى مطلق الزمان فالمبارع بمعنى الحال وقصد التنصيص على معنى الجزاء في إذن نصب المبارع بأن المقدرة لأنها تخلص المبارع على الاستقبال فتحمل إذن على ما هو الغالب فيها أعني كونه بالجزاء لاستحارة حمل المبارع إذ ذاك على الحالية المانعة من الجزاء وذلك بسيب النصب الحاصل بأن التي هي علم الاستقبال وقريبا من هذا المبارع الواطع بعد الفاء الكائمة في جواب الأشياء الستة كما يجيب كما يجيب فإنه لم يقصد النص على كون الفائل السيابية دون العقص أدمرت بعدها لينتفي عن المبارع معنى الحالية المانعة من السيابية ومثله أيضا أنه لما تصدوا بالواو معنى مع وبأو معنى إلا أو إلا نصد الفعل بعدهما لأن نصد بأن النواصد أي أن المصدرية أو لا فيكون معنى المصدرية مشعرا بكون الواو بمعنى مع التي لا يدخل إلا على الأسماء وبكون أو بمعنى إلا أو إلا التي حقهما الدخول على الأسماء وإذا جاز لك إدمار أن بعد الحروف التي يجوها الواو والفاء وأو وحتى فهل لا جاز إدمارها بعد الاسم وإنما لم نجز إظهار أن بعد إذن مستبشاعب بالتلفظ بها بعدها ولم نجز الفصل بين إذن والمنصوب بعدها لأن المقتل لنسبه لما كان أصل التنصوص على أن إذن بالجزاء صار إذن يقضائه النسب كأنه عامل النسب كما أن فاء السابية وغاو الجنعية صارتا كالعاملين في الفعل فلم يجز الفصل بينهما وبين الفعل فصار الفاء والواو وإذن كنواسب الفعل التي لا يفصل بينها وبين الفعل إلا أن إذن لما كان نسمن بخلاف أخواته جاز أن يفصل بينه وبين الفعل بأحد ثلاثة أشياء دون الفائل الواو القسم نحو إذن والله أكرمك والدعاء نحو إذن رحمك الله أكرمك ونداء نحو إذن يا زيد أكرمك وذلك لكثرة دير هذه الأشياء في الكلام ولا يفصل بينه وبين منصوبه بالظرف وشبهه فلا يقال إذن عندك يفصل الأمر ولا بالحال نحو إذن قائم أضربك لأن الظرف والحال إذن يكونانا عن مرين للفعل الذي هو صلة أن ولا يقدم على الموصول من في حيز الصلة بخلاف القسم والدعاء والمداء وإن نشتوط في نسب الفعل أن لا يتوسط إذن بل يتصبر لأن نسب الفعل على ناقومه لغرض التنصيص على معنى الشرط في إذن والشرط مرتبته الصبر فإذا توسطت كلمة الشرط ضعف معنى الشرطية الأصلية فمن ثم تقول والله إن أتيتني لأضربنك فكيف بالشرطية العاربة فكما بعض معنى الشرط لم يراعى ذلك بنسب الفعل بعده فحصل مما تقدم أن شرط وضيب انتساب الفعل في الأفصح بعد إذن ثلاثة أشياء تصدره وذلك إذا كان جوادا وأن يلوه الفعل غير مفصول بينهما بعور القسم والدعاء والنداء وأن لا يكون الفعل حالا وأن إذا تصدر من وجه دون وجه وذلك إذا وقع بعد العاطف فقيله تعالى وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا وكقيلك تأتيني فإذن أكرمك جازلك نسب الفعل وترك نسبه وذلك أنك عطفت جنة مستقلة على جنة مستقلة فمن حيث كون إذن في أيض جنة مستقلة هو المصدر فيجوز انتصاد الفعل بعده ومن حيث كون ما بعد العاطف من تماما قبله بسياد ربط حرف العاطف بعد الكلام ببعض هو متلسق وارتفاع الفعل بعد العاطف أكثر ولهذا لم يقرأ وإذن لا يلبث إلا في الشاد لأنه غير متصدر في الظاهر في المعلم أن الفعل المنصوب المقدر بالمصدر مبتدأ خبره محذي فهودا فمعنى إذن أكرمك إذن إكرامك حاصن أو واجب وإنما واجب حذف خبر المبتدأ لأن الفعل لم يلتزن فيه حذف أن التي بسهدها وهي يسلح لابتدائية لم يظهر فيه معنى بابتداء حق الظهور فلو أدرز الخبر لكان كأنه أخبر عن الفعل وكذا القول في المنصوب بعد الفاء على ما يجيه وأن قولهم تصنع بالمعيدي خير من أن تراه فشاد وإنما ارتكب الدعاء أن إذن زمانية محذوفة الجنلة المبافئ إليها لذبور معنى الزمان فيها في جميع استعمالاتها كما في إذن فإن معنى إن جئتني إذن أكرمك في وقت النجيء إكرامك وكذا ليذرتني إذن أكرمتك ولسيما في قوله تعالى فعلتها إذن وأنا من الدالين وقولهم إذن أظنك كاذبة بالرفع فإنها متنحدة بالزمان ولا شرقية فيها وقلب منها ألف في الوقف يرجح جانب الاسمية فيها ونقر عن النازمين أنه كان لا ورى الوقف عليها بالألف لكي إنها حرفا كإن واجه ندرب الوجهين وقال فراء إذا أعملتها فاكتبها بالألف وإذا ألغيتها فاكتبها بالمين لألا تلتبس بإذا الزمانية وأن إذا أعملتها فالعمر يميزها عنها وتجيوز الفصل بينه وبين منصوبها بالقسم والدعاء والنداء يقوي كلمه غير معصبة بنفسها كأن ولن إذ لا يفصل بين الحرف ومعموله بما ليس من معموله وأن قولهم في الشرق إن زيدا إن زيدا تدرب فهو عند البصريين بفعل مقدر كما يجيء بعده وأن قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك نصاب القلد جن بلادله فلقوة شبه إن بالفعل هذا ومذهب سيبويه ورواه عن الخليل أنه حرف ناصبة بنفسها قال سيبويه ويريى عن الخليل أن انتصاب الفعل بعدها بأن مقدره وضع سيبويه بأنه لو كان مقدرا لجاء تقديره فيه زيد إذن أكرمه كما جاء فيه إذن أكرم زيدا إذ المعنى لا يتغير ويمكن توجيه هذا القول على ما ذكرنا وقال بعض الكوفيين إنه سم مهي ويروى أيضا عن الخليل أن أصله إذ أن فركب كما فيلم أصله لا أن ووجهه أن يقال تغير المعنى بتغير اللفظ فلم يلزم الفعل بعدها وجاز أن يليه الحال وإن ما قلنا قبل إن النصب مع حصول الشرائط أفصح لأن في بوله قال وزعم عيسى بن عمر أن يسمي العربي يقولين إذن أفعل ذلك في الجوائد وفع فأخبرت أونس بذلك فقال لا يتعذر ذا ولم يكن يرئ غير ما سنه هذا كلام السبري قوله إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها يعني بالأكماد أن يكون ما بعدها من تمام قبلها وذلك في ثلاثة مواضع الأول أن يكون ما بعدها خبرا لما قبلها نحو أنا إذن أكرمك وإني إذن أكرمك وقد جاء نصوبا مع كلمه خبرا عنا قبلها قال لا تتركني فيهن شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا بتأويل أن الخبر هو إذن أهلك لا أهلك وحده فتكون إذن مفدرة كما تقول زيد لن يكون قال الأندلسي يجوز أن يكون خبر إنا محبوفة أي إني أهل أو لا أحتمل ثم تبع وقال إذن أهلك قال وليجه رفع أهلك وجعل أو بنعنا إلا المدع الثاني أن يكون رزاء للشرط الذي قبل إذن نخو إن تأتني إذن أكرمك وقيل الشاعر أذر حمارك لا يرتع برودتنا إذن يرب وقيل العير مكروب يجوز على نذهب الكسائي أن يكون لا يرتع مجزونا بكي لا فيه النهي لأنه جواب الأمر ويرد مجزونا لا نصوب بكي نهي جواب منهي كما هو نذهبه في نحو قولك لا تكفر تدخل النار أي إن تكفر تدخل النار فيكون المعنى لا يرتع إن يرتع رب وعند خيره يرد منصوب وإذن منقطع عنا قبله منصدر كأن المخاطب قال لا أزدره فأجاوب قيله إذن يرد الثالث أن يكون جوابا للقسم الذي قبلها نحو والله إذن لأخرجن وقيله لإن عادلي عبد العزيز بمثلها وأن كمني منهم إذن لا أطيلها ولا يقع المضارع بعد إذن في غير هذه الثلاثة مطيدا على ما قبلها بالاستقراء بلى تقع متوسطا في غير هذه الموابع نحو يقتل إذن زيد عمر ولبئس الرجل إذن زيد ونحوه ويليز في نحو قولك إن تأتي ميئاتك وإذن أكرمك ثلاثة أوجه الجزم وهو الأقوى بعطف الفعل على المدين والنصب على الاستئناف وعطف إذن مع الفعل يخوم كالجملة الشرقية كما نكرنا على الجملة الشرقية والرفع على أبنار المبتدأ بعد إذن أو إذن أنا أكرمك عنوان استعمالات كي قوله وكي مثل أسلمت كي أدخل جنة ومعنى ها السوابية اعلم أن مذهب الأخفش أن كي في جميع استعمالاتها حرف جر وانتصاب الفعل بعدها بتقدير أن وقد تظهر كليحك الكوفيون عن العرب لكي أن أكرمك قال فقلت أكل الناس أصبحت مالحا لسانك كلمة إن تغر وتخدع وقال أردت لكلمة إن تطير بطلبتي فتتركها شن لبيباء بلقعي ويتعذر لتقدم الله عليها في نحو لكي لا تأسوا وتأخره عنه في نحو قوله كي لتقضيني رقيتني وعدتني غير مختلس بأن كي المتأخرة في الأول بدلا من اللام المتقدمة واللام المتأخرة في الثاني بدلا من كي المتقدمة وقد يبدل الحرف من مثله المنافق له في معنى قال أراني إذا ما بدت بدت على هوا فثم إذا أصبحت أصبحت غادية أبدل ثم يأمي الفاء عند بعضهم وعند الخليل أن الناس نصب مضمر بعدها بناء على مذهبه وهو أنه لا ناصب سوى ومنهى الكوفيون أنهم في جميع استعمالاتها حرف ناصبة مثل أم ويعتبرون في نحو كينا أن تغر بأن أم زائده أو بدل من كي وفي كي بتقضيني بزيوية اللام كما في ربث لكم وفي كلمة بأن الفعل المنصوب بكي مقدر وما منصوب لذلك الفعل كأنه قول جئتك فتقول كلمة أي كي أفعر ماذا وفي اعتذارهم هذا مخالفة لعدة أصول أحدها حذ الصلة وإبقاء معمولها والثاني نسب ماء الاستفهامية متأخرة عن الفعل المقدر ولا تنصب إلا مقدمة عليه ولهم أن يقولوا المقدر كالمعدوم إلا أن كي يكون إذن متقدم على كلمة الاستفهام مع أنه لا يكون مركبا معه ككلمة واحدة من الاستفهام كما في لمه ودمه فإن الزر والمجرور ككلمة واحدة فيسقط منه بهذا الوجه عن التصدر اللفوي والثالث حذ ألف من الاستفهامية غير نظيرة ولا نظيرة له في كلامهم وعند البصريين كي قد تكون ناسبة بنفسها كأن وجارة مدمرة بعدها فإذا تقدم ها اللام نخو بكي لا تأسى فهي ناسبة لا غير بمعنى أن وليس فيها معنى التعليل بل هو مستفاد من اللام وإذا جاء بعدها أن فهي إلا جارة لا غير بمعنى لام التعليل وهكذا في كيمة ولا تجر باسم السريح إلا في كيمة وفي غير هذه مواضع نخو جئتك كي تكرمني يحتمر أن تكون ناصبة بنفسها بمعنى التعليل وأن تكون جارة كلام مدمرا بعدها أن والله في كيمة لتقضي زائدة عندهم أيضا أو بدرا من كي الجارة وأن عندهم فيه كيمة أن بدرا من كي لأن كي بعد اللام بنعنى أن كما مر ولا يتقدم على كي معمور الفعل المنصوب بعدها فرأي قال جئتك كي زيدا تضرب لأنها إما جارة أو واصبة ولا يتقدم عليهما معمور ما بعدهما وعجاز الكسائي تقدم معمور منصوب كي عليها وأن قيل الشاعر إذا أنت من تنفع فضر فإنما جراب الفتى كين يدر وينفع برفع يدر فقيل ما كافة وقيل مصدرية وكين جارة أي من درته ومن فعده وجلز المدرد والكوفيون نصب المبارئ بعد كما على أن نزل بمعنى كي والواء محذوفة وأنشدوا لا تظلم الناس كما لا تظلم وقيل بل ناصب ما تشبيه لها بأمن والكافر التشبيه والبصيون ينعون ذلك وينشدون لا تظلم الناس كما لا تظلم بالتوحيد وقد يجيء شرح كما في خروف الجر وعلى مذهب الخليل لا ينصب المدارع إلا بأن ظاهرة أو مطدرة فيمكن أن يقال على مذهبه إن المدارع يعرابه إما رفع أو نسب وليد الرفع لما وقع موت على اسم بنفسه لأن الرفع أقوى من النسب ووقوعه موت على اسم بنفسه أقوى من وقوعه موطعه مع غيره ووري بالنسب لما وقع مع أن موت على اسم وهو المفتر وعما إذا لم يقع موت على اسم بوجه وذلك معنا يسمى جواز فلم يعرض إلا لضعف المشابهة كما اخترنا قبله عنوان المدارع بعد حتى قوله وحتى إذا كان مستقبلا بالنور إلى ما قبله بمعنى كي أو إلى أن مثل أسلمت حتى أدخل الجنة وركنت سرت حتى أدخل البلد وأسير حتى تريد الشمس فإن أردت الحالة تحقيقا أو حكاية كانت حرف اتباء فيرفع وتجد السببية مثل مرضى حتى لا يرجونه ومن ثم انتنع الرفع في كان سير حتى أدخلها في الناقصة وأسيرت حتى تدخلها وجاز فتان كان سير حتى أدخلها وأيهم شار حتى يدخلها ابتداء بالحروف التي ينتصب الفعل بعدها بإدمار أن اعلم أن هذه الحروف مختلفة فيها ينتصب الفعل بعدها بإدمار أن فعند فعند البصريين حتى ولا كي ولا من جهود حروف جر والوا والف وأو حروف عطف ولا ينصب شيء منه بنفسه لأن الثلاثة الأولى من عوامل الأسماء ولا يعمل شيء منها في الأفعال والثلاثة الأخيرة غير مختصة وشرط العالم الاختصاص بأحد القبيلين وجاءت أن ناهرة بعد لان كي خاصة في بعض المواضع فتبين بذلك أنه غير عاملة بنفسها وعند الكوثيون أن حتى واللامين تنصب بنفسها لتو أنه مقام موصد فاللام قامت مقام كي فعملت عمرها وكذلك حتى التعليمية وأن إذا كانت بمعنى إذا فتعمل عمر وفيما قالوا بعد لأن الأصل عدم خروج الشيء من أصله وعنه واعتقاد بقائه على أصله أولى ما لم يبطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل وفيما تأور البصريين من تقدير الناصب بعد هذه الجارة حتى تبقى على أصلها من ضوحة عن اعتقاد خروجها عن أصلها ولسيما وقد ثمت تقدير الناصب في نحو قولها للمس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس الشفوف وفي قوله ألا أي هذا الزاجري أحضر الوضع وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي على أن لهم الجهود ليست بمعنى كي ولا بمعنى أن وحتى لمغاية ليست بمعنى أن فكيف تحمران في النصب على ما ليست بمعنى بمعنى به الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حادا نواصل الكراءة تحت عنوان النصب بحتى قال الكساوي من بين الكوفيين إن حتى ليست في كرام العرب حرف جر وإن الجر الذي بعدها في نحو حتى مطلع الفجر بتقدير حرف الجر أي إلى بعدها أي حتى انتهى إلى مطلع الفجر فلا يرد عليه الاعتراض في حتى بأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال كما ورد على سائر الكوفية بل يرد عليه أنها غير مختصة لقبيل لكن في مذهبه بعد لأن حذف الجار وبطاء عمله في غاية القلة فكيف اضطرد بعد حتى وأيضا كيف اضطرد حذف الفعل بعدها مع جرار رسم وعند الجرمي أن الفاء والواو وأو ناصبة بنفسها وقال الفراء الأفعال بعد هذه الأحرف منتصبة على الخلاف أي أن المعطوف بها صار مخالفا من المعطوف عليه في المعنى فخالفه في الإعراب كمنتصب الاسم الذي بعد الواو في المفعول معه لما خالف ما قبله وإنما حصلت تخالف هذن بينهما لأنه طرأ على الفاء معنى السوابية وعلى الواو معنى الجمعية وعلى أو معنى النهاية أو الاستثناء وقولهم في نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن إنه نسب على الصرف بنعنى قولهم نسب على الخلاف سواء وكذا زعموا أن انتصاب الظرف في نحو زود عندك على الخلاف كما مضى في لب المبتدأ والظاهر من مذهبه أنه جعل الخلاف أمرا معنويا ناصبا كما أن الابتداء عند أكثر النخويين رافع ولو أجب الخلاف الانتصاب لم يبذل عطف في نحو ما مررت بزيد لكن عمر وجاء زود لا عمر ولا يرض على الجرمي الاعتراض بوجود اختصاص العامل بأحد القبيلين لأنه يقول إن هذه الحروف بهذه المعاني مختصة بالمبارع وأن قوله تعالى فأنت فيه سواء فقليل وهو من داد وضع رسمية موضع الفعلية كما في قوله لو بغير الماء حلقي شريق كنت كالغصان بالماء اعتصاري وقوله ونبئت ليلة أرسلت بشفاعة إلي فهلا نفس ليلة شفيعها والمرجع إلى ذكر المنصوب بعد حتى على مذهب البصريين قالوا حتى حرف جر فلا يدخل إلا على اسم ظاهر أو مقدر ولا يصح تقدير الفعل اسما إلا بأن أو كي أو ما أو لو ولا يصح تقدير ما ولو لأنهما لا تنصدان ظاهرتين فكيف تنصدان مقدرتين مع أن لو لا تجيء مصدرية إلا بعد فعل التمني كما يجي ولا يصح تقدير كي لأن كي لا تستعمل إلا في مقام السوبية سواء كانت بمعنى أم نحو لكي أقوم أو بمعنى اللام بدا قد جاءت كي بمعنى أم من غير سوبية لكن بعد فعل الإرادة نحو قول أبي ذؤيد تريدين كي ما تلمدين وخالدا وهل يجمع الصيفان ويحك في عمدي كما جاءت اللام المنصوب ما بعدها الفعل لغير السوبية بعد الإرادة أوضى كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل وبعد فعل الأمر كقوله تعالى وعمرت لأعدل بينكم فتكون اللام زائدة كما في ردف لكم وإذا كان في كي معنى السوبية لن يصح تقديرها في نحو أسير حتى تغرب الشمس فلم يبق إلا أن التي هي أم الباب ولأنه ثبت تقضيرها أيضا في غير هذا الباب نحو وتقر عيني وأحضر الوضع وحمد المشكوك فيه على ما ثبت أولا قوله حتى إذا كان مستقدم بالنور إلى ما قبله نحو سرت حتى أدخلها يعني ليس يجب أن يكون الدخول وقت التكلم بهذا الكلام مستقبلا مترقبا بل الشرق أن يكون مضمون الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنظر إلى مضمون الفعل الذي قبلها كالدخول بالنظر إلى السير فإن فإن الدخول كان عند السير مترقبا بلا ريب فيجوز النصب سواء كان الدخول وقت الإخبار ماضيا أو حالا أو مستقبلا أو لم يكن على أحد الأوده الثلاثة وذلك بأن يكون منك السير إما للدخول على أن حتى بمعنى كي أو إلى الدخول على أن حتى بمعنى إلى ثم عرض مانع منع من حصول الدخول فلم يكن الدخول في أحد الأزمنة وقوله إذا كان مستقبلا بالنير إلى ما قبله لا يصلح أن يكون علامة يعرف بها نسب المبارع بعد حتى من رفعه لأن حتى التي يقع بعدها المبارع مرفوعا كان أو منصوبا لا تخلو إما أن تكون بمعنى كي أو إله فما بعدها إما مسدد عما قبلها أو انتهاء له والمسبب بعد السبب والنهاية بعد البداية فالأولى أن يجعل كون ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها جوابا عن اعتراض مورد تقريره أن يقال إنك إذا جوزت في نحو سرت حتى أدخلها بالنصب أن يكون الدخول ماضيا أو حالا عند الإخبار كما تجوز كونه مستقبلا فكيف انتصب الفعل بأن التي هي علم الاستقبار فيجاب عنه بأن الفعل مستقبل بالنظر إلى حال السير لا بالنظر إلى حال التكلم فمن ثم جاز انتصابه بأن ثم إذا أردنا أن نبين متى يرفع المضارع بعد حتى ومتى ينصب قلنا ذاك إلى قصد المتكلم فإن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل الذي بعد حتى إن في حال الإخبار أو في الزمن المتقدم عليه على سبيل حكاية الحال الماضية وجد رفع المضارع سواء كان بناء الكلام المتقدم على الوقين نحو إن زيدا سار حتى يدخلها وأعلم أنه سار حتى يدخلها أو على الظن والتخمين نحو أظن عبد الله سار حتى يدخلها وأرى أنه سار حتى يدخلها أو تعقب الكلام شك نحو سار زود حتى يدخلها فيما أظن وسار حتى يدخلها بلغا ولا أدري وذلك أنك قد تحكم بحصول الشيء على سبيل الشك والظلم كما تحكم بحصوله على سبيل اليقين فعلى هذا شرط الرفع أن يكون الفعل الأول موجدا بحيث يمكن أن يؤدي حصول مضمينه إلى حصول مضمين ما بعد حتى سواء اتصل مضمين الأول بمضمين الثاني نحو سرت حتى أدخلها أو لم اتصل به نحو رأى من العام الأول شيئا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشيء فعلى هذا يجب أن يكون ما قبل حتى ساب بحصول ما بعده فلا يجب ما سرت حتى أدخلها بالرفع وأسرت حتى تدخلها لأن السلد منطف في الأول وغير محكوم بفبوته لا بالعلم ولا بالشك في الثاني فكيف يمكن الحكم بكسور مسببه وقال الأخفش يجب ما سرت حتى أدخلها بالرفع إلا أن العرب لم تتكلم به وقد غلط فيه وداز أيهم سار حتى يدخلها لأنك حاكم بقصور السير غير مستفهم عنه وإنما الاستفهام عن السائر لا عن السير وإذا قلت فلما سرت حتى أدخلها وقل رجل سار حتى يدخلها فإن أردت الحكم بوقوع سير قليل جاز الرفع ولكن على ضعف وذلك لإدرائهم ذلك في اللفظ مجرم نفي المصرح به وإن أردت بهذه الكلمات أن نفي الصرف وهو الأغلب في كلامهم كما ذكرنا في داب الاستثناء وجد النصف وأن نحو إنما سرت حتى أدخلها فلفظوا إنما يستعمل لمعنيين إنما لحصر الشيء كقولك إنما سرت وإنما قعدت إذا حصرت سيره فيجوز الرفع على قبح لأن الحصر كن فيه وإما بالاقتصار على الشيء كقولك لمن ادعى الشجاعة والكرم والعلم إنما أنت شجاع أي فيت هذه الخصرة فقط فيجوز الرفع إذن بلا قبح ولا يجوز سرت حتى تورب الشمس بالرفع لأن الصور لا يكون سيدا بغروب الشمس ويجوز ما سرت إلا يوما حتى أدخل هذا الرفع وما سرت إلا قليلا لأن النفية انتقض بإلا هذا كله في رفع ما بعد حتى وإن قصر المتكلم أن مضمون ما بعد حتى سيحصل بعد زمان الإخبار وجد النصب وكذا وجد النصب إن لم يقصد لا حصوله في أحد الأزمين ولا عدم حصوله فيها بل قصد كونه مترقبا مستقبلا وقت الشروع في مبنون الفعل المتقدم سياء حصل في أحد الأزمين الثلاثة أو أرض مانع من حصوله ومع المتقدم ومع النصب يجوز أن تكون حتى بمعنى كي وبمعنى إله فنحو سرت حتى تغيب الشمس متأيم لمعنى الانتهاء ونحو أسلمت حتى أدخل الجنة متأيم لمعنى السابية ونحو سرت حتى أدخلها محتمل لهما ولا يجوز عطف المرفوع على المنصود ورى العكس إلا مع إعاية حتى نحو سرت حتى أدخلها وحتى تغرب الشمس قال الجزولي ومعنى ما قال إذا كانت حتى بمعنى كي لم تدخل على صريح رسم بخلاف ما إذا كانت بالانتهاء نحو حتى مطلع الفجر بل وجب دخولها على المضارع كما النكي التي بمعنى لا تدخل من الأسماء إلا على لفظة واحدة وهي ماء الاستثهامية نحو كلمة على خلاف فيها أيضا وقال الأندلسي لم يثبت حتى بمعنى كي بل لا تأتي إلا لانتهاء وأول نحو قولهم كلمته حتى يأمر لي بشيء بأن معناه كلمته أو أكلمه حتى يأمر لي بشيء أي إلى أن يأمر سجيغ فريح الاسم في موضع كل مبارع منصوب بعد حتى نحو كلمته حتى أمره لي بشيء لأنه بمعنى إله وما ذكره تكلف لا يتمشى له في نحو أسلمت حتى أدخل الجنة قوله قوله كانت حرف ابتداء أي حرف استئنف أي ما بعدها كلام مستئنف لا يتعلق من حيث الإعراض بما قبلها كما تعلق المنصوب لأن حتى المنصوب ما بعدها من الشغل حرف زر متعلق بما قبلها ولا معني بذلك أن ما بعدها مبتدأ مقدر أي أنا أدخلها لأن ذلك لا يتطلب في نحو قوله تعالى وزلزل حتى يقول الرسول بالرفع فهي في الاستئنف مثل قوله تعالى حتى إذا جاء عمرنا جاء بعده جنة شرطية مستأنفة وقال المنصنف إنما وجد معرفة السابية لأن الاتصال اللفظي لما زار بسرد الاستئنف شرط السابية التي هي موجبة بالاتصال المعنوي فإن السبب متصل بالمسبب معنا حتى يكون جبران لما فات من الاتصال اللفظي قال ولا صلح حتى تبدعون ونبدع فعدم الصلح سيد الضبع أي مد الأيدي بالسيوف وقوله ونبدع عطف على تبدعون على توخم على نحو قوله تعالى فأصدق وأكن ورفع قوله وتبدعون وإن كان مستقبلا لأنه مع العزم الجزم عليه كأنه حاصل أو قد حصل ومضى قوله ومن ثم امتنع الرفع أي من جهة كيم حتى المرفوع ما بعدها حرف استئناف امتنعت المسئلة المذكورة لأنه تبقى كان ناقصه بلا خبر ولو كانت تامة جاز الرفع وانتنع أسرت حتى تدخلها لما ذكرنا وهو أنك لم تحكم بالسير الذي هو سيد الدخول فكيف تحكم بخصور الدخول وعن في أيهم سار حتى ودخلها فأنت حاكم بخصور السير سائر عن تعيي السائر واعلم أن الأخفش أجاز الفصل بين حتى وأو وبين الفعل المنصوب بعدهما بالشرب نحو انتظر حتى إن اسم شيء تأخذ ولو جئت بالشرب نجوما فليس لك في تأخذ إلا جزم وكذا بعدهما نحو لا أسير لله أو إذا قلت لك ركب تركب بنصب تركب واستقبح بن الصراج الفصل بينهما وقال الفصل بالظرف أسهل نحو سكت حتى إذا أردنا أن نقول يقول وأطم حتى متى أكل ما تأكل فالظرف مفصور به على قبحه أسهل من حرف الشرق أعني إن وأن الفصل بالاسم غير الظرف نحو انتظر حتى من آخر تأخذ فلا وجوز بل يجد جزم تأخذ ولا وجوز الفصل اتفاقا بين أم ولم وكي وبين منصوباتها لأنه ناصبة بنفسها ولا يفسر بين بين الفاء والواء واللام وبين الانتصى بعدها لكونها على حرف واحد وهذا المبارع بعد اللام لام كي ولام الجهود قوله ولام كي مثل أسلمت لأدخل جنة ولام الجهود لام تأكيد بعد النفي لكان مثل وما كان الله ليعذبهم الظاهر أن تقدر أيضا بعد اللام الزائدة التي تجيء بعد فعل الأمر أو الإرادة نحو وأمرت لأعدر بينكم ويريد الله ليعذب والتي لتأكيد النفي تختص من حيث الاستعمال بخبر كان المنفية إذا كانت معضية لفظا نحو وما كان الله ليعذبهم أو معنا نحو لم يكن الله ليغفر لهم وكأن هذه اللام في الأصل هي التي في نحو قولهم أنت لهذه الخطة أي مناسب لها وهي تليق بك فمعنى ما كنت لأفعل كذا ما كنت مناسب لفعله ولا يليق بذلك ولا شك أن في هذا معنى التأكيد وأن وأن قوله وما كان هذا القرآن أن يفترى فكأن أصله ليفترى فلما خذفت اللام بناء على جواز حذف اللام مع أن وأن جاز إظهار أن الواجبة الإدمار بعدها وذلك لأنها كانت كالنائبة عنها عنوان المبارع بعد حروف العقف تفصيل أحكامه قوله والفاء بشرطين أحدهما السيادية والثاني أن يكون قبلها أمر أو مهل أو مثل أو استفهام أو تنم أو عرض والواء بشرطين الجمعية وأن يكون قبلها مثل ذلك وأو بشرط معنى إلى أن تركت تحضيض وهو من جملة الأشياء المذكورة نحو ليلة وأنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا وليلا أرسلت إلينا رسيرا فنتبع آياتك وترك الترجي أيضا قال الله تعالى لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى على قراءة النسب وقال الله تعالى لعني أبلغ الأسباب الآية فأطبع بالنسب على قراءة حفظ وأن الدعاء فهو داخل في باب الأمر وأنه عند النحاة لا عند الأصوليين كما يجيء في باب الأمر نحو اللهم لا تآخذني بذنبي فأهلك والله مرزقني ميرا فأصدق به والكسائي الفراء ذو نسب الدعاء المدلول عليه للخبر أيضا نحو غفر الله لك فيدخلك الجنة قوله أن يكون قبلها أمر إذا كان الأمر صريحا نحو ائتني فأشكرك فلا كلام في صحته وأن إذا لن يكن صريحا وذلك بأن يكون مدلوا عليه بالخبر نحو اتقى الله امرئ وفعل خيرا فيثاب عليه وحسبك الكلام فينام الناس أو اسم فعل نحو نزالي فأقاتلك وعليك زيدا فأكرمك أو يكون الأمر مقدرا نحو الأسد الأسد فتنجو فالكسائي يجري جميع ذلك مدرى صريح الأمر وقد وافطه المجم في نحو نزالي بناء على أنه مضطرد كالأمر على ما هو مذهب سيبويه وأن النصب في طراءة أبي عمر وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلتشبيهه بجواب الأمر من حيث مجيئه بعد الأمر وليس بجواب له من حيث المعنى إذ لا معنى لقولك قلت لزيد اضرب فيضرب أيضرب يا زيد فإنك إن تضرب يضرب أيضرب زيد وأن النهي فنحو لا تشتني فتندم والنفي ما تأتينا فتكرمنا وهو إما صريح كما ذكرنا أو مؤول نحو قبل ما تلقاني فتكرمني وكذا قل رجل أو أقل رجل لأن هذه الكلمات تستعمل بمعنى النفي الصرف وتستعمل في اللفظ استعماله أيضا وأن ما يفيد معنى النفي لكن لا يجري في استعماله المجرى فلا ينصب جوابه كقولك أنت غير أمير فتضربني وكذا التقليل بقد في المبارع لا يقال قد تجيئني فتكرمني وقد دلز قوم نسب جواب كل ما ضمن النفي أو القلة قياسا لا سماعا وقد يجيء التشبيه المفيد لنعنى النفي منحقا بالنفي أي منصوب الجواب نحو كأنك وار علينا فتشتمنا أي لست دوار أما إنقصدت بالتشبيه الحقيقة للنفي فلا يجوز ذلك وذكر صبويه حسبته شتمني فأسب عليه أي لو شتمني لو ثبت عليه وقد تجمر أن الناصلة بعد الوا والفاء الواطعتين إنا بعد الشرط قبل الغزاء نحو إن تأتني فتكرمني أو وتكرمني آتك أو بعد الشرط والغزاء نحو إن تأتني آتك فأكرمك أو أكرمك وذلك لمشابهة الشرط في الأول والغزاء في الثاني للنفي إذن الغزاء مشروط وجوده بوجود الشرط ووجود الشرط مفروض فكلاهما غير موصوفين بالوجود حقيقة وعليه حمر قوله تعالى إن يشأ يسكن الروح فيظلن رواكد إلى قوله ويعلم على قراءة النصب وقد جاء بعد الحصر بإنما نحو إنما وجيئني فيكرمني زيد لما قلنا في حتى إن فيه نعنى التحقير القريب من النفي وأما بعد الحصر بإلا نحو ما قام إلا زيد فتحسن إليه فلا وجيوه اتفاقا لأنه بعد إثبات صريح بل إن لم يرجع الضمير الذي عامل فيهما بعد الفاء بواسطة أو غير واسطة إلى المستثنى المثبت بل إلى شيء في حي زنف نحو ما قام أحد إلا هند فأحسن إليه أو فأكرمه والضمير لأحد جاز لأن المعنى ما قام أحد فأحسن إليه إلا هند على أن ذلك قبيح لأن قولك فأحسن إليه متعلق بما قبل إلا وقد تقدم في باب الفاعل أن متعلق ما قبلها لا يقع بعد المستثنى عند البصرية إلا الأشياء المعدية هناك وقد جاءنا بعد الفا منصوبا في دروة الشعر فيما ليس فيه معنى نفي أصلا كقوله سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا والتنمي نحو ليتك عندنا فنكرمك والعرض نحو ألا تزورنا فنعطيك والاستفهام نحو هل تزورنا فنحسن إليك وكان الأصل في جميع الأفعال المنتصبة بعد فاء السيابية الرفع على أن هنا جمل مستأنفة لأن فاء السيابية لا تعطف وجودا بل الأغلب أن يستأنف بعدها الكلام كإذا المفاجأة ومعنياهما أيضا متقاربان ورغادك تقعان في جواب الشرق إلا أن إذا المفاجأة مختصة برسمية وقد يبقى ما بعد الفاء السيابية على رفعه قليلا كقوله تعالى ولا يؤذم لهم فيعتبرون وقوله ألم تسأل الربع القواء فينطقي وهل يخبرنك اليوم بيباء سنلقي وقوله ولقد تركت صبية مرحومة لم تدر ما جزع عليك فتجزع جاء جميع هذا على الأصل ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو نسب وكذا لا منع من إبقاء الرفع فيما بعد والجمع إذا لم يلبس ويكون معنى الرفع والنصب فيه سواء نحو اضربني وأضربك بالرفع وكذا في أو قال الله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون معنى الرفع فيه معنى النصب أي إلى أن يسلموا جزلك أن لا تسلم في الموادع المذكورة إلى النصب اعتمادا على ظهور المعنى والأكثر الصرف إليه بعد الأحرف الثلاثة وإنما صرفوا ما بعد فاء السيبية من الرفع إلى النصب لأنه مقصد التنسيص على كونها سيبية والمبارع المرتفع بلا قريرة مخلصة لحال أو الاستقبال ظاهر في معنى الحال كما تقدم في باب المبارع فلما أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف جملة حالية على الجملة التي قبل الفاء فصرفه إلى النصب منبه في الظاهر على أنه ليس معطوفا إذ المبارع بأن نفرد وقبل الفاء المذكورة جملة وتقدير أن مخلص المبارع للاستقبال اللائة بالجزائية كما ذكرنا في المنصوب بعد إذن فكان في ذلك شيئان دفع جانب كون الفاء للعطف وتقوية كونه للجزاء فيكون إذن ما بعد الفاء مبتدأ محذوف الخبر وجوبا كما ذكرنا في إذن سواء وإنما اخترنا هذا على قولهم إنما بعد الفاء بتقدير مصدر معطوف على مصدر الفعل المتقد تقديرا فتقدير زرني فأكرمك ليكن منك زيارة فإكرام مني لأن فاء السيادية إن عطفت وهو قليل فهي إنما تعطف الجملة على الجملة نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب وكما وكما نقول في الفعل المنصود بعد ذا الصرف إنهم لما قصدوا فيه معنى الجمعية نسب المضارع بعدها ليكون الصرف عن سنة الكلام المتقدم مرشد من أول أمر إلى أنها ليست للعطف فهي إذن إما واو الحال وأكثر دخولها على الجملة الاسمية فالمضارع بعدها في تقدير مبتدأ نحظو في الخبر وجوبا فمعنى قم وأقوم أي قم وقيامي ثابت أي في حال ثبوت قيامي وإن بمعنى مع وهي لا تدخل إلا على الاسم فلما قصدوا هذن مصاحبة الفعل والفعل نسب ما بعدها فمعنى قم وأقوم أي قم مع قيامي كما قصدوا في المفعول معه مصاحبة الاسم للاسم فنسب ما بعد الواو ولو جعلنا الواو عاطفة بالمصدر على مصدر متسيد من الفعل قبله كما قال النحا أيضا يكن منك قيام وقيام مني لم يكن فيه نصوصية على معنى الجمع كما لم يكن في تقديرهم في الفاء معنى السابية بل كين ويعطف الجمعية قليل نحو كل رجل وديعته والأولى في قصد النصوصية في شيء على معنى أن يجعل على وجه يكون ظاهرا فيما قصد النصوصية عليه وإنما شرطوا في نصونا بعد فاء السابية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة لأنها غير حاصلة المصادر فتكون كالشرط الذي ليس بمتحق الوقوع ويكون ما بعد الفاء كذزائها ثم حملوا ما قبل بعض الجمعية في وجود كينه أحد الأشياء المذكورة على ما قبل فاء السابية التي هي أكثر استعمالا من الواو في مثل هذا الموضع أعني في انتصاب المبارع بعدها وذلك لمشابهة الواو للفاء في أصل العطف وفي صرفنا بعدها عن سنن العطف لقصد السابية في إحداهما والجمعية في الأخرى وأيضا لقرب معنى الجمعية من التعقيد الذي هو لازم السابية انتهى الشريط العشرون من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابابي وله بطية على الشريط الحادي والعشرين شكرا للمشاهدة